أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشعر معلومات فمن فرض فيهن الحج فالآرفة ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفئوا الله إن الله غفور رحيم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والممنات من القائل الحج أشعر معلومات هذا خبر من المخبر الله جل جل كيف عرفنا أنه الله لأن هذا كتابه أنزله على من على مصطفاه ونبيه وراصوله محمد صلى الله عليه وسلم هذا الخبر له شان ولا لا الحج أشعر معلومات ما معنى هذا الخبر الحج الذي هو زيارة البيت وأداء المناسك من الاحرام إلى الوقوف بعرفة إلى طواف الوداء هذا الحج هذا أشعر معلومات معروفات محفوظات وما هو في حاجة إلى ذكرها لأن العرب يعرفونها ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم ملزم ببيانها لأن لو قال الحج أشعر معلومات هي شوار والقعدة والعش يصبح القرآن ما يحفظ ولا تحمل رؤى الإبل فلهذا يأتي مجملاً والرسول يبين وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إلى يم فصلوا عليه وسلم إذن المراد من الأشهر المعلومات التي يحرم فيها العبد بالحج هي شهر شوال بعد رمضان مباشرة والقعدة وعشر ليالي من الحج هذه الأشهر يحل لك أن تحرم بالحج من أول شوال وتبقى تلبي وتذكر الله وتعبد شهرين وعشرة ليالي ولا من يلومك عرفتم؟ لو أراد أحدنا أن يحرم من رمضان أو من شعبان أو رجب لما يرهق نفسه ما الداعي إلى هذا فالله عز وجل بيّن لنا الأشهر التي نحرم فيها ونلبي فلهذا يكره للمؤمن أن يحرم بالحج في غير أشهره وإن فرضنا أحرم نقول لو تحلل بفدية واخذ من هذه وإن أصر فليبقى يذكر ربنا ولا لا الليل انهار في العبادة لأن المحرم لا يتأتي له العصيان كيف يفسق؟ مربوط بربه خلوه محرم شوال والقعداء وعشر ليالي من الحجة هل يستطيع أحدنا أن يحج يوم العاشة؟ يوم العاشة من الحجة يحرم ويأتي يلبّئ ويدخل عرف وحده ويرجع لا لو أحرم بالحج ليلة العيد ليلة العاشة وأدرك ووصل عرفات في نفس الليلة قبل الفجر يعتبر حاجة وصح حجه لكن إذا أحرم من الشام ومشى وتعطلت الدب أو هبطت الطيارة وما وصل إلا بعد الفجر نقول مبارك عليك العامل آتي إن شاء الله الحج الآن انتهى امشي طوف بالبيت واسعى وتحلل وانيه عمر وذلك لأن سيدنا لأن مولانا عز وجل علمنا قال الحج المعروف تلك العبادة أشهر معلومات وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحجة فلا غفة ولا فسوقة ولا جدال بالحج هذا خبر آخر ولا لا وهو يحمل معنى الإنشاء والتكليف فمن فرض على نفسه في تلك الأشرع الحج وقال لبيك اللهم لبيك حجا لا يأفيه ولا سمعا وواصل التلبية هذا دخل في العبادة دخل فيها ولا لا كالذي يحرم بالصلاة الله أكبر ودخل في الفريضة والنافلة دخل فيها ولا لا يجوز أن يرحك يأكل يشرب ينادي أمه يقول اغلق الباب لا كلام أبدا ولا ضحك ولا أكل ولا صوب ولا ولا لأنه دخل في مناجات له والتحدث مع الله لو تكلم بكلمة بطلت صلاته فالحج إذا لب العبد وقال لبيك الله دخل في هذه العبادة ومن ثم فلا رافظ الرافظ بعبار موجزة واحفظوها ورددوها يطلق الرافظ على الجماع النكاح وطع الزوجة أو الجارية ويشمل كل مقدمات الجماع من الأغاني والمغامزة والمضاحكة والمجالسة كل تلك المقدمات داخل فالرافظ فمن لبى ودخل في الحج لا يحل أن يجامع مرأته أبدا ولا يحل أن يضاحكها أو يغازلها أو كذا أو كذا أو يلمسها بشهوة لأنه كالنبيف الصلاة فلا رافظ ولا فسوق ما الفسوق يا شيخ ما لن نهل التعريف ما لنتموه ما الفسوق هالخروج عن طاعة الله ورسوله بترك واجب أو بفعل حرام من مننا يعجز عن حفظ هذه الكلمة من هو الفاسق الذي يترك الواجبات ويغشى المحرمات هذا الفاسق على شرط يواصل ذلك أما فاسق فسق مرة واحدة ترك واجبا وناديما وفعله ما يبقى فاسقا فلا رفت ولا فسوق معصيا مطلقا وأنت محرم لا تحلوا أبدا كبيرا عظيما تبهتم إليكم مثال سب فلان وأنت خارج الصلاة كبيرا عظيم وإلا لكن أنت تصلي يا ملعون لأن تصلي كيف يكون الموقف هذا أبشع وإلا لا هو سبك للمؤمن وأنت ويلستم في الصلاة يجوز حرام كبير من كبير الذنوب وإلا لا لكن أرأيت لو سببته وأنت تصلي كيف يصح هذا فكذلك الفسق مطلقا حرام ولكن يفسق وهو متلبس بعبادة كيف يصح هذا فلا رفض بالمرة ولا وجود الأو ولا فسوق ولا جدال في الحج كلمة في الحج ليس بالجدال فقط الرفض والفسوق والجدال الكل في الحج حرام قبيح من أكبر القبائه ما معنى في الحج لأن من أحرم بالحج أصبح في الحج أو ماذا تفهمون من هذه من أحرم بالحج أصبح في الحج والحج ما هو يوم واحد كم شهران وعشرة أيام سبعين ليلة كم سبعين فلا فتا ولا فسوق ولا جدال في الحج ما الجدال الجدل والفتل الخصومة كل يريد أن يثني رأي الآخر ويغلبه حتى ولو كان في المسارة بكم كيلو التفاح بريال ليل لا لا بريال وصف كيف بريال وصف هذا هو كذا ويتجادل يعني يجوز اليوم كم يوم فالشهر هذا يقول سبعة عشر هذا يقول ستعاش ويتجادلان وهم محرمون لا يجوز مطلق جدلي وفتلي لا جدال في الحج لما لأن الحاجة متلبس بعبادها هو مع الله كيف يتفرق ويجادل الناس ويخاصمهم عرفتم هذا واسمعوا الرسول الكريم يقول من حج هذا البيت يشهي إليه بيمينه من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يبسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه هذه جائزة محمد صلى الله عليه وسلم من يرفع بها السابقون الأول من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت لا سيء عليه مكسوبا وإن قلت كيف الجواب إذا وفقك الله لهذا أنت مهيئ من قبل إذا وفقت لأنت حج ولم تفسق ولم ترفض أنت مهيئ لهذا كمال من قبله ثم يتوب عليك ويقبل توبتك وبذلك يمحى كل ذنب سجل عليك وتكون كأنما ما تتكبت ذنبا كأنك الآن خرج من بطن أمك وعندنا لطيفة من يذكرها من يذكر هذه اللطيفة لا فضفوك ولا عاش من يشنوك هانيئ لك عندنا ميزان ميزان حرارة معفة الطاقة كيف نعرف أن فلان خرج من ذنبه كيوم ولدت أمه نقول إذا فرغ من الحج ووده وركب دابته طائرته فإن رأيناه يراجع الذنوب بترك الواجب وفعل المنكر والمحرم عرفنا هذا ما غفر له ما زالت نفسه ملطقة عافنا لا نوافية ولا إشراق لكن إذا رجع من الحج لا ينطق بسوء ولا يتنفذ ببذاء ولا يمد يده إلى ما حرم الله ولا يتخلى عن واجب هذا هو هذا هو والله العظيم هذا الذي قبل لأن نفسه مشرقة كأنفس الصبيان ما يغشى الكبير أبدا والنوع أمامه كيف يفعل لكن إذا كان ما قبل في الحج ما غفر له معنى بقية الظلم على النفس ولا لا والسيئات متراكبة ما زالت إذا من السهولة أن يحلف بالكريف في المطار تبهت وأن يدخن وهو في الطيارة وأن يقام جل العهار والدعاء ويتنعم في المطار في الطائرة هل فهمتم هذه اللطيفة ولا لا خيء من ألف ريال هذه وبلغوها أنتم لا تبلغون من حج هذا البيت فلم ينفذ ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدة أمه الحمد لله كيف نعرف أننا فزنا بهذه الجائزة المحمدية دلوني عندما نخرج من المكة ونبدأ نباشر في الحياة إن اتحد سلوكنا وانتظم وأصبحنا مع الله كما كنا في الحج لا كذب ولا سرق ولا فجور ولا حسد ولا ري ولا شرك ولا نفاق علمنا أننا قد قبلنا وغفر لنا وإن كنا من مكة نبدأ في الذنوب والآثام ما حجنا فهمتم هذه الحمد لله والتعليل واضح ولا لا لما يغفل ويزول كل ظلم على النفس ولا لا تشيق نفسه ولا لا صاحب النور صاحب النور يدوس حيا يجلس في مرحام أبدا نور أمامه كيف يقع إذن في المحاومات والنور بين يده لكن الذي لا نور علىه هو الذي يتقضى وقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله ليس القضية قضية ألا رفث ولا فسوق ولا جدان وهناك أيضا مساعدات افعلوا الخير وأنتم في الحج هذا بالكلمة الطيبة وهذا بتعليم أخاه وهذا بتوجيه وهذا بأرشاده وهذا بسد جوعة وهذا بإسقاء بسقه الماء وهذا بإعطاه الدواء فعل الخيرات في الحج بالذات تتضاعف حسين أدواء فوق العادة وما تفعلوا من خير في الحج يعلمه الله وإذا كان يعلمه وبعده يثيب عليه ما قال يجذبه فقط يعلمه ولن يضيع المعروف أبدا عند الله الجملة التي بعدها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى هذا أمر وإلى لا وتزودوا أمر وإلى لا أو ما نفهم الأمر من غيره من الآمير من المأمور المؤمنون تزودوا تزودوا من كان عنده ثمر يحمل ثمره خبز ولو جاف جبنة أي ماء تطعمه في حجك تزود به ولا تمد يدك الناس عرفتم أو ما فهمتم على الحاج أن يحمل معه طعامه وشرابه وما تطلبه أيامه وبالحج لا يحوج الناس ويفتق إليهم ويقول عطوني عرفتم وإذا ما عنده زاد ولا طعام الحجم هو واجب عليه صاقط حتى يقو عليه أليس كذلك لاستطاع المفس وبياش بالزاد وراحل ما عنده زاد ما يحج يحج وهو يشحة الحجاج ويؤلمهم حرام هذا وتزودوا أراد الله يفع تناولنا وإعلامها قامنا ولله كيف نحن في ضيافته ونشحة خيراؤه ونذل للأغنياء ونسألهم ونحن أولياء الله ما يريد الله لنا هذا والآية وإن كان لها سبب بعض إخواننا من اليمن قالوا نحن المتوكلون كيف نذهب إليه ونطلع ونحمل الزاد ونحن ضيوفه ننزل عليه في بيتي ونحمل لا 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 تحمله فلما وصلوا إلى الحج أخذوا يجحثون عرفتم فنزلت هذه الآية وتزودوا عرفتم من ثم ما أصبع حاج من الشرق الغرب يأتي آبدا إلا ومعه زادوا إما النقود يشتري بها ويحمل طعامه وشعاظه ما عنده قدرة ما يحج فكيف ببعض الفقار من العالم الإسلام يحجون للشهادة موجودين وإلا لا يحج لهذا الغرب هذه فاحشة أكثر أكثر من الأولى ما يجوز هذا أبلنا وتزودوا وما معنى فإن خير الزاد التقوى تزودوا بالطعام والشراب وإلا لا أو بالدنان والدراهم لتأكل وتشربوا وتركبوا واعلموا أن أفضل زاد هو تقوى الله عز وجل ما تعتز بريالات فقط في جيبك وتقولنا متزود فيه زاد أعظم من هذا تبات وهو تقواه عز وجل الخوف منه جل جلاله يتمثل في طاعته وطاعة رسوله بفعل ما يأمران به وتركي ما ينهيان عنه هذا أغلى زاد نعم الزاد محمود أمر الله به لكن لا تعول عليه فقط عليك بتقوى الله عز وجل هذا التعالي إلهي ولا لا موجه إلى من إلى المؤمنين زادهم الله كمالا وقوله واتقوني يا أولي الألباب أمرنا بتقواه ولا لا إياكم وأنت عصوه وتخرجوا عن طاعته فإن الأمر صعب إن أواحكم بيده أرزاقكم بيده مصيركم إليه انتبهوا يا أصحاب العقول والألباب جمعوا لب ولبوا شيء داخل وأين يوجد العقل في الباطن أو في المخ يا أصحاب العقول يتقوا الجبار امتذلوا أمره في هذا وفي غيره ثم قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ما هذه الجملة ما هذا الخبار العظيم اسمع اسمع ليس عليكم جناح أي إثم أو حاج أن تبتغوا فضلا من ربكم تبتغونه تطلبونه منين من الأغنياء أو من سيد عبد القادة من ربكم خالقكم مالككم رازقكم من إليه مصيركم هذه الآياء أذن الله تعالى فيها للمؤمنين في أيام منا وهم في ضيافة الرحمن عز وجل ثلاثة أيام بليالها موقوفون هناك ضيافة حتى يستيدوا قواهم وطاقتهم التي تبدلت في الحج وبعد ذلك ودع وامشي ودع وسافر في هذه الأيام إذا بعت عندك شيء زايد فاضل بعته لا بس وجدت بضاعة نفيسة ولا توجد في ديارك فاشتريتها فلا بس فليس عليكم جناح أن تبتغوا تطلبوا فضل رزق من ربكم بأية واسطة بدعائه وبالبيع والشراء على شرط ألا يخرج من بلادي يريد هذا هذا لا وأتم الحج والعمر لله فقط لما فرغ من العبادة وانتهى من عرفات ومزدلفة وجلس في أيام المتعة والراحة إن اشترى بضاعة أو باع شيء من عنده يرى فيه فضل من الله لا بس فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم واضح هذا المعنى سبحان الله أصبحنا كلنا مفسرين للقرآن إيه نعم وما نزل إلا ليفهمه رجل المرأة ولو اجتمع عليه المسلمون في جد والله لفهم وأصبحوا علماء ربانين ولو لم يقرأ ولم يكتبوا هذه تعاليم تلقى إليهم فقط ثم قال فإذا أفضتم من عرفات فأذكر الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالين ما معنى هذا كلام فإذا أفضتم من عرفات كيف أفضنا من عرفات أفضنا الماء أفضنا تدفقنا كلمة لو تشاهدنا مع أذان المغرب وكيف الأمة هابت سيل ولا لا فيظن فإذا أفضتم من عرفات ووصلتم إلى مزدلفة حيث المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ما هو المشعر هذا مكان الإشعار ما فعل كما ذرب حيث الضرب المشعر مكان الإشعار في مزدلفة وهي بين عرفات وميناء هذه القرية أو هذا المكان في جبيل كان المشركون في الجاهلية يشعرون هديهم هناك يأتي من الشرق من الغرب وكذا لما رأسهم لك يشعر ناقته أو بقارته أو شاته يعلمها يشعر الإشعار والإعلام وإلا لا بأنها مهدات للحرام إما يجرحها بمبضع في ذروته سيل الدام ولطفه بالوبا وإما يعلق فيها شيء وإما يعلم الناس أن هذه ذاهب إلى الله مهدات للحرام عند هذا المكان فسمي بالمشعر الحرام الحرام وهو داخل الحرام ما هو خارج الحرام كمنا داخل الحرام إذن فإذا أفضت من عرفات ونزلت بمزدل فما لا تصنعون تغنون فاذكر الله عند المشعر الحرام ومن هنا المبيت بمزدل فواجب فمن تركه لغير عذر وجبع الأيدام والتوبة بالبكاء والندم والاستغبار ومن عاجز عن المبيت لا شيء عليه أما مع القدراء وتقول إيش نبيت الليلة في مكة فهذا هي فقط مجوى التأذيب وإلا إذا لم يتبهلك إذن ومن ذكر الله في المزدل فأن نصلي المغرب والعشاء جمعا المغرب دخل علينا في عرفات والعشاء ونحن مشات قد يصل يأذن قبل أن نصل أو لم يؤذن الكل واحد فنصلي المغرب والعشاء جمعة أخير وهذا ذكر الله ولله الأذان والإقامة والتسبيح والذكاد والذكاد ثم استريح فوصت الاستراحة قبل الفجر قوموا الأذان والصلاة ثم الدعاء ساعة كاملة إلى قبيل طلوع الشمس تبهتم وأنتم واقفون بين يدي الله سسألون حاجاتكم حتى إذا كان الإسفار مشيتم إلى مهناء والتقدتم حصايات سبع لرمي الشيطان بها فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فين عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالين كنتم مشركين كفى ظلال تعبدون الأصلام وواجه لي من هداكم فأصبحتم أفضل الخلق على الإطلاق في هذا الأرض إذن اذكوا كما هداكم اذكوا هدايته لكم فاشكروه عليها وذلك بدعاه واللجأ إليه وذكري وتسبيح وحمده وإفارة الخير أيضا على إخوانكم شكرا لله على هذه النعمة نعمة عظيمة هذه يعرف ومن عاش بالجاهلية وعاش بالإسلام فاذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظلين الذين ظلوا الطريق ما عرفوا فأهم في متاهات الحياة في الجهل والكفر والضلال واضح هذا الكلام وإلى لا كلام الله بي ثم قال ثم أفيض حيث أفاض الناس انتبهوا رفيض حيث أفاض الناس كيف هذا كان الحمس جم أحمس الحمر واحدهم أحمر الحمس واحدهم أحمس الحمس أشراف مكة أشراف قريش كانت لهم ميزة لا يقفون مع الناس في عرفة في وسطها يقفون دونها تبهتم كما يحتال بعضنا الآن أيضا تبهت يقفون بين عرفة ومزدلفة بكيلو ميتر نصف كيلو حتى إذا أذن المغرب أفاض يصبحون هم الأولون لا يصطدمون مع الناس ولا يؤذونهم ولا لأنهم أشراف فلم يرضى الله تعالى العباد بهذه الحال قال أفض من حيث أفاض الناس من المكان الذي أفاض أهل الموقف أفض أنتم لا تتميز بمكان خاص قل هذا مكان الأشراف حتى لا تصطدموا بالموشاة والرقبان من الحجايز هذا تعليم من هذا فأصبح القراش والحباش وأصبح من ومن على حد زراه ثم أفضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفوغ عما سبق من ذنوبكم ولهذا الملك والمملك والتاج والغني والأبيض والأسود بمجرد ما يقول لبيك اللهم لبيك كلهم سرى الرؤوس عارية والنعار في الأقدام والكفن على الأبدان إضاء وردع ولو كنت تملك بنوك أمريكا كلها هذا هو سبيلك أليس كذلك الطواب بالبيت لا تقل بعدنا شريف لا تزاحمني واحد السعي واحد الذهب لا من كل الحج صورة واحدة تتجلى فيه عبودية الله عز وجل الآن أسمعكم الآيات بعد في أذهانكم ما سمعتم وإلى أوراجعون الحج أشهر معلومات تذكرتم فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج فهمين هذا وما تفعلوا من خير يعلموا الله عربتم وأزعوا الطعام إن استطعتم والشراب وتزودوا بأيش ها لا تأتم بالدياركم إلا ومعكم نقودكم ودرائمكم لا تعودوا على الحجاج ويطعمونكم ويسقونكم من لم يستطع لا يأتي وتزودوا لحجكم فإن خير الزاد التقوى تأتي بالأموال ولا تطع الرحمن ينفع كذلك هذا التنبيه عجيب وقول واتقون يا أولي الألباب خافون يا عقلاء قبل أن نحيل نعمتكم إلى نقم وسعادتكم إلى شقاء ووجودكم إلى خصار كيف نتقيك يا ربي لا تعصينك نفذ أوامر هذه وطبقها بهذا تتقيني لا بالجبال ولا بالجيوش ولا ولا بالأصفاء والحصون يتقى الله بالإذان بالتسليم إلىه وهل في الإذعان والتسليم إلىه شقاء والله لا شقاء أبدا ما فيه إلا زيادة كمال لا تفهمن يا غافل أن الله يعمو بتقواه لإهانة البشر والتحكم فيهم انزل هذا الباطل من دينيك والله ما أمرنا إلا بما يسعدنا وينجينا من الشقاء والبلاء ولا نهانا عن شيء إلا لأنه ضار بنا مضمع لحياتنا لغناه وهو الرحمن الرحيم وما تراه من ضعفه زال شقاء ذلهون والله من عصيانه لا من فعل أوامر وترك نواه بل من خروجنا عن طاعته كالذين هاك عن تأكل السم فأكلته تموت أنت الذي أمدت نفسك وقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ما هذه الجملة هذا ما هذا الخبر هل فهمتم نسيتم قولوا لا حرج إذا بعت واشتريت أيام منا لكن لا أنك تأتي لهذا الغرض ثم فإذا أفضتم من عرفات فاذكر الله عند المشاعر الحرام ما هذا يا شيخ هذا بيان أن النزول بمزدالفة والبي والمميت بآل ذكر الله واجب أمر الله به وإلى لا فإذا أفضتم من عرفات فاذكر الله عند المشاعر الحرام والأذان والأيقام والصلاة ذكر ويذكر أعظم من هذا وقوله واذكرك ما هداكم هل تتلاء مع الصحابة فقط ونحن ما هدانا كم من أمثالنا ملايين ضلال مليارات البشر لا يعفون الله ولا يقفون بين يديه هدانا نحن وإلى لا وإن كنتم من قبله لمن الضال ثم أفضوا من حيث أفاض الناس هذا المعنى في أذهانكم أشراف مكة الحمس كانوا يقفون مكان مستقل حتى يبعدوا عن الصدمة تبهتم لما يفض الناس قال تعالى أفضوا مع بعضكم البعض في وقت واحد من مكان واحد هذه رحمة الله تتجلى ألا واستغفروا الله استغفروا الله استغفروا الله إن الله غفور نحيم من استغفره غفر له ومن استرحمه ورحمه إذ هذه صفات الكمال الله تعالى فاستغفروا فاستغفروا إن الله غفور نحيم فهمنا هذه الآيات أرأيتم لكنا حافظين لها ففهمنا ما عفضها أصبحنا عالمين ما المعنى والآن نقع عليكم الشرح لتتأكدوا من صحة بما فهمتم المفردات أي الكلمات أشهر المعلومات قال هي شوال وهالقعدة وعصليان من الحج هذه الأشهر التي يحرم فيها يحرم فيها بالحج يحرم فيها بالحج أما العماء في أي يوم طوال السنة لكن الحج فقط في هذه الأشهر قال فرض على نفسه الحج يعني ناوى الحج وأحرم به من فرض فيهن الحج يعني فرضه على نفسه أحرم به ودخل به فلا رفت أرفت الجماع ومقدمات التي تسبقه أو الجماع يقع بدون مقدمات مستحيل هذا كيف يتم قال ولا فسوق الفسق والفسوق هو الخروج عن طاعة الله بترك واجب أو بفعل حرام الجدال المخاصمة والمنازعة الجناح الإثم تبتغ فضلا تطلبه ربحا في التجارة من الحج أفضتم من عرفات الإفراض من عرفات تكون بعد الوقوف بعرف يوم الحج وذلك بعد غروب الشمس من يوم التاسع من شهر الحج المشعر الحرام ما هو هذا ما المشعر الحرام مزدربا وذكر الله تعالى عندها هو صلاة المغرب والعشا جمعا بها وصلاة الصبح الآن عرفنا هذه المفردات زدنا علما ولا لا إليكم شرحها في التفسير قال معنى الآيات ما زال السياق في بيان أحكام الحج والعمراء فأخبر تعالى أن الحج له أصحور معلومة وهي شوال والقعدة وعص ليالي من الحج الحج والحج والقعدة والقعدة كلها جائزة انتبهوا قال فلا يحرم فلا يحرم بالحج إلا فيها أما العمر أحرم حيث وأن من أحرم بالحج يجب عليه أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال حتى لا يفسد حجه أو ينقص أجره إما أن يفسد بالكلية أو ينقص الأجر كيف أرأيتم من جامع مرأة وهو محرم فسد حجه ولا لا بالإجماع فسد حجه ومن كذب كذبا أو قال باطل وهو حج فسد حجه آه والله والله ما فسد أين نحن نقص أجره لأن العبارة كما تسمع قال وأن من أحرم بالحج يجب عليه أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال حتى لا يفسد حجه أو ينقص أجره إذن يفسد بالجماع تبهتم وينقص بفعل الحرام قال وانتدب الحاج إلى فعل الخير من صدقة وغيرها فقال تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله ولازمه أنه يثيب عليه ويجزبه وأمر الحجاج أن يتزود لسفارهم في الحج بطعام وشراب يكفون به وجوه عن السؤال فقال وتزود وأرشد إلى خير الزاد وهو التقوى ومن التقوى عدم سؤال الناس أموالهم والعبد غير محتاج فإنتم هذا في من يسأل يوفر في المال وهو غير محتاج أكثر المتسولين هكذا عندما يموت يجد عنده الألوف لأنه آلف اعتاد وإلا المؤمن ما يسأل أبدا فإن جاعوا اشتد ما يقول أعطيني مئة ريال قول اشتري القرص عيش على قدر حاجتي أو يقول تعش معك الليلة لا إله إلا الله أين أمتنا من هذه الكمالات قال وأمر الحجاج أن يتزودوا لسفارهم في الحج بطعام وشراب يكفون به وجوهم عن السؤال فقال وتزودوا وأرشد إلى خير الزاد وهو التقوى ومن التقوى عدم سؤال الناس أموالهم والعبد غير محتاج وأمرهم بتقواه عز وجل أي بالخوف منه حتى لا يعصوا في أمره ونهيه فقال والتقوون يا أولينا الباب والله أحق أن يتقى لأنه الواحد القهار ثم أباح لهم للتجار أثناء وجودهم في مكة ومين فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعيدوا رزقا حلالا بطريق التجار المباح ثم أمرهم بذكر الله تعالى في مزدلفة بصلاة المغرب والعشاء والصبع فيها وذلك بعد إفاظتهم من عرفة بعد غروب الشمس فقال عز من قائل فإذا أفضتم من عرفات فأذكر الله عند المشعر الحرام كلام مفهوم ولا لا فهمتموا لا نحتاج إلى بيان واضح ثم ذكرهم بنعمة هدايته لهم بعد الظرال الذي كانوا فيه وانتدبهم إلى شكري وذلك بالإكثار من ذكري فقال تعالى واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالين ثم أمرهم بالمساوات المساوات بين النساء ورجل المساوات في عرفة موقف واحد لا الغني هنا والشريف هنا والفقر هنا لا كلنا سوا بالمساوات في الوقوف بعرفة والإفاظ منها كذلك فليقفوا كلهم بعرفات وليفيضوا جميعا منها فقال عز وجل ثم أفهض من حيث أفاظ الناس وذلك أن الحمس كانوا يفيضون من أدنى عرفات ثم حتى يتجنبوا حتى ينجوا من الزحم ويسلموا من الحاطمة وأخيرا أمرهم باستغفار الله أي طلب المغفر منه ووعدهم بالمغفر بقول واستغفر الله إن الله غفور ونحين عجب هذا القرآن هذا يقع الموتى أسألكم بالله يتعلم الميت يعني من حول قراءة القرآن من الأحياء إلى الموتى العدو من هذا العدو ذاك المركب من ثلاث حيات اليهود المجوس النصار ووالله إلى الآن يتآمرون على الإسلام بشتى أنواع التآمر ومن جملة ما نجحوا فيه حولوا القرآن بدل ما يجتمع اثنين وثلاث يقعون القرآن ويتدبروا لا إلى الموتى فتمروا بمدن العالم الإسلامي في الشوارع إذا سمعت القرآن يقع في بيت علمت فيه ميت لا إله إلا الله وأصبح طلبة القرآن والله ما يتعلمون إلا ليقعوه على الموت ليحصلوا على الطعام وشيء من الدراهيم وكانت ناقابة الناقابة موجودة مات ميت اتصر قاله مات عند وحد تويت كم طالب قال عشرة من فئة مياه لم فئة خمسين عربتم والدات رحمة الله عليها وقد تاب الله عرفت وماتت موحدة كنت صغير في حجرة يتيم تقول يا ربي اجعل والدي طالبا أو جزارا ما معنى الجزار تعرفون يجي باللحم الجزار يأتي يذبح الشاي يبيعها يأتي بالطعاء باللحم ليه يفضل يأتي بالقلب بالرئى بكذا يا ربي اجعل والدي طالبا أو جزارا حتى يأتي باللحم اللحم ما نأكل إلا من الموسم الموسم فهمنا ولا لا لكن اللي بنها طالب يمشي الموت يقع ويجيب اللحم في منديله حرفتم ويقدم لوالدته فهي تطلب هذا فهمتم ولا لا القرآن يوقع على الموت واسمع والله لو كنا في ذلك الوقت ما يستطيع شيخ ماذا يتكلم ويقول قال الله يأمون بالحجار أنت أنت تقول قال الله تعرف كلام الله حرام هذا صواب خطأ وخطأ وخطأ كفر ويسد أذنه حرام المسلمين من تلاوة كتاب الله وفهمه والعمل به تماما حتى هبطنا لما هبطنا راكبوا على ظهورنا أستعمرون استذلون فعلوا فينا العجائب وما زلنا سك إلى الآن لم نوفق ومن قال لي ما كم صرخنا على هذا الكرسي يقول هيا نعود إلى الله تعالى بأيسر طريق وأسأله فقط يا أهل القرية مؤمنون وإلى لا مؤمنون إذن من غد لا يتخلف واحد من دسائكم ولا وجالكم ولا أطفالكم عن صلاة المغرب في هذا المسجد لنتعلم الكتاب والحكمة كل ليلة طول العمر يبقى جاهل في القاريان أو جاهلا وإذا انتفى الجهل وحل العلم يقع الزنا اللواط السريقة الكبر الغش الخداء يبقى من يجوع وإقوانه شباع من يعوى وإقوانه كسة والله ما يكونه ومع هذا هل أفقن استجابنا لا لا إله إلا الله المشعر الحرام ما هو هذا ما المشعر الحرام مزدرفا وذكر الله تعالى عندها هو صلاة المغرب والعشا جمعا بها وصلاة الصبح الآن عرفنا هذه المفادات زدنا علما ولا لا إليكم شرحها في التفسير قال معنى الآيات ما زال السياق في بيان أحكام الحج والعمراء فأخبر تعالى أن الحج له أصحور معلومة وهي شوال والقعدة وعص ليالي من الحج الحج والحج والقعدة والقعدة كلها جائزة انتبهوا قال فلا يحرم بالحج إلا فيها أما العمر أحرم حيث شئت وأن من أحرم بالحج يجب عليه أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال حتى لا يفسد حجه أو ينقص أجره إما أن يفسد بالكلية أو ينقص الأجر كيف أرأيتم من جامع مرأة وهو محرم فسد حجه ولا لا بالإجماع فسد حجه ومن كذب كذبا أو قال باطن وهو حج فسد حجه والله ما فسد أين نحن نقص أجره لأن العبارة كما تسمع قال وأن من أحرم بالحج يجب عليه أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال حتى لا يفسد حجه أو ينقص أجره إذن يفسد بالجماع تباتم وينقص بفعل الحرام قال وانتدب الحاج إلى فعل الخير من صداقات وغيرها فقال تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله ولا يزمه أنه يثيب عليه ويجزي به وأمر الحجاج أن يتزودوا لسفارهم في الحج بطعام وشراب يكفون به وجوههم عن السؤال فقال وتزودوا وأرشد إلى خير الزاد وهو التقوى ومن التقوى عدم سؤال الناس أموالهم والعبد غير محتاج فإنتم هذا في من يسأل يوفر في المال وهو غير محتاج أكثر المتسولين هكذا عندما يموت يجدون عنده الألوف لأنه آلف اعتاد وإلا المؤمن ما يسأل أبدا فإن جاعوا اشتد لا ما يقول اعطيني مئة ريال قول اشتري القرص على قدر حاجتي أو يقول تعش معك الليلة لا إله إلا الله أين أمتنا من هذه الكمالات قال وأمر الحجاج أن يتزودوا لسفارهم في الحج بطعام وشراب يكفون به وجوهم عن السؤال فقال وتزودوا وأرشد إلى خير الزاد وهو التقوى ومن التقوى عدم سؤال الناس أموالهم والعبد غير محتاج وأمرهم بتقواه عز وجل أي بالخوف منه حتى لا يعصوا في أمره ونهيه فقال والتقون يا أولينا الباب والله أحق أن يتقى لأنه الواحد القهار ثم أباح لهم للتجار أثناء وجودهم في مكة ومنا فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعيدوا رزقا حلالا بطريق التجار المباحة ثم أمرهم بذكر الله تعالى في مزدلفة بصلاة المغرب والعشا والصبع فيها وذلك بعد إفاظتهم من عرفة بعد غيوب الشمس فقال عز من قائل فإذا عفظتم من عرفات فأذكر الله عند المشعر الحرام كلام مفهوم ولا لا فهمتم لا نحتاج إلى بيان واضح ثم ذكرهم بنعمة هدايته لهم بعد الضغال الذي كانوا فيه وانتدبهم إلى شكره وذلك بالإكثار من ذكره فقال تعالى واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالين ثم أمرهم بالمساوات المساوات بين النسى ورجل المساوات في عرفة موقف واحد لا الغني هنا والشريف هنا والفقر هنا لا كلنا سوا بالمساوات في الوقوف بعرفة والإفاظ منها كذلك فليقفوا كلهم بعرفات وليفيدوا جميعا منها فقال عز وجل ثم أفيد من حيث أفاض الناس وذلك أن الحمسا كانوا يفيضون من أدنى عرفات ثم حتى يتجنب حتى ينجو من الزحم ويسلم من الحطمة وأخيرا أمرهم باستغفار الله أي طلب المغفر منه ووعدهم بالمغفر بقوله واستغفر الله إن الله غفور ورحيم عجب هذا القرآن هذا يقع الموتى أسألكم بالله يتعلم الميت يعني من حول قراءة القرآن من الأحياء إلى الموتى هالعدو من هذا العدو ذاك المركب من ثلاث حيات هاليهود المجوس النصار ووالله إلى الآن يتآمرون عن الإسلام بشت أنواع التآمر ومن جملة ما نجحوا فيه حولوا القرآن بدل ما يجتمع اثنين وثلاث يقعون القرآن ويتدبر لا إلى الموتى فتمروا بمدن العالم الإسلامي في الشوارع إذا سمعت القرآن يقع في بيت علمت فيه ميت لا إله إلا الله وأصبح طلبة القرآن والله ما يتعلمون إلا ليقعوه على الموتى ليحصلوا على الطعام وشيء من الدراهن وكانت نقابة النقابة موجودة مات ميت اتصر قالوا مات عند وحد تويت كم طالب قال عشرة من فئة مياه لمفئة خمسين عربتم والدتي رحمة الله عليها وقد تاب الله عرفت وماتت موحدة كنت صغير في حجرة يتيم تقول يا ربي اجعل ولدي طالبا أو جزارا ما معنى الجزار تعرفون يجيب اللحم الجزار ياتي يذبح الشاي يبيعها ياتي بالطعاء باللحم ليه يفضل ياتي بالقلب بالرئة بكذا ياب اجعل والدي طالبا أو جزارا حتى ياتي باللحم اللحم ما نأكل من الموسم الموسم فإن وإلى لا لكن اللي بنها طالب يمشي الموت يقع ويجيب اللحم في منديله حرفتم ويقدم لوالدتي فهي تطلب هذا فهمتم وللا القرآن يوقع على الموت واسمعوا والله لو كنا في ذلك الوقت ما يستطيع شيخ ثم هذا يتكلم ويقول قال الله يأمونه بالحجار أنت تقول قال الله تعرف كلام الله حرام هذا صواب خطأ صواب خطأ وخطأ كفر ويسد أذنه حرام المسلمين من تلاوة كتاب الله وفهمه والعمل به تماما حتى هبطنا لما هبطنا راكبوا على ظهورنا استعمرون استذلون فعلوا فينا العجائب وما زلنا سك إلى الآن لم نفق ومن قال المسلمة كم صرخنا على هذا الكرسي يقول هيا نعود إلى الله تعالى بأيسر طريق وأسل فقط يا أهل القرية مؤمنون وإلى لا مؤمنون إذا من غد لا يتخلف واحد من دسائكم ولا وجالكم ولا أطفالكم عن صلاة المغرب في هذا المسجد لنتعلم الكتاب والحكمة كل ليلة طول العمر يبقى جاهل في القاريان أو جاهلا وإذا انتفى الجهل وحل العلم يقع الزنا اللواط السريقة الكبر الغش الخدا يبقى من يجوع وإخوان شباع من يعوى وإخوان كسة والله ما يكون ومع هذا هل أفقنا استجابنا لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسب والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون هذا كلام من كلام الله الحمد لله الحمد لله أن عرفنا الله وعرفنا رسوله وأنزل علينا كتابه فأصبحنا نتلو كلامه ونسمع كلام الله ما رأيناه للضعفنا وقصر طاقتنا على رؤية ربنا إن لو كشف الحجاب عن وجهه لحترق الكون ولكن الحمد لله هذا كلامه نتلو ونتدبره ونعمل بهداية الله فيه أي تنمى عظم من هذه نعمة والله لا يتوجد الشيق والغرب بلايين البشر لا يعرفون الله عز وجل ولا يسمعون به ولا يعرفون له كلام ولا شرع ولا تقنين ولا رحم ولا ولا يعيشون كالبائم والله لأشر من البائم إن الذين كفروا من أهل كتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة من شر الخليقة لا تقل الحياة الذئاب الثعاب لا تلك طاهرة شر من كفروا بربهم وتمكّوا له وعرضوا عن ذكره وخرجوا عن طاعته وعبدوا الشهوات والآواء والشياطين وتمثلوا في أصنام وتماثيل أولئك شر الخلق الحمد لله اسمع ما يقول تعالى لنا ونحن حجاج حجاج بيته يعلمنا يرشدنا يقول فإذا قضيتم مناسككم أكملتموها أتممتموها أحرمتم وطفتم ووقفتم بعرفا ونزلتم للضياف الإلهية في منا ثلاثة أيام للتهيء إلى العودة إلى الديار فإذا قضيتم مناسككم ماذا تفعلون قال فاذكروا الله اذكروا الله بألسنتهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله هذا ذكر الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أيام كنتم تجتمعون فيهنا للمفاخر المباهات وإنشاد العشعار والتباهب القبيلة وزعمائها في عهد الظلام عهد الجاهلية فاذكروا الله كما كنتم تذكرون آباءكم إذ كانوا كظر مشركين لا يعرفون الله فيذكرون آباءهم وأجدادهم هذا فعل كذا وهذا فعل كذا أو أشد ذكر نعم بل أشد ذكر لأن ذكر الله يرفعهم وذكر الآباء والأجداد يهبط بها ولكن من بابه ما كنتم تذكرون أيام وتفاخرون ثلاث أيام وأنتم تذكرون أجدادكم وإن لا الآن هذكروا ربكم أشد ذكر ومن ثم ومن ثم طول الليل والنراء ونحن في ذكر الله لا شيء ما عند عمر جمرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع مرات ننزل على الثانية مثل ذلك على الثالثة وكلنا ذكر إذا صلينا الصررات الخامس من ظهر يوم العيد إلى عصر اليوم الثالث ونحن في بيوت الله في الشرق في الغرب في كل مكان ما إن نسل من الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثلاث مرات في العالم بأسره الحمد لله استجبنا لربنا وإلى لا فإذا أقضيتم مناسككم ماذا تفعلون فأذكر الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراء ثم قال تعالى مزيحا استيطار عن صورة انتبئوا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا طيلة ما وفي الحج ويسأل الله الزوجة الولد البقى الشات المنصب الوظيفة لا يسأل الله فيه هذه ولا يهد بالله هذا هابط ولا لا الله عصق بالأرض نسي الله والدار الآخر مرة واحدة همه يرفع كفة يا رب زوجني يا رب نصوني على فلان يا رب قوي مساعية أكثر هذا موجود والله لموجود أيخبر الله تعالى وتشك فمن فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ماذا ما بيّنت لكم وما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب همه الدنيا وهذا تطلع الشمس أو يطلع النهار وتقبل البشرية على العمل ثلاثة أرباح لا خمسة وتسعيف المئة لا يسألون الله إلا الدنيا مع أنها زائلة وفانية ومنتنة وعافنة وكلها بلاء وشر ومعاذ كل الطاقات والجهود على الدنيا علة هذا الكفر والجهل الكافرون كافرون والمؤمنون جهل ما يعرفون هذا إخبار العليم الحكيم ولا لا فمنهم من يقول ربنا هاتنا في الدنيا وما له في الآخرة من مصير أبدا مصير عالم الشقاء إلى الأبد ومنهم اللهم اجعلنا منهم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقناع عذابا ما هذه الدعوة اسمعوا وأنا الآن أودعكم الذي يسمى هذه الدعوة في المجلس وما كان يحفظها ولم يحاول أن يحفظها الليلة ويعود بها إلى بيته ويدعو بها بشه بأنه لا ميت لا تنزعجوا هذا الواقع كيف دعوة يعلمها الله أولياء ويبشيهم بقبولها وأنت لا تبالي حافظت يقول بها ما تقول امشي إلى المقهى خيال ماذا ما قامت ما هذه الدعوة قولوا ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخر حسن وقنا عذابا حتى لو كنت ما كنت في لغتك سهل عليك أن تحفظ ما هي ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخر حسن وقنا عذاب النار لا دعوة أجمع من هذه الدعوة إذا عطاك حسنة الدنيا لا تأسأل عن الأبناء والزوج والإخوان والصلاح والطول حسنة الدنيا وعطاك حسنة الآخر أو الجنة ووقاك النار وصلافك ماذا بقي لك وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يدخل الجنة يوم الحاشر والعساب رجل قبله قطر أول من يدخل الجنة لا إبراهيم ولا موسى ولا إيسا كان إذا طاف في عمره الثلاث أو في حجه يختم الشوط بهذه الدعوة يبدأ بالحجر الأسعد ويطوف عندما يقاربه يدعو بهذه الدعوة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة وقنا عذابا في كل شوط وهو مبشر بالجنة هو صاحب المفتاح بإذن الله ونحن نطوف ولا نذكرها ومنهم اللهم اجعلنا منهم من يقول في تلك أيام المشرقاء أيام الحج ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة وقنا عذابا أولئك الأشراف السامون الأعلى لأنه أشعر إليهم بلا بكاف البعد أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سليل لهم نصيب عظيم مما كسبوا من الصالحات إيمان العمل الصالح والله سريع الحساب يعني موقفهم في ذلك اليوم الذي يطول خمسين ألف سنة يدخلون الجنة في فترة كما بين الصبح والظهر لأن الله يحاسب بسرعة سريع الحساب إذن وقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات هذا أمر الله وللا موجه إلى من إلى كل مؤمن ومؤمنا حتى ويو لم يكن في الحج ما قدمنا أن تلك الأيام الثلاثة يذكر الله فيها في العالم بأسره بعد الصلاة الخمس سلمنا من صلاة الصبح أستغفر الله أستغفر الله صلى الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والمسجد كله داوي بهذا في العالم بأسره إن كنا عالمين ثلاثة أيام واذكر الله في أيام كم معدودات معدودات من بين العدد الموكل ببيان كلام الله هو رسول الله سبحانه معدودات عدا يوم العيد ويومان بعده واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين بمعنى تعجل الصفر والعودة إلى آله العيد كما علمنا أفراض وحلق و استراح يزيد يوم أول يوم ثاني يرمي الجمر ويودع ويودع يودع من أرب يطور بالبيت مع السلامة ولا شيء ومن تأخر إلى اليوم الثالث حتى رمى الجمرات بعد العصر أو بعد الضوء ومع السلامة يودع ويمشي تفهمون هذه الآية اسم اسم واذكروا الله في أيام المعدودات ما هذه الأيام المعدودات أيام التشريق الثلاثة لما قيل في أيام التشريق التشريق نشرق فيها ماذا الغنم نذبحها اي نعم وهو كذلك دال على هذا مات نذبح الذبائح أيام التشريق وأيام التشريق هي يوم العيد ويومين ثلاث أيام بعده أو يومين لما تعجل قال ومن تأخر ما استعجل فلا يثم على الأول والثاني مع مراحظة لمن اتقى لا يقول قائل قد نفى الله عين الإثن في هذا اليوم خليه نفسق نفجر لمن اتقى الله فلم يخرج عن طاعته ولم يفسق عن أمره بعض الطماعين والشياطين تزين يقول هذا اليوم ما فيه شيء لا إثم علينا فيشرب فيشرب المحرم أو يأكل الحرام أو ينهج عرض مؤمن أو يسلب ماله ويقول هذا اليوم ما فيه إثم انتبهتم لهذا الاحتراس ولا لا إسمع النص كيف واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله لما يعمر بالتقوى دائما لن تنتظم حياة البشر على صفح هذا الأرض إلا على قانون تقوى الله عز وجل إن تقوى الله لا سرق لا خيان لا حرب لا كذب لا خداع لا قش لا باطل لا ظلم لا جر لا 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 لأن تقوى الله تورث هذا الكمال فسقوا ما تقوى الله يا ويلهم حياة حياة الحيوانات والبهايم يأكل بعضها بعضا وهل يبكر السامعون منزلة التقوى قولوا ما هي بها تتحقق ولاية الله للعبد الإيمان أولا وتقوى الله ثانيا فأيما بشري على الإطلاق أبيض أو أسفر آمن حق الإيمان واتق الله إلا والله لقد أصبح من أولياء الله وقرأوا لذلك قول الله تعالى ألا 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 إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون إذن بمت تتحقق ولاية الله بالإيمان وتقوى رحمان هل يمكن أن يوالي الله عبدا ما آمن به ولا اتقى والله ما كان الآن عرفتم أنتم ما لم يعرف أباكم وأجدادكم قبل هذه الحركة الإصلاحية تدخل إلى القاهرة المعزية أو إلى بمشق أو كاراتي إسطنبول راصمة العالم الإسلامي تدخل وتلتقي به مواطن السلام عليكم وعليكم السلام يا أخي أنا أتيت زائر من بلاد بعيدة فدلني من فضلك على ولي من أولياء هذه البلاد والله ما يقودك إلا إلى قبر عليه قبة وضرح ولا يفهم أن في إسطنبول وطار ولي يمشي بالشاهة هل فهمتم هذه كيف الشيخ يحلف على علم ما نعف ولي إلا من عبد ذبح أكلاء الذبائح وأقسم باسمه واتفح له النساء ورجال وأكف عليه وظاره هذا هو الولي فيكم من يكذب يرفع راسه في راجع التاريخ وما هو السر من فعل بنا هذا سيدنا علي لما مالك أبو حنيفة من فعل بنا هذا الثالوث الأسود ما الثالوث الأسود يا شيخ ذاك المكون من المجوث واليهود والنصار لماذا تكون هذا الثالث للانتقام عشكس أسقطه الإسلام اليهود حرموا من آمالهم وما كانوا يتأملونه النصار رشاه النور الإسلام فصاح أغربان والقصص وقالوا ما بقي لنا وجود هيا نتعاون مع من مع الموتوين فوجدوا عبد الله بن سبع زعيم اليهودي وفلان فلان وكونوا منظمة عالمية لغرض الإسلام نجحوا نجحوا من مظاهر نجاحهم أن القرآن الكريم الذي هو الروح ولا حياة بدوني والله الذي سماه روحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وما حياة المسلمون في القرون الذهبية والله إلا على القرآن لأنه روح وما كانت تلك الأشيعة وذلك الكمال البشري إلا على روح القرآن أهل القرآن روح حيت هذه الأمة وخاصة العرب الذين كانوا لاصقين بالأرض لا وجود لهم ولا قيمة أهل القرآن ماذا نصنع ما يمكن أن نأخذه من قلوبهم أبدا ألا يحفظون النساء ورجال ما ينفع هيل أبدا إلا أننا نحذال عليهم حتى يتخلى عنه ويتركوه للموتى فلا يجتمع اثنان على قراءة آية وتدبئها وفهم مراد الله ونجع قرون عدة والعالم الإسلامي لا يجتمع على القرآن إلا على الموتى سمعتم وإلى لا أيها الأحداث اسألوا الكبار الشيوخ يعلموكم لا يجتمع اثنان ولا عشر على تلاوة آية وتدبئها وفهم مراد الله منها للنهوض والعمل بما فيها أبدا إذا مررت بحي زقاق أسمعت القرآن يقع اعلم أن ميتا هنا فقط ناجحوا ولا لا قل ما نجحوا ناجحوا وإلا كيف مزقونا واستبدوا بنا واستعمارونا وجهلونا واستغلونا وأذلونا وواواوا كيف ما نجحوا سؤلاء الله تتبدل أروح سأسلبوها ميتنا افعلوا ما شئتم عندكم هذه ولا لا بلغوها للعالم ما نستطيع لأننا هبطنا ما نقوى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يجلس ويقول يا ابن أم عبد يا عبد الله اقرأ علي شيء من القرآن فيعجب عبد الله يقول أعليك أنزل وعليك يقرأ يقول نعم إني أحب أن أسمع من غيره وأنتم ينحاضرون هل رأيتم رجلا قال يا أخي تعالق علي شيء من القرآن تحظل لشاجر أو جدار أو في مسجد أو في مصنع أبدا لأننا وريثنا هذه ها القرآن تفسيره صوابه خطأ وخطأه كفر فحرموا أمة الإسلام من الروح فماتت ري واضحة وإلى لا لأن تتعلم هذه خير لك من خمسين ألف ويال تعود بها إلى بيتك أو إلى دفع إن كنت ذا روح تلقى إلى السماء والثانية لماذا حصل الولاية ولاية الله في الموت كيف فسن هذه الظاهرة الاجتماعية السياسية الأدبية ما هو السر حصل الولاية فقط في الموت أتدون لماذا أعلمكم بإذن ربي أنهم يريدون أن يستبيح فروج نسائنا وأموالنا وأعراضنا ودماءنا وووو لأنهم ما يخافون منا ما نحن بأولية أما الولي فأرتعد فرائصهم لأن الله قال من عاد لوليا فقد آذنته بالحرب حتى إن الرجل إذا فجر ما يمر بقبر الولي يا أخار تحلق بالله يحلب بالله سبعين مرة احلب بالشيدي فلنا ما يعني أخار حتى إن القضاءات أصبحوا يحلفون بالأولياء يقول دفاعنا حقوق الناس يقول هو يحلب بالله يحلب سبعين مرة أحلب بسيدي فلان ما يحلب ما ضنصنا عن القاضي أنا مسؤول عن يعطائي الحقوق والمحاضضة عليها إذن فلما حصروا الولاية في الموتى أهل أحياء مهم بأولية سب أشتم مزق قول افعل بهم احتال عليهم أمكوا بهم لا تخاف مهم أولية فزال الأمن والطهر والصفاء والإخاء والمود والولاء وأصبح المسلمون كالبهائم يأكل بعضهم بعضا إلا من رحم الله صح هذا ولا لا لأنك لو عرفت هذا ولي ما تستطي حتى أن تفتع إنه يكثر ولي الله والله يقول من عاد لوليا فقد آذنت بالحرب فجاءوا فقلبوا الوضع وحصروا الولاية في الأموات كما حصروا القرآن في الأموات تمشي إلى الضريح تركب سيارة قطار جمل تجد الناس حوله ليلة الجمعة أو الأثنين والبكاء والتمرق وكذا والدعاء والصياة أكثر من الطائفين بالبيت الآن فهمتم يكفيكم هذا وكم سنة ونحن نصر هذا الصور أسمع أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ما زن فالطرابات وشقوك أو أهم تبهتم آه هذا الشيخ هذا عميل هذا تبهتم هذا عميل ذنب هذا كذا يقولون كلام يعجز عنه الشيطان وإن كان هو الذي يمليه ولا شيء إلا لصعفي النفوس عن الهداء ليبقى الظلال كما هو والفزاد وحر قلباه ممن قلبه شبر إذن معاصر مستمعين ومستمعات إليكم شرح هذه الآيات في الكتاب أولا مفرداتها شرح الكلمات قضيتم ما معنى قضيتم أديتم كذا وفرغتم فإذا قضيتم مناسككم كيف قضيناها أديناها وفرغنا منها قال المناسك فإذا قضيتم مناسككم ما هي المناسك هذه واحدها منسك ما المناسك قال جمع منسك وهي عبادات الحج المختلفة من الحرام إلى الطواف إلى الوقوف بعاض إلى المبيت بمجذرف إلى ذي كلها مناسك ولا لا الواحد منسك بمعنى مطهر يطهر روح البشرية منسك بمعنى مطهر كل ما تقوم بمنسك طهرت نفسها قال الخلاق الخلاق أو الخلق الخلاق ما معنى الخلاق هذا النصيب ما له في الآخر من خلاق أي من نصيب لما سمي الخلاق نصيب لغة القرآن والعرض ما هي بربريتنا ما ألفناها فقط ليس له من نصيب أو من خلاق قال حسن ربنا آتنا في الدنيا حسن ما هي الحسن قال كل ما يصر ولا يضر عبارة طيفة كل ما يصر ولا يضر إذ يوجد شيء يصر ويضر مار بحسن سيئة ويوجد ما يضر ولا يصر بالمرة هذه أقبح سيئة فلاحظ الحسن كل ما يصر ولا يضر من زوجة صالحة من ولد صالح من رزق حلال وحسنة الآخرة النجاة من الله ودخل الجنة هذا الدعاء الإيجاز قال قنا وقنا عذابنا ما معنى قنا وقاه يقيه وقايا والوقايا ما تقي بها نفسك من الشمس أو الحاوة أو البلد قنا بمعنى احفظنا ونجنا من عذاب النهار أولئك لهم نصيب ما معنى النصيب حظ وقسط من أعمالهم الصالحة ودعاهم الصالحة الأيام المعدودات ما هي أيام التشريق الثلاثة بعد يوم العيد تأكد تعجل في يومين بمعنى يوم الأول والثاني وسابر هذا ما نتعجل يوم العيد لا يحسب ما هو يوم يوم تحلل ومن تأخر أي رمى لأيام الثلاثة كلها وقول لمن اتقى أي للذي اتقى ربه بعدم ترك واجب أو جابه عليه أو عدم فعل حرام حرامه عليه ما معنى تحشرون واتقوا الله الذي يتحشرون من يحشرون الملائكة مشتتون فالأرض من يحشرون ويقودون إلى ساحة فصل القضاء والحكم لليه الملائكة يوم يقوم ويحر الملائكة صفى في من يهرب حشر هذه مفعدات يستعين بها الطالب على الفهم اللغوي أعلمني قبل الوقت بخمس دقائق عندنا دعا أو شكوى الآن تسمعون الشرح في الآيات هذا كتاب أيسر التفاسير أسهل التفاسير قبل أن أمود أقول لكم درسنا التفاسير وتصفحناه وعرفنا لا يوجد تفاسير بهذا المستوى في السهولة واليسر والبيان أبداً ولا تقول الشيخ يمدح كتابه نقول هذا من أجل أن يفهم العالم الإسلامي أما أنا ماذا أستفيد أجل عند الله سميتم والله المفروض لا يدرس هذا في كل العالم الإسلامي إلا بد من فهم مراد الله من كلامه ولا لا فإذا كان هذا التفاسير يشرح بسهولة ويبين بيقين وسلامة العقيدة قبل كل شيء لا خرابة لا 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 تجيل لا حكالات لا قصص لا عاجب فما سسمعون لماذا ما يجتم عليه المسلمون لما يحيون إن شاء الله يتم هذا اسمع معنى الآيات قال بعد هذه الآيات الأربع أو بهذه الآيات الأربع انتهى الكلام على أحكام الحج هذا آخر كلام في الحج ولا لا في هذه الآيات من صوة البقعة ففي الآية الأولى وهي رقم متين قال يرشد تعالى المؤمنين إذا فرغوا من مناسكهم بأن رموا جمرة العقبة ونحروا وطعفوا طواف الإفراضة واستقروا بمنا للراحة والاستجمام أن يكثروا من ذكر الله تعالى عند رمي الجمرات وعند الخروج من الصلوات ذكرا مبالغا في الكفر منه على النحو الذي كانوا في الجاهلين يذكرون فيه مفاخر آبائهم وأحساب أجدادهم وبين تعالى حالهم وهي أن منهم من همه الدنيا فهو لا يسأل الله تعالى إلا ما يهمهمنا وهذا كان عليه أكثر الحجاج في الجاهلية وأن منهم من يسأل الله تعالى خير الدنيا والآخرة وهم المؤمنون الموحدون فيقول تعالى عنهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذا متضمن تعليم المؤمنين وإرشادهم إلى هذا الدعاء الجامع والقصد الصالح النافع فلله الحمد والمنا وفي الآية الثانية بعد المئتين يخبر تعالى أن لأهل الدعاء الصالح وهم المؤمنون الموحدون لهم نصيب من الأجل على أعمالهم التي كسبوها في الدنيا وهو تعالى سريع الحساب فيعجل لهم تقديم الثواب وهو الجنة وفي الآية الثالثة بعد المئتين يعمر تعالى عباده الحجاج المؤمنين يعمرهم بذكره تعالى في أيام التشريق عند رمع الجمار وبعد الصلاوات الخمس قائلين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثلاث مرات إلى عصر اليوم الثالث في أيام التشريق ثم أخبرهم الله تعالى بأنه لا حرج على من تعجل الصفر إلى أهله بعد رمي اليوم الثاني كما لا حرج على من تعخر فرمى في اليوم الثالث فقال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فالأمر على التخيير وقيد نفي الإثم بتقواه عز وجل فمن ترك واجبا أو فعلم حرما فإن عليه إثم معصيته ولا يطهر منها إلا التوبة فنفي الإثم مقيد فنفي الإثم مقيد بالتعجل وعدمه فقط أما مع الإثم ما ينفى إلا بالتوبة فكان قوله تعالى لمن اتقى قيدا جنيلا ولذا أمعهم بتقواه عز وجل ونبعهم إلى مصيرهم الحتم وهو الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى فليستعد لذلك اليوم بذكره وشكره والحرص على طاعته فأنتم إن شاء الله هذه الآيات بعد تفسيرها ما نستخرج منها دورا غالية ما يسمى بالفوائد هذا مما امتاز بهذا التفسير أولا وجوب الذكر بمنى عند رمي الجمارات إذ يكبر مع كل حصاة قائلا الله أكبر دلت عليه الآيات ولا لا ثانيا فضيلة الذكر والرغبة فيه لأنه من محاب الله تعالى الله يحب الذكر وكيف وقد أمر به فاذكر الله رابعا ثالثا فضيلة سؤال الله تعالى الخير أو الخيرين وعدم الاقتصار على أحدهما وشره الاقتصار على طلب الدنيا وحدها رابعا فضيلة دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخر حسن وقنا عذاب النار فهي جامع للخيرين معا فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت يختم بها كل شهور ولا تفمن هذا خاص بالطواة كل يوم ندعو بهذا الدعاء ليلة نهارة قال خامسا وجوب المبيت ثلاثة ليال بميناء ووجوب رمي الجمارات إذ بها يتأتذك الله في الأيام المعدودات وهي أيام التشريح إذا مات بيث كيف تذكر سادسا الرخصة في التعجل لمن رمى اليوم الثاني الرخصة سابعا الأمر بتقوى الله وذكر الحشر والحساب والجزاء إذ هذا الذكر يساعد على تقوى الله عز وجل يساعد أنا أقول دائما أتحدى هل يستطيع أحد أن يذكر الله بقلب ولسانه ويمد يده ويسرق هل يذكر الله بقلب ولسانه وينظر إلى مرأة بين يديه ويتابع بالنظر والله ما كان هل يستطيع أحد أن يذكر الله بقلب ولسانه ويذبح خاه مستحيل فلهذا لا حصان أكثر من الذكر ولن يقع في المعاصي والجرائم إلا ترك لذكر الله ونازيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهرك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإذن فحسب جهنم ولا بئس المهاد ومن الناس من يشهي نفسه ابتغاء مرضات الله والله وعوكم بالعباد هذه الآيات الأربع نزلتا في شخصيتين إحداهما ملعونة وثانيتهما مرحومة الأولى شخية الأخنستي بن شريق من شياطين المشركين والثانية في من صهيب الرومي صهيب الرومي رضي الله عنه وآله وهيا نتأمل الكلمات الإلهية كلمة كلمة ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد قصام من القائل ومن الناس من يعجبك الله يخاطب ويحدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أتباعه صلى الله عليه وسلم يتناولنا الخطاب وإلى لا يتناولنا ما آمنا حق الإيمان وأسلمنا قلوبنا ووجوها لله ومن الناس شخصية عافنا خبيثة ممتنة لأنه ما بعد الكفر وسخ ولا دنس فكيف إذا أضيف عليه المكهو التمرد والكذب والنفاق بئسة الحالية والصيغة صيغة تعجب ومن الناس من يعجبك قوله إذا تكلم في الدنيا والطبخ في النخل في التجارة في الحرب تعجب بكلامه لبراعة وطراقة لسانه وذلاقة كلامه عجب وإذا تكلم يشهد الله الله يشهد أني ما قلت إلا حق أشهد الله أنه كذا وكذا وهو كاذب 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 وإنما يجد التمويه والتغطية والتغليل ويشهد الله على ما في قلبه وهو آلد الخصام بارع في الخصومة شديد قوي لأن إبليس يمده بالطاقة إلا هنا يشهد الله على ما في قلبه استنبطنا منها أن المؤمن إذا قال أشهد الله على كذا الله يشهد أني كذا والله يعلم احذر يا عبد الله أن تكون كاذبا فتقع في هذه الهاوية فلا تقول أشهد الله على ما قلت الله يشهد على ما قلت الله يعلم أني كذا ينبغي أن تكون صادقا وإلا هي الحالقة لأن هذا المسلك سألك أول أقنس وانظر واسمع ما توعده الله ومن الناس ناس يعجبك قوله في الحياة الدنيا أيدا تكلم في أمور الحياة اللباس الطعام الحكومة الدولة السفر تعجب بيان فصاحا ويؤكد أقوالا وعارب كلمه يشهد الله على كذا أشهد الله الله يعلم حتى يموه ويغرق الناس في الأوهام والباطل والله فضعه شر فضعه وإذا تولى حكم وساد واستولى أهلك سعاف الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرط والنسل الحرط كل ما يحرط ويوضع من الحبوب والثمار إلى غير ذلك والنسل كل الحيوانات الإبن البقى المهم يدمر الحياة وإذا تولى راجع من مجلسها وانصرف عنه وغاب عن حضرتك أهلك الحرط والنسل فكيف إذا تولى بمعنى حكم وتصلط دم الحياة كلها إذن والله لا يحب الفساد ويكره وإذا كره الفساد يكره المفسد من باب أولى إذ هو الذي جرى الفساد وأتى به والفساد في الأرض عرفه أهل هذا الدرس هل تذكرونه بما يكون الفساد في الأرض يا حمكم الله لا فضفوك أين أنت قل الفساد في الأرض يكون بالشرك والمعاصي بما يكون الفساد لتتعفن وتصبح بلا وشرا ولا خير فيها إذا ساد الشرك وعبد غير الله وعصي الله عز وجل بمخالفات أوامره ونواهه قاريه يدخلها شخص يروج فيها الباطل والموك والبدع والضلال أفسدها قاري يأتي تاجر يبيع فيها أشريطة الدعاء والخلاعة وأفسدها وهكذا لا يتم فساد في الأرض إلا بالشرك والمعاصي ومن قال لي ما يتفضل يرين أرضا صالحا ولم يشرك أهله ولم يعصوا الله عز وجل وقوله تعالى وإذا قيل له من القائل من يعضه من ينصح له من يوجه من قريب أو زميل أو مسؤول اتق الله يا فلان لا تقل هذا الكلام لا تفعل هذا الفعل كيف يكون موقفه قال أخذت العز وتعنط وتعالى غضب ورد عليك أخذت العز مصحوبا بالإثم لأنه مريض الباطن ما يطيق ولا يتحمل أما المؤمن إذا زلت قدمه إذا قال كلمة سوء إذا تحرك حرك يكره الله إذا قال قولا لا يحب الله وقلوه وقلوه اتق الله أو ما تخاف الله على الفرور يستغفر الله ويتطامن ويعتذر أما هذا المريض بالشرك والكفري والفساد فالأرض إذا قلوه اتق الله تأخذ العز بطيارة الإثم وتعلو به في مجالات الفساد والدمار لا يطيق كلمة اتق الله انتبهتم خذوا هذه أنت في الميزان إذا لاحظ أخوك خطأا منك وقال اتق الله يا فلان كيف تقول هذه الكلمة انظر حالك إن اشتد غضبك وحمرت عينك وأصحت فإنك من هذا النوع وإن أنت قلت أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه علمت أنك من أهل الكمال هذا ميزان وإذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسب جهنم هذا الجزاء يكفي ما يكفي جهنم ولبئس المهاد هي يمهد لها ومن الناس من هذا هذا صهيب رومي قصة صهيب قد ستات عندنا هذا أسلم في مكة وكان كما تعرفون في جوار أحد أهل مكة لأنه رومي من بلاد روم وأسلم وتاقت نفسه إلى الهجرة وأراد أن يهاجر فخرج فاعترضته قوات قريش فالطريق إلى أين إلى محمد قال إي نعم قال لن تخرج حتى تدلنا أين وضعت مالك أما أن تخرج بنفسك ومالك لا يا إخوان تركون ما عندنا شيء فردوا فأطلعهم على كل دراهم ودمانهم وخرج ولا يملك شيئا وما إن رآه رسول الله صلى الله سلم وقد أقبل بوجهه إلا وقال ربح البيع أبا صهيب ربح البيع ربح البيع أبا صهيب أبا أبا يحيى كن يتر أبو يحيى ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى باع وإلى كل الدنيا من أجل الله وفيه نازل ومن الناس من يشري أن يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله أي طلبا لعب الله عز وجل والله رؤوف بالعب ما تركه الله أعزه وأكرمه وأصبح من خيرة الناس في مدينة الرسول صلى الله وقد سبق أن علمنا الرسول صلى الله بقوله ما ترك أحد شيئا لله إلا عوضه الله خير منه وجرب ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خير منه من حوالي ثلاثين سنة لما بدأت فتنة الرباء البنك الأهني وكانوا يعملون سرا ما فيه رباء ممنوع لكن بالحيلة وانكشفت القضية لنا وكتبنا رسالة إلى اللاعبين بالنار من هم اللاعبون بالنار المغابون وتململ الناس انكشفت العوار كانوا يعملون سرا معنظ كيف المدينة في البنك يتعامل بريباء إذن فكان أحد الطلب في الحلقة موظف عندهم بأربع عمية ريال فقال إذن من الآن لنعود وانقطع وجاءنا بعد أيام وبشرنا بأنه أعطاه الله أفضل مما ترك وقلنا الحمد لله صدق رسول الله ما ترك عبد شيئا لله خالصا إلا عوضه الله وخير منه الحمد لله الآن أسمعكم الآيات مرة أخرى وتأمل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يعني إذا قال في شؤون الحياة الدنيا قال ويشهد الله على ما إنه صادق وإنه يحبكم وأنه أنا وهو ألد الخصام فميزت هذه الشخصية بين الناس الآن وإذا تولى عن مجلس كمصاف أو تولى حكم وأدار شيئا سعاف الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل النسل ألا أنه يكون النسل أو نسل البهايم إذن أنه يكون نسل البشر تحديد الأولاد وتنظيم الولاد أو كذا هذا إهلاك للنسل البشري هو بس النسل للحيواني العبل والبقاء والغانم والقؤان عاجب هذا النوع والله لا يوجد الآن هذه الشخصيات بالآلاف ثبات يعجبك قوله في مسائل الدنيا عجب ويشهد الله على ما في قلب أني صادق ومحب لكم وأرد خيركم وكمالكم وسعادتكم ولا أرد إلا إلا وهو ألد والخصام وإذا تولى واستقل وداء دار يسعى في الأرض بالفاسد ليهلك الحرق والنس وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم لم يقل استغفر الله ولا أتب ولا يندم ولا أبدا يبقى مصمما إذا فحسبه جهنم وبئس المهد ومن الناس ناس ومن الناس من يشري نفسه يبيع باع نفسه لله يذبح يصلب يقتل يخرج من ماله من بيته من آله لوجه الله ابتغاء مرضات الله هموا طلبوا أن يرضى الله عنه هذه أسمى غاية وأعلى هدف وإذا والله وأوفهم بالعباد معناه أن الله ما يضيعه هل ضيع صهيب الرومي نعم خرج من مكة التي يبوى عليه وترك أمواله كلها في خزانة أو صندوق ودلهم عليه فأخذوا وما تركه الله عز وجل الآن تسمعون شرح الكلمات تزداد معرفة يعجبك ما معنى يعجبك ياروق لك وتستحسن أعجبني كلامه كيف أراق لي ومشى في جسمي واستحليته واستعدبته في الحياة في الدنيا إذا تحدد في أمور الدنيا أما أمور الأخ ليس لها بأهل ولا يعرف عنها شيئا لأنه لا يوم بما فيها في الدنيا إذا تكلم عن تجار الصناع يبدع ألد الخصام قوي الخصوم شديدها لذلاقة لسانه وانطلاقه خريج كلية السحر وإلا كلية الأدب آه كلية إبليس كلية القانون قال تولى رجع وانصرف أو كانت له الولاية القرآن حمال الوجوه لنا هذه كلمة من كلمة علي ابن أبي طالب رضي الله قال القآن حمال الوجوه الآية تحمل وجهه ثلاثة وكل حق وموضع الله عز وجل لأنه موجز لو كان يفسر الكلمة بما تحمله ما يصبح القرآن يحفظ أبدا ولا تحمل إلا الإبل أو السفن تبهتم سر هذا فلهذا في إجمال عجب هو أهل البصير والمعف والمعف يستقجون من الآية أنوار كعلي بن نبي طالب فلهذا قال القرآن حمال الوجوه فانظوا تولى صالح لرجع من عندكم أخذ يفسد أو تولى ولاية وأصبح يدي بلد وإلى قرياء أو جماع يفع كذلك قال الحرث والنسل ما الحرث الزرع مطلقا النخل يزرع ولا لا كل الفواكه والقمار الزرع والنسل الحيوان قال أخذت العز بالإثم أخذت الحمية والأنف بذنوبه فهو لا يتق الله قال يشري نفسه أن يبيع نفسه لله تعالى بالجهاد في سبيله بنفسه وماله إذ هاجر من مكة للمدينة لأي شيء ليأكل بقلاوة ليجاهد مع رسول الله والمؤمنين الهجرة معلومة إلى المدينة للجهاد قال هيا مع معنى الآيات نتدبرها مرة ثانية قال يخبر تعالى رسوله والمؤمنين قلنا والمؤمنين أول ولا لنا ومن ناس من يعجبك يا رسولنا ويعجبكم أيها المؤمنون يا أتباعه صلى الله سلم إن كنتم على منهجه يخبر تعالى رسوله والمؤمنين عن حال المنافقين والمؤمنين الصادقين في شخصية الأخلص وشخصية صهيب وهو صالح لكل المنافقين ولكل المؤمنين انتبه يخبر تعالى رسوله والمؤمنين أيضا عن حال المنافقين والمؤمنين الصادقين فقال تعالى مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن الناس رجل منافق يحسن القول إذا قال يعجبك قوله لما عليه من طلاوة ورونك وذلك إذا تكلم في أمور الحياة الدنيا بخلاف أمور الآخرة فإنه يجهلها وليس لو دافع ليقول فيها لأنه كافر ينافق فقط بالإسلام يظهر وهو يبطن الكفار قال وعندما يحدث يشهد الله أنه يعتقد ما يقول يقول أشهد الله إني أحبك يا رسول الله وإني مؤمن من المؤمنين وهذا النوع موجود أمثال ملايين قال وعندما يحدث يشهد الله أنه يعتقد ما يقول فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الله أني مؤمن وأن يحبه ويشهد الله ويشهد الله أني كذا وكذا وإذا قام من مجلسك يا رسولنا وأنصرف عنك سعى في الأرض أي مشافية بالفساد ليهلك الحرق والنسل باعتكاب عظائم الجرائم فيمنع المطر وتيبس المحاصيل الزراعية وتمحل الأرض وتموت البهايم وينقطع النسل وعمله هذا مبغوظ لله تعالى فلا يحب ولا يحب فاعله ما هذا كلام جديد هذا المعاصي الذنوب إذا عمت وانتشرت ورضيها أهلها يعاقبهم الله عز وجل بالقحط والجذب وقلة المطار فلا محاصيل زراعية الملائب تموت نقمة الله عز وجل فإذا أخذ الناس وراء المعاصي يعصون الله ويفجرون عنه ويخجون عن طاعة وطاعة رسوله يوما بعد يوم يستوجبون نقمة الله ليسقنا الله واجتمع المسلمون وصلوا في مساجدهم وسقاهم والشاهد انتبه اقبال الناس على المعاصي متحدين الله عز وجل غيوموا بالين بما حل ولا بما حرم ويواصلون ذلك يتعرضون لنقم إلهية ويصبحون هم الذين افسدوا في الارض ودمروها ولهذا قلنا الشرق المعاصي بهما يتم الفساد في البلاد والعباد قال واذا قام من مجلسك وانصرف عنك سعاف الارض اي مشى فيها بالفساد ليهلك النام العاقبة لانه يريد ذلك النام العاقبة ليهلك الحرث والنسل بارتكاب عظائم الجرائم فيمنع المطر وتيبس المحاصيل الزراعية وتمحل الأرض وتموت البهايم وينقطع النسل وعملوا هذا مبغوظ لله تعالى فلا يحبه ولا يحبه فاعله كما اخبر تعالى ان هذا المنافق اذا امر بمعروف او نهي عن منكر فقلوا اتق الله لا تفع كذا اتق الله اطر كذا تأخده الانفة والحمية بسبب ذنوبه التي هو متلبس بها فلا يتق الله ولا يتوب اليه فيكفيه جزاء على نفاقه وشره وفساده يكفيه جزاء جهنم جهنم يمتهدها فراشا لو يجلس عليها لا يبرح منها ابدا ولبيس المهاد جهنم المهاد الفراش وإذا مهد الطفل جهنم مهاد له يجلس عليها كما يخبر تعالى عن المؤمن الصادق من هذا هذا صهيم هذه امثلة فقط الاخنس انتهى وصهيم في الملكة الاعلى ولكن الكتاب كتاب هدايا فنحذى ان نسلك سبيل الاخنس او نتخلى عن سبيل صهيم نتعشق سلوك صهيم ونبغض سلوك الاخنس بالشريق ولهذا القرآن يبقى ما بقيت الحياة ثم يرفعه الله لان المهم انتهى اذ لا هدايا بدون هذا الكتاب قال كما يخبر تعالى عن المؤمن الصادق فيقول من الناس رجل مؤمن صادق الايمان باع نفسه وماله لله تعالى طلبا لمرضاته والحياة في جواره في الجنة دار السلام الجنة دار السلام هل بلغكم ان رائدا ارتادها امريكاني ولا ارتادها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجول في سوحها ووطئت ارضها قدماه الشريفة وشهد انوارها وقصورا وحورا حتى مارت عمر اذا مارت عمر الله اكبر لما قص الرسول صلى الله وسلم على عمر انه رأى حواء فقيل لمن هذي قالوا هذي لعمر قال فغضطت بصري وسرفت خفت من غيرتك يا عمر قال اعليك اغاية رسول الله اذا عمر كان غير لا يسمح ليراجع ان ينظر الى ماءته والذين هبطوا يقدمونها فضل هذه مدام صافحها وهبطوا حتى يجلس ويطرقس في الحفل اين غيرت عمر ذهبت عرفتم من ارتاد الجنة ودخل اول رائد للسماوات اما هؤلاء رواد كالذباب حول السماوات انهى لهم من يخترق سماو واحدة والمسافة سمكها مسافة خمسمائة عام تطاير كيف تخترقها حتى كذبت القمر انتهت انفرحت والله ما وضع اقدامهم على القمر ولا وصلوا لي الذي كانوا يزعمونه وكذبا قبل ان يموت قال كما يخبر تعالى عن المؤمن الصادق في ايمانه فيقول من الناس راجل المؤمن الصادق الايمان باع نفسه وماله لله تعالى ضربا لمرضاته والحياة في جواره في الجنة دار السلام هل بلغكم ان الله تعالى يدعو الى الجنة من صورة يونس ماذا والله يدعو الى دار السلام انهل ام عباد الله الى الجنة ما وكل بذلك ملكا هو بنفسه يدعو الى دار السلام والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم الى صراط يصل به الى الجنة هو يدعو الى الجنة كيف نصل لابد من طريق ولا لا ما هذا الطريق والله انه الاسلام الطريق الموصل الى الجنة والله انه لا الاسلام ولا طريق اخر وما دامت القضية عنده يهدي من يشاء ممكن ما اشاء هدايتنا نحن كيف نصدع مشكلة شرحنا هذا وبينا الذي يشاء الله هدايته ذاك الذي يطلب الهداية ويبحث عنها ويرحل من اجلها ويتق طعام وشراب الحصول عليها هذا الراغب هذا الطالب هو الذي يشاء الله هدايته اما المتكبر المستنكف الظاحك الهاجئ الساخر عن الايمان والمؤمنين هذا الذي لا يشاء الله هدايته او ما فهمتم هذا لانك لانك يقول اذا ما دامت المشياء له اذا ما في حيلة نترك الموضوع له لا تفهم هذا الفهم علمنا انه انه من قرأ بابه ادخله ومن استنكف اعرض طرده من طلب الهداية اهتدى ومن اعرض عنها لن يهتديه والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط المستقيم اي الصراط الذي يصل الى الجنة هو يدعو الى الجنة له الطريق واذا لا طريقها هو الاسلام فمن شرح صده له وانفتح قلبه ولبه وقال لا اله الى الله محمد رسول الله ما شاء في الطير ومن اعرض له وراسه استكبر ما يهديه الله قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله اوف بالعباد رحيم بهم قيل ان الرجل هذا قول قد لا يكون الاخنس بن شريح بالضبط ولا صهيب بالضبط ثبات لان الله ما اخبر عنهما او اخبر قال صهيب اول اخنس قال من الناس رجل في الاول والثاني فليهذا صيغة التضعيف من اولى ما فيها جزم قيل ان الرجل المنافق الذي تضمنت الحديث عنه الايات الثلاث الاولى هو والاخنس ابن شريحة وان الرجل المومن الذي تضمنت الحديث عنه الاية الرابعة هو صهيب ابن سنان الغومي ابو يحياء المكنب ابو يحياء قال اذا المشركون لما علموا به انه سيهاج الى المدينة ليلحق بالرسول واصحابه قالوا لن تذهب بنفسك ومالك لمحمد صلى الله عليه وسلم فلن نسمح لك بالهجرى الى اذا اعطيتنا ما لك كله فاعطاهم كل ما يملك وهاجا فلما وصل المدينة اية مدينة هذه هذه نحن فيها الله اكبر الله اكبر الحمد لله هذه يقضى وإذا منام الحمد لله قال ان الا اذا اعطيتنا ما لك كله فاعطاهم كل ما يملك وهاجا فلما وصل المدينة ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال له ربح البيع ابا يحيا ربح البيع ابا يحيا من اعلم رسول الله كيف اطلع الله سبق الوحي ربح البيع وهر صهيب باعا اما قال تعالى ومن الناس من يرشي بمعنى يبيع شراء بمعنى باع واشتراك ذلك يصح هذا وذاك الا ان شراء في البيع واشتراك الشراء كالغالب ربح البيع ابا يحيا هنا يؤخذ منه ان الكنية الطيبة ممدوحة محمودة فاذا رأيت رجلا يحب الكمال كنه بابي جميل حرفتم الكنية ممدوحة من هو ابو تراب من كناه بابي تراب هو ابو الحسن وكيف ابو تراب هذه القصة اللطيفة الظريفة طالب النبي صلى الله عليه وسلم صهره علي زوج فاطمة لأمر ما فقال اي فاطمة اين علي اين بعلق قالت خرج قد يكون في المسجد ما فيه للمسجد فعلي لهمي و اغطى جعنام في المسجد لا فراش ولا فعلاه التراب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واجدون هاي منه فقال قم ابا تراب قم ابا تراب فكان علي يقول لا احب الي من هذه الكنية ابدا اذ كناني بها رسول الله سلام قم ابا تراب هذا جنرال الرسول والله مفتي المدينة والعرب بكل ام ينام على الارض في المسجد يا ويلنا ننام على الاسرة ونجلس على الفرش ونصلي على هذا ولا حمد ولا شك إلا كما قلت لكم كلمة الحمد لله باردة الحمد لله الحمد لله الحمد لله حارة تخرج من القلب على هذا الانعام العجب هذا كأننا في الجنة امضي الى هذه الكواكب الزور فوق فروشنا هذه الفروش التي تحننا هذه المراكب امامنا نطيع بها في السماء كيف نحمد الله كيف نشكره إن لم نظل طول يومنا كلما يقضنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله وأكثرنا 95% ما يذكر النعمة ولا يعرف ولا يقول الحمد لله أكل شرب لبس ركب هبط نكح كذا أموات وهم لا أشعرون ما علة هذا هذا الجهل كان موضوع الدرس الجهاد أسباب الجهاد وأركان الجهاد فقلنا على المسلمين أن يعدوا آل عتاد الحارب للجهاد سواء كانوا دولة واحدة أو متفارقين عرفتم بفريضة الله وأعدوا لهم مستطعف من قوة لكن لا بد وأن يكون إعداد العدى ورجال التدريب من أجل الله ليعبد الله وحده لا من أجل المال والتواب والطين والبلد أبلا فقط من أجل أن يعبد الله أولياء يحفظون حتى يعبدوا الله في أحرار ويدخل الآخرون في رحمة الله ثم قلت لما ما يجتمع المسلمون في هذا الروض لو جاء الحكام واجتمعوا في روضة الرسول وبايعوا إمامهم أنت إمام المسلمين وأخذوا الدستور في أيديهم وأخذوا يطبقونه ونحن مستعدون أن نضع لهم الدستور في أربعين يوما فبنتم ما يحتاجون إلى فلسفة ولا فكر هواء وتصبح أمة الإسلام أمة واحدة فقلنا أسكتنا هذا بعين كالمستحيل طالب نبي وكتبنا رسالة وبعثنا للملوك ورؤسا من ثلاثين سنة كأنما وزعت على المقابر وبقي شيء وهو أن هذا الاجتماع لن يتم والله لن يكون إلا إذا أسلم شعوبهم ومحكومهم لله قلوبهم ووجوهم تبهتم لن يأتي الحكام ويبايعون إماما في روضة الرسول عاصمة الإسلام الأولى إلا إذا أسلم شعوبهم لله قلوبهم ووجوهم فحينئذ يجدون أنفسهم متهيئين أما الأمم والشعوب هابطة تعبد الهوى والشهوى لاصقة بالأرض تعبد الضلال والخرافة ومن يتكلم باسم الإسلام أو كذا يبغض ويكره أنهالهم كيف من يدفعهم على هذا الاجتماع مستحيل وهل في الإمكان أن يطهر المسلمون ويصفوا في مدة سنة أربعين يوم أربع عشر ممكن ولا لا عدنا إلى بيت قصير والله لو يؤمنون حق الإيمان ويجتمعون في بيوت ربهم كما قد بينا بنسائهم وأطفالهم كل ليلة فقط من المغرب العشاء يدرسون كتاب الله وسنة رسولي صلى الله عليه وسلم أربع أشهر إن محت الفوارق لا وطنية ولا حمية ولا حزبية ولا مذهبية وأصبحوا كلمة واحدة بيتا واحدا وطهرت بلادهم وصبت وزالت تلك المخارف لا فقر لا خبث لا خوف لا هم لا كربة لا حزن لأن الله نفى عن أولياء ذلك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون العالم الإسلامي تغيرت الحياة نهائيا والله ما هي إلا أيام وهم يبايعون إمام المسلمين وتصبح البداية الإسلامية كلها ولاية تابعة والقانون واحد والأمة قلبها واحد لا مذهبية ولا عنصوية ولا طائفية ولا مسلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم والفرص مواتية إلى أبعد حد أصبح العالم كالبلد الواحد قبل مئتين ثلاثمائة سناء يستهلاله أما الآن في يوم واحد نطير في السماء كتاب واحد يطبع مليارات على قضع المسلمين ويوضع في كل مسجد عرفتم هممت أن أقولها والآن جاءت الفرصة يستحيل أن يجتمع حكام المسلمين على الحق والله والنور وشعوبهم هابطة لازق بالأرض من المستحيل فإذا الشعوب قامت وقالت ربي الله واستقامت وأخذ بمنهج الله عز وجل ورسوله أربعين يوما فقط والمسلمون أمرهم واحد كلمة واحدة أهل فهمتم هذه الصيحة ستفقدونها قال له ربح البيع أبا يحيا ربح البيع والآيات وإن نزلت في شأن الأخنس وصهيب فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالأخنس مثل سوء لكل من يتصب صفاته وصهيب مثل خير وكمال لكل من يتصب بصفاته اللهم اجعلنا من جماعة صهيب والآن هداية الآيات هذه الآيات الأربع لها هداية ولا لا ما تهدي وكيف لا تقودك إلى الجنة أولا التحذير من الاغترار بفصاحة وبيان الرجل إذا لم يكن من أهل الإيمان والإخلاص أما إذا كان مؤمن صادقا مخلصا وأتي فصاحة وبلاغة هذا خير كثير لكن الفاسق الكافر المنافق ما تغتر بفصاحة وبيانه انتبه ثانيا شروا الناس من يفسد فالأرض بارتكاب الجرائم مما يسبب فسادا وهلاكا للناس والمواشي عظا ثالثا قول الرجل يعلم الله يشهد الله يعتبه يمينا فليحذر المؤمن أن يقول ذلك وهو يعلم من نفسه أنه كاذب قلت لكم هذا احذرها لا تقول يعلم الله كذا أو يشهد الله إلا إذا كنت صادقا لأنها يمين هذه رابعا إذا قيل للمؤمن اتق الله يجب عليه أن لا يغضب أو يكره من أمره بالتقوى بل عليه أن يعترف بذنبه ويستغفر الله تعالى ويقلع عن المعصي فورا لأنه حي قادر على هذا قال خامسا الترغيب في الجهاد بالنفس والمال وجواز أن يخرج المسلم من كل ماله في سبيل الله تعالى ولا يعد ذلك إصرافا ولا تبذيرا إلا إصراف التبذير في الإنفاق في المعاصي فصهيب خرج من كل ماله ولا لا يريد ماذا يريد الله ودهو الاخير هل قال الرسول أسرفتها بذرت ما حقك تفعل هكذا اصبر يا صهيب ولا تعطي مالك للكفار قال هذا ماذا قال ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى أل فهمنا هذا اللهم اجعلنا من أهل صهيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور هذه الآيات عظيمة الشان أيها المستمعون أو المستمعات هيا نكرق راعتها ونتدبر إسمع يا عبد الله يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك نادانا بعنوان الإيمان لأننا أحياء إذ المؤمنون أحياء والكافرون أموات فالله لا ينادي الأموات ولكن ينادي الأحياء الحمد لله أن كنا أهلا لأن ينادينا الله من هو الله الذي خلق كل شيء وملك كل شيء وبيده كل شيء ذاك الذي يحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع ويضع ويعطي ويمنى ذاك الذي أمره أن يقول للشيء إذا أراد وكن فهو يكون الله الذي خلقنا ووهبنا عقولنا وأوجد الحياة كلها من أجلنا وأوجد دار السلام لنا وأوجد دار البواري لأعدائنا هذا الله ينادينا كيف حال قلوبنا يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافا لا يتخلف منكم أحد لهذا نادانا نادانا لأن يأمرنا بأن ندخل في الإسلام نساء ورجال أحاوا وعبيدا لما أدخلوا في السلم كافا لا يتخل فجر ولا مرأة ولا شعب ولا قبيل ولا ولا هذا سبيل نجاتكم وسعادتكم الحمد لله ما أرحم ربنا ما أرحم ربنا وما أهلم ينادينا لأمرنا بما يسعدنا وينجين من الشقاء والخسران الأبدي أدخلوا في السلم كافا ومن معاني هذه الكلمة والقرآن حمال الوجوه كما علمنا عن علي بن أبي طالب أدخلوا في الإسلام بكلكم لا يتخلف رجو ولا مرأة في الذين آمنوا والمعنى اللطيف الآخر طبقوا كل ما يأمر الله به وينهى عنه بفعل المأمر وترك المنهي ولا ترغبوا عن شيء وتعيدوا عن آخر سواء كان أمرا أو نهيا ويوضح هذا المعنى واسمعوا أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وعرضاه ذلكم الحبر اليهودي الإسرائيلي الذي أسلم أول من أسلم من أهل الكتاب ما إن دخل رسول المدينة حتى جاء يمتحنه فطرح لي ثلاثة أسئلة فأخبر رسول أن جبريلا قد أتاه بها الآن قبل ما جئك إليها ما إن أجابه على الثلاثة حتى قال أشهد أنك رسول الله وكان بحرا في العلمي مضت أيام وزين له الشيطان أن يعظم السبت كما كان يعظمه في شريعة بني إسرائيل وقال أهو ما الفرق تعظيم السبت طاع لله عز وجل إذ فرض هذا على عباده فنضف إلى تعظيم الجمعة تعظيم السبت أعرفتم واسمع ذلك منه الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية أدخلوا في السلم كافة لا يبقى شيء من الإسلام خارج عنكم أو أنتم خارجون عنه لا تدخل في الإسلام ببعضه تدخل في الإسلام وتبقى متعلق بتعظيم السبت الذي كان في شريعة مضت ونسخها الله عز وجل كما أن بعضهم أيضا ممن أسلموا استمروا على عدم أكل لحم الإذن لأن محرم في بني إسرائيل بالكتاب فقالوا نبقى على تحريمها فلا نأكلها فكانت هذه الآية رادعة موقف الأم عن هذه الخواطر والهواجس التي يمليها الشيطان فلا يصح إسلامك يا عبد الله حتى تسلم قلبك ووجهك لله حتى لا يبقى لك اختيار مع الله فالله عز وجل قد نسخ تلك الشريعة بكاملها فلم تتشبث ببعض ما فيها وإن كنت برغبة صادقة أن تزيد حسناتك وأن يعظم أجرك فكفوا عن ذلك وانتهوا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إذ هو الذي مشى أمامهم وبسبس لهم ومشى وراه حتى كاد يعديهم ويهلكهم حتى كاد يوقعهم في الكفر والعياب بالله ولا تتبعوا خطوات الشيطان وعلل لذلك بقوله إنه لكم عدوه مبين أيعقل أن رجلا يعرف أن آخر عدو له وبيده سكين يذبحه يمشي وراه معقول هذا مستهل عدوك الذي يريد أن يقتلك والخنجر أو السكين في يده أو البندقية وتعال إلى مراء الجبل في عاقل يمشي وراه أو حار فالشيطان عدو الآدميين عدا وأصيل باقيا لا تزل ما بقية الحياة لا يريد لهم سعادة ولا كمال أبدا لا يريد لهم إلا الشقاء والخسران في الدنيا والآخرة معا كيف إذا نستجيب لندائه ونمشي وراه خطوة بخطوة من مشى وراءه والله لن ينتهي به إلا إلى فضيحة إلا إلى جريمة من جرائم الذنوب فلهذا جاء نداء آخر لعامة المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه يأمو بالفحشاء والمنكر فكل فاحشة تكبت الشيطان هو الذي دعا إليها وأقسم بالله ولا تعنى وكل منكر فضيع غير فضيع ما فعله الآدم إلا بدعوة الشيطان له وتحسينه له وتزينه لأنه عدو هذه مهمته إنه لكم عدو بين العدوى ظاهرها ما تكب الجريمة على الأرض إلا وهو الداعي إليه البعث عليها ما يريد الآدم أن يكمل ويسعد بحجة أنه شقي بسببه وهو يعود إلى أنه لما أمر بالسجود لآدم رافض وتعالى وتكبر فأبلسه الله وطرده فقال إذن هذا الذي أبلست بسببه وطردت إلى الناء وأبعدت من الجنة إذن لأعملن طول حياتي على إفساده وإضاله وقد قال واضحا فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المقنصين فانظر إلى عبد الله بن سلام المبشر بالجنة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم جاء ووسوس وقال له ما هناك شيء أسبت عظمه الله في التواتي نعظمه أيضا هذا اللحم حرمه الله علينا في التواتي أيضا نبقى ما نأكله ما فيه ضرر لكن فيه حنين وشرق إلى ما نسخ الله من الشريعة السادقة ما أراد الله هذا فكانت هذه الآيات تتناول هذه الحادثة بالله والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لو أن مومنا فبريطانيا وإيطاليا في اليابان أو الصين وقال أنا أدخل في الإسلام إلا أنني لا أستطيع ولا أقدر على أن لا أشرب الخمر هل يقبل إسلامه ما لو قال أنا أسلم أفعل كل شيء إلا أنني ما أصل لصلاة الفجر هذه يقبل إسلامه وهكذا وهكذا لو رافض مسألة واحدة من واجبات الإسلام ما صح إسلامه حتى يذعينا ظاهرا وباطلا ويقبل ذلك ونقر عليه أيها الذين أمنوا أدخلوا في السلم كافا ما تبقى أجزاء بعيدة ما تقبل إلا وقوله ولا تتبع خطوات الشيطان هذا لفظ أيضا عام يا معشر المستمعين أو المستمعات إن الشيطان يحسن لنا القبائح ويزين الفضائح فلا نستجيب له نطرده بكلمة أعوذ بالله من الشيطان لما لأنه عدو لنا بين العداوة الله يوى أصيل فيها كيف نتبعه ثم قال تعالى واسمعوا فإن زللتم تعفونا زلت قدمه زلق يمشي في الموطن زلق سقط تكسوا إلا لا يصاب بانكساب عظمه فإن زللتم أنتم ماشون فالطريق إلى الله على الصراط المستقيم فمن زل أو سقط فاستحل ما حرم الله أو ترك وهجر ما أوجب الله هذا الذي زل وسقط فإن زللتم بترك فرائض أو بارتكاب بمحرمات من بعد ما جاءتكم البينات التي يحملها القرآن ورسول صلى الله وسلم فما من حرام إلا وقد جاء في القرآن وبيّنه رسول عليه الصلاة والسلام وما من واجب ولا فريض ولا لازم إلا جاء في القرآن وبيّنه رسول عليه الصلاة والسلام من بعد ما جاءتكم البينات يسمع فاعلموا ماذا ماذا نعلم أن الله عزيز عزيز لا يمانع في شيء أراد أبدا عزيز غالب قاهر لكل شيء حتى لا تظنوا أنكم بقبائلكم ورجالكم أو ما أنتم عليه في الإمكان أن تنجوا من ضربة الله انزعوا هذا من أذانكم فإن الله عزيز غالب قاهر هو شيء آخر حكيم لا يضرب إلا من يستحق الضربة لا يعذب إلا من يستحق العذاب فلا يخلط ولا يخبط حتى تظن أنه يلتبس عليه الأمر ولا يراك أنت وتسطو نفسك في معصيتك عزيز حكيم القوي القادر الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه إذ كل الحياة بين يديه هذا يعصى يحاول العاقل أن يهرب منه أن يمشي وراء عدوي لو كان عاجزا قد تقول لا يستطيع أن ينزل البلا بأم كاملة ما هو ممكن لو كان غير حكيم تقول ممكن بدل أن يضرب نحن عصى يضرب آخرين لا والله ما كان ولن يكون عزيز حكيم ثم قال أهل ينظرون الكسالة المعرضون البطالون الشهونيون المتعصبون المتزمتون هل ينظرون من هؤلاء الذين استجابوا للشيطان عدوهم وأعرضوا عن ربهم دخلوا في بعض الإسلام وخرجوا من البعض الآخر فأحلوا بعضا وحرموا الآخر وأقاموا ببعض وتأكل بعض هؤلاء ماذا ينتظرون بعد هذا التهديد والوعيد فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات وعرضتم الحلال والحرام والواجب المطوق فاعلموا أن الله عزيز حكيم إذن ما لهم تقاعد ما تحركوا ماذا ينتظرون هذا الوعيد الشديد هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة هل ينظرون هؤلاء المعرضون عن الله المتكبرون عن طاعته الخارجون عن نظامه هؤلاء السائحون في الباطل ينتظرون ماذا بعد هذا التهديد والوعيد لماذا أسلموا ودقلوا في الإسلام بكامله ماذا ينتظرون ينتظرون أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة أيضا وإذا جاء الله لفصل القضاء بقي أمل للمتأمل للآملين وقعوا منصورة الفجر كالإذا دكت الأرض دك دك وجاء ربك والملك صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن لما ذكر ماذا ينفع وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطريات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى ملأوخ فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنوع ربها ووضع الكتاب وجئ ابن نبينا والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفوا إلى جهنم وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمراء وانتهت الحياة كلها واستقار أهل النعيم في نعيمهم وأهل الشقاء في شقائهم إذ لا عالم ثالثا عالم علوي الجنة دار السلام وعالم سفلي النار دار الشقاء والوباء والبوار سبحان الله هذه الآية نزلت اليوم هذه هذه استبطت العرب المسلمين ماذا ينتظرون إلى الآن إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملايكة حكموا وسادوا لماذا لا يعبدون ربهم لماذا لا يدخلون في الإسلام بكاملهم يحلون بكل ما أوجب الله وتخلوا وتركوا كل ما نهى الله بكلكم ليس هناك اختيار لا للفرد ولا الجماعة ولا الأمة وإلا فالنقمة تنحى النقمة منتظرة كيف يا شيخ تقول المسلمين هذا وتقول النقمة منتظة والله إنها لا منظرة وهل سابق في تاريخ المسلمين أن أصابهم شيء ها لما عبدوا سيد عبد القادر وحجوا القبور وزاروا الأضريحة واستحلوا الحرام وأصبح الذي لا يزن ما عنده قيمة أنت ما عندك صديقة قل أنت ميد وأصبح القرآن يقوأون على الموت ولا يجتمع إثمان على تلاوة آية يتدبعانها وهوطت فصلت الله تعالى عليهم الكفى المشركين فساموهم الخزبع وأذاقوهم مور العذاب استعمروهم استعبدوهم أذلوهم ترفعوا فوقهم سادوهم صح هذا ولا لا كيف يتم هذا تم يا شيخ لأنهم ما قبلوا الإسلام بكامله اختلى نظام الإسلام نظام نظام دقيق كالمركبات الكيميائية إذا اختل فيه جزء هبط ما يفعل شيئا عطلوا حدود الله عز وجل وأوقفوها أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وفعلوا وفعلوا ما فعلوا فضابنا الجبار تلك الضرباء والآن ننتظر متى تنزل النقمة قولوا قولوا لما لما تقام الصلاة في العالم الإسلامي بكل دقة وبكل تحفظ ولا يبقى عسكرية ولا مدني ولا رج ولا مرأة لا يشهد صلاة الجماعة إذا دقت الساعة أما خلقنا لهذه لما ما تجب الزكاة ويعرض عن الضرائب إلا من حاجة لما عطلت الزكاة لما ما هناك من يعمر بمعروف ولا ينهى عن منكر يقوم رجل في المقهى يكفر يكفر حتى تحمر السماء لا يجد من يقول هذا لا يجوز مرأة خسافر عاهرة ليس من يقول هذا باطل أو منكر ماذا نقول إعراض كامل وبعد ماذا يفعل الله بهم يمهلهم على حسب علمه فإذا دقت الساعة غاب قلت بالأمس كان نبي نبي صلى الله وسلم والله على ذاك المنبر وقرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القراء وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ثم قال المسلمون اجتمع عليها ثلاث أربع وتفكه فيها ما كان درسها مجلس الوزراء وتكلم فيها والله ما قرأوها ولا يدون أن يقاؤها المهم النجاة النجاة يا عبد الله أطلب النجاة لنفسك عجل التزم بما ألزمك الله بي كف لسانك لا تنطق إلا ما فيه رضا ربك غضة بصرة طيب طعامك وشرابك وكسات ولا تبالي بما عليه غيرك من الهابطين والزنباب الله فإنك لن تدل ولن تخذع ويجعل الله لك النجاة أما أن تمشي معرك بالهالكين تهلك معهم في أي مكان من العالم نعيد القراءة وللا هل ينظرون من هؤلاء المتباطئون ماذا ينتظرون وبعضهم في الإسلام وبعضهم خارج عنه ادخلوا كلكم كاف قبل أن يحين الحين وتدق الساعة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ضلل من الغمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر إذا جاء الله لفصل قراء والملائك صفا صفا انتهى الحلس وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور إليه تعود كل القضايا والشؤون لا من يتصرف معه تريدون أن تسمعوا الشرح هو ما سمعتموه لكن زيدوا اسمعوا أولا ما معنى كاف يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاف قال كاف معنى جميعا لا يتخلف عن الدخول في الإسلام أحد ولا يترك من شراعه ولا من أحكامه شيء ما قلت لا يتحمي الوجهين مشرقين وإلى الله أولا لا يتخلف عن الدخول في الإسلام أحد لا أبيض ولا أصف ولا أسود في العالم البشري ثانيا لا يترك من شراعه ولا من أحكامه شيء كل أحكام الله يجب أن تطبق وتنفذ كل شراعه يجب أن ينهض بها المؤمنون والمؤمنات قوله خطوات الشيطان مسالكه في الدعوة إلى الباطل وتزين الشر والقبيح كما علمتم فإن زللتم أي وقعتم في الزلل وهو الفسق عن طاعة الله ورصوله والخروج عنها ومعصية الله ورسوله قولوا هل ينظرون أي ما ينظرون لاستفام للنفي ما ينظرون إلا كذا فقط إلا ساعة الحساب والجزاء الظلل جمع ضر ما يضلل ما يضلل من سحاب أو شجر ونحوها والغمام السحاب والرقيق الأبيض هذا الذي يتجل فيه الله عز وجل معنى الآيتين الكريمتين قال نادى الحق تبارك وتعالى عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا نادهم آمرا إياهم بماذا قال بالدخول في الإسلام دخولا شموليا ما يبقى جزء لا من الناس ولا من الشريعة الكل يتم بحيث لا يتخيرون بين شرائعه وأحكامه ما وافق مصالحهم وأهوام قبلوا وعملوا به وما لم يوافق ردوه أو تركوه وأهملوه وإنما عليهم أن يقبلوا شرائع الإسلام وأحكامه كافة ونهاهم عن ماذا عن اتباع خطوات الشيطان في تحسين القبيح وتزين من المنكر إذ هو الذي زين لبعض مومني أهل الكتاب تعظيم السبت وتحريم أكل لحم الإبل بحجة أن هذا من دين الله الذي كان عليه صلحا بني إسرائيل فنزلت فنزلت الآية فيهم تأموهم وتأمروا سائر المؤمنين بقبول كافة شرائع الإسلام وأحكامه وتحذهم من عاقبة اتباع الشيطان فإنها الهلاك التام وهو ما يريده الشيطان بحكم عداوته للإنسان قال هذا ما تضمنت الآية الثامنة بعد المائتين أما الآية الثانية ويتاسعة بعد المائتين فقد قال تعالى فقد تضمنت أعظم تهديد وأشد وعيد لمن زله الشيطان فقابل بعض شرائع الإسلام ولم يقبل البعض الآخر وقد عرف عريفا وقد عرف أن الإسلام حق وشرائعه حق تذكرون وإلى العالم الإسلامي منهم من يصلي ومنهم لا يصلي منهم من يزكي منهم من لا يزكي مرى محجوب ومتحجب وأخرى سافرة الربا مباح البنوك نتكارب عليها بيوت المؤمنين بيوت المؤمنين من صلاة العشاء والعواهر يغنينا ويزغردنا ويرقصنا والفساق والفجاء والكفاء يتبجحون بالكلام وأهل البيت ينظرون كفروا بعد إيمانهم الله أذن لهم في هذا هذا هو الإسلام ولولا حلم الله وانتظاه وإهماله لكانت هذه موجبة لنقمة الله مننا بيوتنا شأنها شأن بيوت الرب لا تسمع فيها لغو ولا باطلا ولا كلمة سوء ولا ترى فيها منظر يسيء بحال من أحوال لأنهم المؤمنون أولياء الله تصبح كفروا يؤتي اليهود والنصارى وأخبث أين يذهب بعقولنا يا شيخ لا تلمنا لأننا ما علمنا إينا ما علموا والله ما علموا من علمهم ما عرفوا إذن الطريق هو أن نعلم وإلا لا والله الذي لا إلى غيره لا طريق إلى إقامتنا واستقامتنا وتحقيق ولاية ربنا إلا بالعودة إلى الكتاب والحكمة في بيوت رب تعالى وأعطوني وزراء الإعلام ووزراء التعليم ووزراء الدولة إن غلبوني اذبحوني والله لا سبيل إلى النجاح مما يتوقع في يوم ماء من الخراب والدماء إلا بالعودة إلى بيوت الله عز وجل الساعة السادسة مساء يقف دولاب العمل لا مقهى ولا متج ولا مصرع ولا مزرع ولا ملاء ونحمل نساءنا وأطفالنا وقد تطهرنا وتطيبنا إلى بيوت ربنا إلى بيوت ربنا ما هي بيوت الله يا عبادة المساجد حيث الطهر الكامل ونصل المغرب كما صليناه الآن ونجلس كما جلسنا الآن النساء والسطار والفحول أمامهم وليل آية وأخرى حديثا ندرس كتاب الله وسنة رسول الله فلا نزال نسمو ونعلو ونأتفع العلم نور وهدايا فنطهر فلا غش ولا خداع ولا كلم ولا شح ولا باطل ولا إسراف ولا طرف ولا كسل ولا قعود عن العمل لا إله الله سنة واحدة أهل القارية كأنهم أسر واحدة من أسر الصحابة إضمان الله عليهم من غير هذا والله الذي لا إلى غيره لا يتحققه كماله وجربنا ما عندكم مدارس مساوى وكليات وجامعات أين آفاوات أين هي السرقة والتلصص والإجرام والخيانة والكذب الشهادة الزهو وعربا وا 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 لأننا ما علمنا ما عرفنا أعرضنا فأعرض الله عننا وعندنا بشرى قد يفرح بها بعض المؤمنين وهي أننا كما علمتم سنة كاملة وزيادة ونحن نصرخ هذا الصوراق ونبكي هذا البكى ونقول هيا بنا نعود إلى ربنا ليرحمنا فقط من المغرب للعيشاء المصانع تشتغل المدارس وكل أعمال طول النهار ما بين المغرب والعيشاء فقط ناتي بيت ربنا بأطفالنا ونسائنا ونبكي بين يديه ساع وندعوه ونستمطع رحماته ونطلب ألطافه وإحسانه ونخل الشابعين مستنير قلوب البصائر وهذا كل ليلة فلا تمضي سنة إلا ونحن علماء ليلة نحفظ آية ونفمعناها وغدا نطبقها على الفر ونعمل بها الليلة بعد حديث من حديث الرسول الشارحة للقرآن المفسر المبين له أو يحفظ الحديث ويعمل به سنة سنتين كيف تكون تلك الأمة كأنهم أصحابه لا غيبة لا نميم لا كبر لا خداع لا شح لا بخ لا كبر لا لكل مظاهر السوء والباطل تنتهي لأنها سنة الله في خلقي وندلل على هذا ونقول هيا يا علماء الفلسفة والنفس عندنا واقع والله العظيم كما يقول أعلمنا بالله وأعرفنا به وبمحابه أتقانا لله عز وجل في أي بقعة أكانت في من يود هذا أعرفنا بالله أتقانا له أقلنا سوءا وباطن ومنكرا أجهلنا أكثرنا ضلالا وظلما وشعرا وفسادا أمر واضح كالشمس من يوده ثم أكبر برهان القرون الذهبي الثلاثة لما كانت الأمة مقبلة على الكتاب والسنة لا تعرف غيرهما أين وصلت والله ما عرفت الدنيا لهم نظيرة ولا مذيلة ثانيا لما هجرنا الكتاب والسنة وحيل الكتاب للموتى وتركت السنة وأهملت أين وصلنا إلى الحضير تطالب بدليل وبرهان فضل امشي إلى قرية واجمع نساء وأطفالها ليلة آية وليلة حديثة وانظر العاقبة كيف تتم سنة واحدة فقط نسبة الفاساد تقيل أكثر من 95% فهذه البسة وردنا اليوم كتاب هو هذا يقول صاحبه حضرنا دروسكم في المسجد النبوي وقرأنا معكم كتاب المسجد وبيت المسلم وقد حملنا الفكرة كما هي في قاريا في مدينة في صحراء الديارة الجزائية البعيدة ويقول نحن الآن إذا جاء المغرب لن تجد رجلا ولا ولد ولا مرأة في الشارع كلهم في المسجد ونقرأ ليلة آية وليلة حديثة كما في الكتاب وضاق المسجد بنا ما تسع للنساء فوسعناه في التسع هذه ظاهر ككوكب لاحة في سماء المسلمين فلو عامل العلماء وأخذوا بهذه لانتشر هذا النور فالشرق والغرب ولكن ما وفقه نواصل دراسة الآية قال وقوله تعالى وقوله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات هذا القول من بعد ما جاءتكم البينات من يحمل البينات قال يحملها كتاب الله القرآن الكريم ويبينها رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فإن الله سينتقم سينتقم منكم لأنه تعالى غالب على أمره حكيم في تدبيره وإنجاز وعده ووعيده وأما الآية الثالثة فقد تضمنت حث المتباطئين حثتم على الدخول في الإسلام إذ لا عذر لهم في ذلك حيث قامت الحجة وظهرت ولاحة الحجج فقال ولاحة المحج أي الطريق قال تعالى هل ينظرون أي ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وعند ذلك يؤمنون ومثل هذا الإيمان للضرار لا ينفع لا ينفع حيث يكون العذاب لزاما بقضاء الله العادل قال تعالى وقضي الأمو أي إذا جاء الله تعالى لفصل قضاء وانتهى الأمو إليه فحكم وانتهى كل شيء فعلى أولئك المتباطئين المترددين في الدخول في الإسلام المعبى عنه بالسلم لأن الدخول فيه حقا سلم والخروج منه أو عدم الدخول فيه حقا حرب والعياذ بالله عليهم أن يدخلوا في الإسلام ألا إلى الإسلام يا عباد الله ألا إلى الإسلام يا عباد الله عجلوا أسلموا قلوبكم ووجوهكم لله إذا أحل شيء أحلوه وإذا حرم شيء حرموه حتى النظر والكلمة وإذا أوجب واجبا قوموا به وإذا نهى عن شيء يتركوه هذا هو الإسلام هذه هاتان الآيتان تضمن تاه هدايات خمس هدايات قال أولا وجوب قبول شراع الإسلام كافة وحرمة التخير فيها كما علمتم ثانيا ما من مستحل حراما أو تارك واجبا إلا وهو متبع للشيطان في ذلك ثالثا وجوب توقع العقوبة عند ظهور المعاصي العظام لأن لا يكون أمن من مكر الله عز وجل رابعا إثبات صفة المجيء للرب تعالى لفصل القضاء يوم القيامة خامسا حرمة التسويف والمماطلة والتراخف التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلبني إصائي لكم آتناهم من آية بينة ومن يبد نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ومن يبد نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يوزق من يشاء بغير هساب هاتان آيتان نوعيان كوكبان من يهتدي بهما وعليهما أعيد التلا وتبرك وتفاهما يقول تعالى سل بني إسرائيل كم آتناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب معاشر المستمرين ومستامعات يا من يتدارسون كتاب الله قوله تعالى سل هذه بمعنى اسأل فحذفت الهمزتان للتخفيف لأن هذا القرآن يحفظ على ظهر قلب فمن هنا يسره الله وسهله وقد أخبر بذلك في غير آية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد ذكر ففرق بين اسأل وبين سل سل من المأمور بأن يسأل أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بنو إسرائيل من هم أولاد إسرائيل إن لأنهم ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام ويعقوب هو الملقب بإسرائيل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم أولاد يعقوب انتشر وتكونت منهم عمة بني إسرائيل إلى الآن وهل تعرفون عن إسحاق ويعقوب شيئا أذكركم لما هاجر إبراهيم من أرض بابل من دياره وديار آباء وأجداده هاجر فكانت هجرة أول هجرة في التاريخ البشري هاجر لأنه دعا إلى الله في أمة تعبد الأوثان والأسلام فلم يجد من يصغي إليه أو يسمع أو يستجيب ووقف والده آزا في حلقه وشدد عليه وأصدرت الحكومة حكمها بالإعدام عليه وبأبشع صوة في قتل الأهدم إذ حكموا بإحاقه بالنار والبارح علمنا أو اليوم أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار ولكن الظلم البشري وشاء الله أن يُعيهم آية من آياته ومعجز من معجزاته الخارقة للعادات أججوا النيران وأوقضوها وأسهم كل واحد بحزمة حطم حتى الحيوانات ساهمت لا الحيوانات ما أسهمت في هذه النار إلا الوزر الوزارة الوزارة كانت تنفخ بثمها لتؤجه النار تشاعد عليه ولهذا سن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتلها في البيوت في المدينة وكانت لأمنا عائشة الصديقة جريدة من جريد النخل في حجرتها كل ما رأتها تقتلها لما أرادوا أن يلقوه في ذلك الأتون من النار ما استطاعوا أن يقرضوا من النار كيف يصلون بإبراهيم إلى تلك النار الملتهبة كأعظم فرن في التاريخ فما كان منهم إلا أن أرشدهم الشيطان بواسطة أوليائه بأن يصنعوا من جنيقه أو ما يسمى بالمعقال أو المعلاق موجود عندنا كنا نعم بالحجارة مقلاع فصنعوا المقلاع ووضعوا فيه إبراهيم ودفعوا على خمسمائة ميت أو أكثر لأن الطير ما كان يمع فوقه يلتهب من النار لما رموا به عارض له جبريل يمتحن إبراهيم هل لك حاجة وهو في أشد الحاجة لحظات وتلتهمه النيران إبراهيم ألك حاجة فقال أما إليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل هذه قالها إبراهيم وقالها المهاجرون والأنصار في هذه الدار بعدما تمت هزيمة في أحد سبحان الله أزموا وهم الأنصار والمهاجرون ورب الكعب ليما لتأديبهم وتربيتهم لأنهم مهيئون لأن يضيئوا الدنيا بنوع الله فلو سامحهم وعفا عنهم وقد خالفوا نظام الحرب والقتال لقالوا من الآن لا خوف علينا ولا حزن نفعل ما نشاء نحن أولياء الله وقد ذكرت لكم رؤية رآها الشيخ محمد عبد أو تلميذ رشيد رضا ذكرت في تفسير المنار لهما قال تكلمنا في هذه القضية ونمنا فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته قاد من أحد وهو يقول لو خيئت بين النص والهزيمة لاخترت الهزيمة لو خيئت بين النص والهزيمة لاخترت الهزيمة ليوافق ربه عز وجل لأن الرماة وكانوا ثلاثين رامية أجلسهم القائد صلى الله سلم في مركز وألزمهم بالثبات ألا يتحركوا حتى لو تخططهم الطير ولكن العدو إبليس لما انهزم المشركون وجرى وراءهم أبطال الإيمان يسلبون ويأخذون الغنائم قال له الآن ما بقي حاجة إلى البقاء في هذا المركز الهزيمة تمت للمشركين فنزلوا إلا قائدهم قال أمان يا رسول الله أن نتبت فتتبت ما إن نزلوا من على صفح الجبل أو جبير موجود إلى الآن حتى جاءت خيل المشركين يعقودها خالد بن وليد فاستحلوا المركز وأرسلوا عليهم نبلهم وسيامهم فوقعوا بين فك المقراض فكانت هذه المعضة يكفي أن تكسر باعية الرسول قائد صلى الله سلم وأن يشج وجه وتسيل دماء يكفي أن يستشد عمه حمزة بن عبد المطلب ومعه سبعون مومنا لمخالفة لا نعد ونحن مخالفة أبول معصية ونريد أن نعيش على طول الخط مخالفين لرسول الله وفي كل شيء وننتصر ونعتز ونسود والله ما كان ولن يكون إذن أبو سفيان لما انتصر وعاد بجيشه لما تجاوز الروحة وتجاوز إذن فكر في العودة للصيصال البقية الباقية قالوا ما حققنا الهدف الحقيقي هيا نرجع فبلغ رسول الله وأصحابه أن أبا سفيان يريد الكرى عليهم جديد فقالوا قولة إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل وسجلها الله في كتاب العزيز وقرأوا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يذعج المؤمنين الذين استجابوا لله ورسول من بعد ما أصابهم والقاح للذين آمنوا واتقوا قاجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل والله خرج الرجل يحمل أخاه جريحا كثيرا ليشهد المعركة من جديد ما هي إلا ليلة واحدة وحمل المؤمنون أنفسهم وخرجوا لاستقبال أبي سفيان ولكن الله صرف أبا سفيان وأباد فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله إذن لمسقنا هذا الحديث حسبنا الله ونعم الوكيل إبراهيم نجاه الله إذ قال الله تعالى للنار المتأججا الملتهبا التي جمع على الحطب أكثر من أربعين يوما وهي تشتعل صدر أمو الله تعالى إليها وهو قوله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم يا نار والنار تعقل آه يكلمها خالق ولا تعقل ولا تنطق ولا تفهم ما الفرق بينك أنت وبينها ما الفرق بينك وبين السهاب والرياح ألك المخلوق فقط يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم لولا لولا قوله تعالى وسلاما لما مات إبراهيم من شدة البرد كوني بردا تعرفون الثلج كيف ييبس لكن وسلاما فسلم والله والله ما احترق من الخليل إلا كتافه الذي شد به يداه وإله سقط وخرج وجبينه ستفسد عرقا ومن ثم هاجر لا حالة تستدعي بقاءه هنا فمن خرج معه زوجه بنت عمي سار وابن أخيه لوط عليه السلام هذه حصة دعوة إبراهيم كذا سنة من السنين فخرج وتجول في أرض الشام إلى أنتهى إلى مصر كما تعلمون وخلاصة القول في إسحاق لما أرسل الله لوطا إلى سدو معمور مدن كبيرة هي الآن تسمى بالبحر الميس حتى الحوت ما يوجد فيه منت إذ قلب جبريل تلك المدن ساف لها عالية إذن لما أرسل لوطا إلى تلك الأمة العاتية الطاغية المتحضرة المتمدنة التي استزلها الشيطان وأسقطها إلى حضيب حضيب ماذا الوسخ وأراد الله عز وجل إهلاكها لأنها بدل نعمة الله كفار إبراهيم عليه السلام في أرض فلسطين وإذا بوفد من ثلاثة رجال من خياب رجال وأحسنهم إنهم جبريل وميكائل وإصرافيل نزلوا عليه ضيفا فأهل وسهل ورحب وفجأة مال إلى وراء بيته وجاء بعجل ذبيح سمين وقرب ه إليهم فلهذا نقب بأبي الضيفان لو سئلت من أبو الضيفان في العالم يا عبد المجيد من أبو الضيفان إبراهيم أبو الضيفان فجاء بعيد هنير إذن وقربه إليهم وقال ألا تأكلون لطيفتان كثيرا ما قلناهما اللطيفة الأولى قربه إليهم ما وضعه في الغفو قال تعالوا يسوقهم كالأغنام بل أدناه منه وقربه إليهم الثاني ما قال كلوا يأموهم ويتحكم فيهم ألا تأكلون ألا أداتوا عرض ألا تأكلون قالوا إنا لا نأكل طعاما إلا بحقه قال إذن كلوه بحقه كلوه بحقه قالوا وما حقه قال أن تسموا الله في أوله وتحمدوه في آخره يا معشر الآكلين والآكلات المزدردين والمزدردات للطعام كل يوم افتتحوه ببسم الله واختموا بحمد الله وإلا أكلكم باطل وما أكلتم حلالا ما حق الطعام البسملة في أوله وحمد الله في آخره بسم الله وتشرع في الأكل ختمت الحمد لله هذا هو الثمن وإلا أكلت ما لا ينبغي لك موحق وهنا نظر جبريل إلى ميكايل أو ميكايل إلى جبريل وقال حق للرجل أن يتخذه ربه خليلا هذه دكتورة حق للرجل أن يتخذه أي وجبا وثبتا للرجل أن يتخذه ربه خليلا هل بعد الخلة حب كل أنواع الحب الخلة فوقه لأنها تتخلل شرائين القلب وتملأه من خليل الرحمن هل جاء بعده لله من خليل نعم رسول الله قال لو كنت متخذا غيرب خليلا لاتخذت أبابك خليلا لو كنت متخذا غيرب خليلا معنى أنه اتخذ الله خليلا لاتخذت أبابك الصديق خليلا إذن وعرف أنهم ملائكة وزاد البشراء كانت السيدة صار ها بزعيمة نساء العالم عليها ألف سلام إلى يوم قيامة كانت هي تباشر مع زوجها ساعدت على تقديم الطعام وهي واقفة فبشروها بغلام فسكت وجهها متعجبا آل دوان عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب فسكت وجهها على عادته عربات الحياة وقالت آل دوان عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حليم مجيد مجيد إذن قال تعالى فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لما قدمتك الريافة إذن أكرمهم الله فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب هذه البشرى لن يقوى عليها كائن من الخلق بشروا بإسحاق لا بس شعرت بالولد في بطنها كانت عقيما ما تلد وكبرت سنوى وإبراهيم تجاوز المياه العشرين لكن كون يحيا إسحاق ويولد له ولد ويسمى معقوب يعقوب هذا هو الذي ذكرنا هذا يعقوب هو إسرائيل وإسرائيل كعبد الله كعبد الرحمن لأن إيل بمعنى الله سل بني إسرائيل عرفنا من هم بني إسرائيل أولاد عقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام ولم يقول الله تعالى لمصطفاه سل بني إسرائيل ليخفف عنه آلامه ليخفف عنه أطراحه وأحزانه مما يعاني من المشركين والمنافقين واليهود سل بني إسرائيل يخبرك كم شاهدوا آيات كطلوع الشمس وما آمنوا ولا انقادوا ولا أسلموا ولا طار ما شاهدوا عصى موسى تتحول إلى ثعبان تلتهموا واديا كاملا بما فيه ما شاهده شاهد آية أخرى يد موسى يخرجها من جيبه وكأنه فلقت قمر ما شاهدوا البحر كيف ينقسم إلى اثنة عشر قسمة وكل جيل أو قبيل يدخل مع قسمة هذا انفلاق البحر ما شاهدوا فيتيهم أن الطير ينزل ليأكلوا اللحمة المشوي وأن العسل ينزل من السماء آيات هل نفعتم تلك الآيات إذا لا تحزن يا رسول الله إذا لم يستجيبوا لك ولم يقبلوا دعوتك كما في الآية أيضا تأنيب وتعنيف للذين ما زالوا مصيرين على الكفر من اليهود والمشركين كم آتناهم كم وهنا كم للتكفير كم والآيات جمع آية وهي العلامة الدل على الشيء ولكنها هنا خارقة للعادة مثالها أنهم لما قتل أحدهم عمه أو ابن أخيه ليارثه ووفعت القضي إلى موسى وما عافوا من القاتل وكل ادعى كذا وأخذوا القتيل ووضعوه عند باب الآخر قال تعالى لهم اذبحوا بقى واخذوا قطع من لحمه واضربوا فإنه يحيا وينطق ويقول قتل نفله ووالله لتم ذلك لا إله إلا الله إذن أية آية أعظم هذه الآية أما كان عيسى ينادي من على الناشي وهو محمول إلى المقبرة يا فلان ابن فلان يغفع نفسه الكفنة ويقول لبيك يا أرحى الله يقول ضعوه امشي إلى أمك آيات هل آمنوا عليها ما آمن واصول الله صلى الله عليه وسلم آية آية فلاق القمر وانشقاقي فلقتين هذه الآية أي آية أعظم هذه القمر مثل الأرض أو أكبر ينقسم قسمين أمامهم ما بين جبل قبيس وراه أمامه هل آمنوا آيات رسولي بلغت ألف آية منها هنا لعلنا في مكاننا هذا في الملاخة القديمة أذن الأذان وأخذ التجار يتوضعون ما وجدوا الماء إذا انفجي بركوة فيها ماء فغامس فيها رسول وصابها وإذا يتفير بالماء فتوضع من سبعون رجل في الحديبية الجيش أو جيش في الحقيقة العمار ألف أربعمائة عامر أو معتمية عاطش أيضا وانقطع الماء وخاف من عاطش الموت ركوة أيضا وضع فيها أبو القاسم يده ففارت كعين فوار شاقوا وملوا قيابهم وأزودتهم وتوضى وشربوا والما يعفور أية آية عظم هذه سل بني إسرائيل كم آتناهم من آية بين واضحة كالشمس دال على وجود الله ووجود عبادته وحده دون من سواه وعلى نبوة النبي وصدق دعواه فيما يدعو إليه كالشمس قال ومن يبد النعمة الله هذه لو تسمحون لننبكي أو نخوف هذه عندكم اسمع هذا الخبار العظيم من يبد النعمة الله من بعد ما جاءته ما الذي يحصل لانتقام التدمير التخريب الإذلال الإهانة التمزيق لأن الله شديد العقاب إذا عاقب وأخذ بعد الإثم أو الذنبي لأنه مخفوض العقاب من العقب عقابه شديد والآن كيف أمسيتم ومن يبد نعمة الله ما هي نعمة الله النعم كثيرة لا تحصى إذ قال وإن تعد نعمة الله لا تحصى لكن في هذا الموطن بالذات في هذا الموقف في هذا السياق الكريم نعمة الله هنا الإسلام وشرائعه أما قال من صورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نعمة الله هنا الإسلام وشرائعه الموصل بأهله إلى عز الدنيا وكرامتها إلى السياد والرياد والقياد إلى الطهر والصفاء إلى الغناء وفي الآخر إلى دخول دار الأضرار الجنة دار السلام كيف تبدى نعمة الله آل يهود بدلوها بالخفر والشرك فأصابه من الذل والإهانة قونا آلاف سنة وهم يرضقون أو يعيشون في الذل والهن والذل والمسلمون هنا يجب أن نتدبر عرفنا قول ربنا ومن يبد نعمة الله من بعد والله لا نعم أجل ولا أسمى ولا أبرك ولا أطيب ولا أنفى من نعمة الإسلام الإسلام بشرائه وقوانينه إذ هو سبيله السعادة في الدنيا والآخرة فقد استبدل المسلمون من القرن السابع وإلا السادس استبدلوا بالعقيدة الربانية السليمة الصحيحة الخرافات والأوهام والضلالات إذن فعاقبهم الله كما علمتم فصلت عليهم الغرب والشرق فألا أذلوهم أهانوهم حكموهم فعلوا فيهم الأعاجيم ويكفي أنهم ورثوا فيهم صفاته الدون والهون الآن نحن نصل للمغرب وراجل ببرنيطة والله كأنه يهودي مر بين أيدينا أعوذ بالله لأن الغرب لما غلب وساد وانتصى وانتصى وأذلنا وأهاننا أصبحنا نتعشق حياته في المأكل في المصرب في الملبس في الفهم في كل شيء شأن المغلوب يتأسى بالغالب عرفتم آخر واضحة والآن جاءت محنة جديدا استقل العالم الإسلامي من أندونيسا إلى مريطانيا استقلالا لا تعترض علي وتقول ما استقل والله استقل الآن يديعون أمورهم بعيدهم إذا في خبراء وإلا ووسط هذا لا حرج فيه ولا ضيقة مستقلون استقلوا فماذا فعلوا أين تطبيق شريعة السماء في الأرض أسألكم ابتدئوها بالقواعد الأربعة البسيطة التي لا تكلف دينا ولا درهم وهي دعائم الدولة الإسلامية ما هي الدعائم الأربعة تكررت هذه قرأناها إلا أن الصورة التي فيها الدعائم ما تقرأ على الموت طويلة لو كانت الكهف وإلا ياسين لعرفها المسلمون هذه صورة الحج ما هذه الدعائم يقول تعالى الذين إن مكناهم في الأرض ما معنى مكناهم مكنا لهم ما معنى ها حكموا سياد الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا أقاموا الصلاة أقاموا الصلاة ما معنى أقاموا لم يسمح لمواطن ذكرا أنثى عزيزا أو ذليلا غنيا وفقيرا أن يؤذن المؤذن وهو في الشار يلعب أو في دكان يبيع ويشتري الكل إلى بيت الرب عز وجل ومن ضبط أنه لا يصلي يستتاب ثلاثا إن تابوا إلى أعدم إذ خلقنا للصلاة خلقنا لأي شيء والله للصلاة إذ مظاهر العباد كلها في الصلاة وإليكم بعض بيانها المصلي قبل أن يأتي إلى بيت ربي يطهر ثيابه ويغسل بادناه ويزيل الحدث عنه ويمشي إلى بيت ربي هذا التطهر هذا الغسل هذا الوضو هذا لوجه من عبادة يدخل بيت ربي فيستقبل بيته يعطيها وجه لا شرقا ولا غربا ولكن إلى بيت ربي ويقف بين يدي وقفة الذليل المنكسر ويرفع يدي الله أكبر ما يبقى في العالم من هو أكبر من الله يخاف أو يرهبه أو يلتفت فيه أو يفكر في حال وشأنه الله أكبر ويقع كتاب الله يتملقه بآياته التي أنزلها فجأة ينحني يركع بين يديه وإن كان عنطر بن الشداد أو كان فلان بفلان ينكسر ويذل ويركع بين يديه الله ويأخذ في تسبيحه لله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبعا أو تسعا أو 11 أو 21 ثم يرفع رأسه بين يدي ربي قائلا سمع الله لمن حمد اللهم ربنا لك الحمد ثم يخر إلى الأرض ساجدا على التراب يعف أعلى ويزعض في أعضائه وأطاه وأصواه وهو الوجه هل بعد الوجه شيء وضعك قدمك على الأرض غير مهم كفيك غير مهم ركبتيك غير مهم لكن وضع وجهك على الأرض جبهة وأنفه الذي يشمخ علوا وكبياء يذلهما بين يدي الله ويأخذ في هذه العملية الساعة والساعات أية عبادة أعظم من هذه فلهذا الذي لم يصلي كاب لا يدخل الجنة أبدا وليس من أهل الإيمان ولا الإسلام إذن هذه العبادة التي خلقنا من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا لشيء آخر أبدا ما هو في حاج إليهم أبدا ما خلقهم إلا ليسمع ذكرهم له ويرى شكرهم له عز وجل إذن عرفتم الصلاة عايشنا والحمد لله وشيخنا عايشنا الاستقلالات استقلالا بعد استقلال كلما يستقل الإقليم نكبر في نادي التوقي العقبي الله أكبر طلع الإسلام من جديد وخاصة يوم ما استقلت أندونيس وباكستان اعتقدنا الإسلام طلع كوكبه الآن يسود العالم آه يستقل الإقليم ويمكنهم الله فبدل أن يقيموا الصلاة يقيموا حفلات الرقص وشوب الخمر والصياح لا إله كأنهم ما عرفوا الله ولا سمعوا به لعل يواهم إياكم أن تفهموا أن هذا الشيخ يقول ما لا يعلم أو يكذب عليكم ينزل عدم من ذلك أقاموا حفلات الاستغلال الله يقول أقاموا الصلاة ورحم الله مسعودنا وابحنا مضيا وسبقان إلى دار السلام لما استقلت الجزائر قال هيا بنا نمشي نصلي في قوبا على أرجلنا شكرا لله تعالى وفعلوا الذين إن مكناهم فالأرض أقاموا ماذا الصلاة وأعطوني علماء النفس الاجتماع والسياسة نتكلم معهم دقيقة والله العظيم إذا أقيمت الصلاة في بلد في إقليم لا سادها الأمن الذي لو وضعوا أمام كل باب بوليس برشاش ما يضحق إذا أقيمت الصلاة بالمعنى الذي يقول الله أقاموا الصلاة على علم وبصيرا ذلك البلد ينتهي منه الخبث ذلك الخبث الذي لو تبذل الملايين على إزالة ما يزول إلا بإقامة الصلاة ما قد ينفق على إبطال الموكة وما لا يتلاء مع الأمة ودينها لو يبذلون المستحيل ما يمكن أن يزول ولكن يزول بإقامة الصلاة ومن قال بره يا شيخ دل نقول هل دولة رسول وأبي بكر وأمار وعثمان وعلي كان عندهم بوليس شرط دارك ليه هل عافت الدنيا آمنا وطهى كما عافت يوم إذن الجواب لا لأنهم أقاموا الصلاة كل مو من بوليس تعرفون هذا ولا لا أيام أحداث جيمان بعض القرى خافوا إذا أردنا أن نتكلم معهم قلتوا لا تخافوا أبدا نحن تدون من نحن كل واحد مننا هو في المباحث وهو بوليس والله العظيم هل فينا من يرى منكرا ويسكت يرى باطل ويشجع عليه يجوز هذا من مهمة البوليس إذن مع مقاربة الفزاد وإلى لا فهي أروني مؤمن يشاهد منكرا ويرضع وتطمئن نفسه إذ كل مؤمن باستقلاله آم بالمعروف ناهي عن موكرا هو سيد البوليس في العالم آبوا أن يجعل الصلاة وشأن لها من شأن يصلي ومن شأن يغني أقول البارهن على الدعائم الأربع انتبهوا قد يقول لكم آه إبليس قالها الشيخ هذا يتملق الحكومة السعودية فإن تم عميل ذنب لعنة الله على إبليس والعجب كيف يقبل العقل هذا كلام هذا كلام نقول ونردده ويا ليتنا أسمعناه كل مسلم فالأرضي أدباهين أنوار الله في كتاب وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم ما لما أقام عبد العزيز بسم الله هذا يدبه لا والله العظيم لقد ساد هذه بلاد أمن لم تحتلم به ولم ترى بقعة في العالم إلا على عهد القرون الذهبية ثلاثة من يود عليها يمشي رجل من أقصى المملكة الأقصى لا يخاف إلى الله بعد هذا يقولون كيف ما يريدون هذا لأنهم لا يريدون أن تقام الصلاة ويوم بالمعوف وينهى عن المنكر هذا الله واضح هذه القواعد الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعوف ونهوا عن المنكر هيئات الأمر بالمعوف ونهى عن المنكر انتشرت في هذه المملكة انتشارا عجبا ويكون منها صوان وعند من ينطق رجل الهيئة وهو إمام المسجد في صلاة الصبح يقرى قائمة إبراهيم بن عثمان صالح بن زيد علي بن فلان فلان منه الذي تخلف عن صلاة الصبح يذهبون إليه إن كان مريضا واسروا أو داروه وإن كان غائب حرصوا بيته وإن كان تأخى أدبوه وجره بعمامته وأدبوه تأديبا كاملا أقيمة الصلاة وجبية الزكاة وعندكم من يقول يجبون ماذا صاع الشعير والعنز في غير هذا لا بيتر ولا ذهب ولا فضة ولا ولا حفنة الطمي والشعير والتيس أجبية الزكاة وإلى لا طاعة لمن لله عز وجل أسئت هيئة الأمر بل ما أفنع المنكة وإلى لا إذن فشادت هذه الأرض طهرا لم تعرف إلا أيام الصحابة وأحفادهم وأحفاد أحفادهم ثلاثة قرون لما يستقل للاقليم من فرنسا أو بريطانا أو إيطاليا ويمكن الله للبلاد للعباد البلاد لمما يأتون عبد العزيز ويقولون أنت دولتك أول دولة في العهد هذا أعطينا قضاة يطبقون الشريعة نتعاهد معكم أزيد سياسيا وإلى لا وسوف تعرفون هذا يوم القيامة كان المفهوض أول إقليم يستقل وأظنه سوريا من فرنسا يجب أن يأتي أهله ويضمون سوريا إلى السعودية والله لواجب وامتناعهم الذي دمرهم وحرمهم الإسلام لأن ضمت سوريا وطبقا فيها شعر الله تصبح كماذا كالجنة استقل الإقليم الآخر يأتي رجاله لقد خرجت بريطانيا هيا بسم الله تعالى ابعث والي قضاك دولة واحدة وهكذا ما مضى ثلاثون سنة أربعون إلا وأمة الإسلام دولة واحدة خليفتها وهي دولة وشريعة الله تطبق لماذا ما فعلنا ذلون ما نريد الإسلام ولا شرائع ولا قواعده ومن ثم والبلاء وأعطانا الله آية عجيبة اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد لله أن أرانا آية من آياته وهي أن أوجد تلك الحفنة من اليهود وأذلنا بهم إدلالاً عجباً بلغاكم كررت من لما دخلوا فلسطين وأخرجوا منها الأردن جامعوا قناصل وصفاء العرب على جدا وبالوا عليهم آب مجهودا بالوا عليهم من أذلنا الله لا الغرب ولا الشرق ولا أمريكا ولا الجن ولا ولا هو جل جلاله وعظم سلطانه هو الذي أرانا آياته ومع هذا أعمائنا أنفسنا عنها وأبينا أن ننظر إليها واستمر العاب المسلمون على الإرحاد والباطل والزيغي لا صلاة ولا زكاة ولا أمب معه فلا نهي عموكا ولا تطبيق لشرع الله وهكذا كفر هذا وإلا ماذا ما هذه الآية ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته يا رب ماذا تفعل ما بين قال فإن الله شديد العقاب معناه سيعاقب أشد العقاب وآدمه في الدنيا وفي الآخرة معا أهل فهمتم هذه هل يسمعها العرب المسلمون هل رجال العلم والصحابة يكتبون لا لا أم ميت يا شيخ حتى يحييها الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلبني إصائي لكم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حسابة مرة ثانية سلبني إصائي لكم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حسابة معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات من القائل سلبني إصائي الله جل جلاله وعظم سلطانه خالق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما خالقنا ورازقنا واهبنا عقولنا وطاقاتنا وقدراتنا هذا الذي يقول لرسوله ومصطفى سل بني إصائي أعرفتم من الآمير الله جل جلاله الذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسله رسولا للعالمين سل أي اسأل وحرفت الهمزة كما قدمنا وهمزة الوصل للتخفيف لقوله تعالى ولقد يسان القرآن للذكر فهل من مدكر فإن قولك اسأل في صعوبة اسأل أما سأل تخفيف ربكم سأل سأل يا رسولنا يا مصطفانا سأل من بني إسرائيل أهل الكتاب أهل يهود أولاد إسرائيل هم أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام إذ يعقوب يكنى بإسرائيل واسمه يعقوب تذكرون أهاجع لا سرر سرر إمرأة عباهيم لما بشرت بالولد مع عقمها وكبر سن زوجها إذ قالت آل دوان عجوز آل دوان عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالت الملائكة أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد المجيد سارة التي هاجرت وفاقت ديارها مع زوجها إبراهيم الخليل عليهم السلام لما جات ماذا بقت الساعة لتدمير حواضر ما حلمت الدنيا بمثلها سذوم عمورة وغيرها فجاء هذا الوفد الذي يقوم بهذه المهمة وعلى رأسهم جبريل وهم جبريل وميكائيل وإسراطيل نزلوا ضيوفا على إبراهيم فلما نزلوا عليه ضيوفا ماذا فعل فراء مال إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم هذا الكرم ولهذا احفظوا أن إبراهيم ملقب بأب الضيفان على لسان سيد الموثلين من أب الضيفان إبراهيم فجاء بعجل حنين باللغة اليمنية مشوي وقربه إليهم ثم ما قال كنوا ما ينبغي فوقهم من آدابه السام يا رفيها ألا تأكلون عرض عرض لا أمر أمرهم ألا تأكلون تذكرون ماذا قال جبريل قالوا إنا لا نأكل طعاما إلا بحقه نأكل مجانا ما دفعنا شيئا إنا لا نأكل طعاما إلا بحقه قال كلوا بحقه قالوا فما حقه يا إبراهيم قال أن تسموا الله في أوله وأن تحمدوه في آخره والحمد لله نحن نأكل الطعام صباح مساء بحقه لا نأكل ولا نشرب طعاما ولا شرابا بدون ما ندفع القيمة والحمد لله القيمة أن تقول بسم الله فإذا شبع تقول الحمد لله أديت الثمن المطلوب إذن فلما قال إبراهيم كلوا بحقه وسألوا ما حقه قال أن تذكر اسم الله في أوله وتحمده في آخره التفت جبريل إلى ميكائيل وقال حق للرجل أن يتخذه ربه خليلا أهل للخل حق للرجل أي ثابت وتعين أن يتخذه ربه خليلا إذن وعرف أنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون ولا يشربون قالوا جئناك لمهمة ومع هذا وتلطف إبراهيم وقال إن فيهم لوطا قالوا نحن أعلم من فيها لننجيه وأهله إلا ما أتوا كانت من الغابين خبيثة منتنة وأما لوط وبناته سوف نستلهم استلال الشعر من العجين وكانت وكانت تلك العواصم انقلب ظاهرها باطنا الله وباطنها ظاهرها وتحولت بمورة الأيام إلى بحيرة منتنة تسمى الآن بالبحر الميت هذا البحر ما يوجد في حوت ولا غفادة إذا سل بني إسرائيل يا رسولنا كم آتناهم من آية بين عشرات مئات الآيات وهل آمنوا ما آمنوا إذ من الجائز أن الرسول صلى الله وسلم تتوق نفسه للمعجزات أو يطالبه أصحابه أو بعض الناس فيود لكن المعجزات لن تكون سببا للإيمان كم وكم وكم من معجزات خارق العادة يصخى منها الكافيون ويستهجئون إذن فاصبر يا رسولنا وتحمل واثبت وسل بني إسرائيل كم آتناهم من آية بين كالشمس دال على أنه لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسول الله أما آمن من أظهر الآيات كما عرفتم العاصى عاصى موسى كان يلعى بها الغنم أمره تعالى أن يلقي فعلقاه فإذا هي حية تسعى تهتز كأنها جان وابتلعت وأدخلت في جوفها ذلك الوادي المليء بالحبال التي يتصورها ويشاهد المستفرجون وأن حيات وتعابين أعظم آياء انفلاق البحر ما ضربه موسى بسم الله فانفلق اثنة عشر فنقا لكل طائف أو قبيل من بني إسرائيل تمشي في طريق واحد خاص بها هل أسلم ما أسلم كم وكم إذا فاصبر يا رسولنا وتحمل واثبت ثم قال له ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته هذه الآية لو تثلى على العالم الإسلامي في ساعة واحدة ويسمعونها ويرزقهم الله إيمنا لا بكوا 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 إلى طلع النهار ولا تابوا إلى ربهم ورجعوا لما فيها من الوعيد الذي لا يقادر ولا يطاب ما ذكره فقد قال إن الله شديد عقاب إذ العقوبة ما تقدرونها ولا تستطيعونها ومن يبدل من من الفاظ العموم يدخل فيه الواحد والواحدة والاثنين والاثنتين والجماعة والأمة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته وشاهدها فإن الله شديد عقاب وإن أردتم صورة ماذا حل باليهود ماذا أصابهم ما عرضت أمة من الأمم الذل والهون والدون والصغاء لاحتقاء في العالم كما عارف كما عارفها اليهود كان المسيحي لا يفتح عينيه في اليهود بغضا له وكورا له ما ينضي إلى وجهه وكانوا وكانوا يقلونهم كالسمك في قدور الزيت بدعوى أنهم قتلوا إلههم وتشاردوا وتشاردوا وتمزقوا وصلط الله عليهم البابليين فساموهم الخصف وصلطوا عليهم ما لا يطاق ثم تجدد لهم العهد من جديد وظهرت دولة ومسادت لما رجعوا إلى الله ثم ما إن فسقوا وخرجوا عن طاعة الله ولبس نساؤهم الكعب العالي تعرفون الكعب العالي ولا لا لما لبس نساؤهم الكعب العالي أخذوا يهبطون فاستباحوا خلاع والدعار والزنا والربا فضعبهم وصلط عليهم أغروم فساموهم والخصف والعذاب شتتوهم مزقوهم آنهم فشارد جماعات منهم إلى هذه المدينة شارد وما زالوا في الهون والدون حتى هبط العالم الإسلامي فظهروا هبط العالم الإسلامي من السيادة والقيادة وإرادة الخير للبشرية علاصق بالأرض وأخلد إليها ظهر اليهود من جديد وظهروا بالمكر والخديعة مكروا فوضعوا المذهب الشيوعي اجتمعوا عليه وفكروا فيه ونظموا وقعدوه وأصلوه وعرضوه فاجتاح ذلك المذهب أوروبا السامية العالية فثلاثة أرباعها أصبحوا لا يؤمنون بالله ولا لقائي لا إلهة والحياة مادة ومن ثم استولوا على قلوب أوروبا ذاك العدو الألد الذي ما يفتح عيني في اليهود أصبح يركع لليهود وينحن ووضعوا فتنة الربا والبنوك وساسوها وتحكموا فيها وسادوها فوضعوا العالم تحت أرجلهم ولا ينقذ العالم من اليهود إلا المسلمون فقط هل نحن يا شيخ المسلمون لا ما نحن نحن كفرنا بنعمة الله ومن يبد نعمة الله من بعد ما جاءته فالعقاب لا يقادر قدره ولا يقوم بشيء لأن الله إذا عاقب شديد العقاب ها هدى قد أذلنا وأهاننا وأفقرنا وشتتنا ورمان في متاهات لما كفرنا نعمة الإسلام ما اعتززن بها وللتففن حولها ولتعشقناها ولا قمنا بها ولدعونا البشرية إليها بل أصبحنا نجي وراء الكفر ونتمثله ونعمل ما استطعنا ألا أن نكون مثلهم أواقع هذا وإذا لا والله لواقع ومن يبد النعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد نقام إذا من يؤدب اليهود والمسلمون والله إن ساعتهم لآتيا لكن هذا الجيل منا ما هو أهل لذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم المتكلم بالغيب المخبر عن الله بما يوحيه إليه وكم وكم من غيب أعلنه وتحقق كما أكبر بلا زيادة ولا نقصان اسمعوه يقول لتقاتلن اليهود وهذه الكلمة يقولها في أصحابه باقي يهود يستحقون القتال بني قينقا شردوا بني النظي أبيدوا هنا في هذا المسجد عن آخرهم بني النظي شردوا إلى الشام أين اليهود ذهبوا إلى روميون ليذلهم وكيف يصبحون أم ويقاتلهم المسلمون لكن الغيب لله لتقاتلن بلام القسم اليهود فتقتلهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهود ورائي فاقتله إلا شجر الغرق فإنه شجرة اليهود تعرفون شجر الغرق كان الباقي كله غرق أيام الأمطار شجر ذو شوك فالغاب عندنا الآن موجود لما يقدس اليهود هذا الشجر لعلمهم أنهم إذا اختبأوا تحت الشجر وجاء مسلم يطاردهم ما تعترف الشجر بأن يهود عندها واسألوا إخوانكم الفلسطينيين عندما يحجون ويعتمدون يعطونكم فكرة كاملة عن شجر الغرق والعناية به كالتفاح والعنب بل أشد أكثر عناية من التفاح والثمر إذا هل الشجر والحجر يكذب يقول يا مسلم وهو ماهو مسلم ما فلهذا نحن لسنا بأهل ذلك ليس معنى هذا أن هذا مستحيل وما يمكن لا والله العظيم لو نسلم لله 24 ساعة فقط نعلن لا إله إلى الله أمنا واحد شعر الله لا مات اليهود من الخوف الفزاة ما الذي يمنعنا من أن نسلم لا شيء يجتمي حكام أفروض بالطيار اللي أقصى الشيق أصل غاب تأتي به في ست ساعات ويبايعون خليفة لهم ويأخذون الدستور تفضل طبقوه تقام الصلاة تجب الزكاة يوم بالمعروف ينهى عن المنكر ينتشر ظل الآداب الأخلاق كم يوم 40 يوم وأمة محمد هي الأمة الغائدة القائدة وتأخذ الدول تسقط ما يقول تسقط لا تمد أيديها للإسلام وتعتنق وهذا اليوم سيأتي أيضا ليأتي يوم لا يبقى بيته مدر ولا ربار إلا دخلوا الإسلام بعز عزيز أو ذل دليل في الكرة الأرضية بكاملة والمقدمات موجودة هيا نسلم إذن ومن يبد نعمة الله نمددها أعطاك الله مالا فأنفقته في الحشيشة أنفقته في العهر أنفقته في أكل الحرام هذا بدل نعمة الله كفره ولا لا ويعاقبه الله ويذله ويهينه إلا أن يتوب عليه نعمة هذا ولا لا أعطاك نعمة السمع والبصر والعقل وأنت البشري أو المسلم إذا لم تشكر الله على هذه النعمة فإن عقاب الله والله شديد وهكذا كل ذي نعمة إذا لم يشكر الله تعالى لها ولم يعتئف بها لله خالقها وواهبها هذا الذي كفر نعمة الله وجحدها وغطاها أسترها يتوقع له عذاب شديد لا يطاق وأبرز نعمة وأظهرها هي آل إسلام في نعمة أعظم الإسلام الكفا حيوانات بهايم إلى جهنم ما هذه الحياة والمسلمون بحق سادات الكون في هذه الحياة طهر وصفاء آداب أخلاق عز وكرامة قل ما شئت من الكمالات لا خوف ولا حزن ولا هم ولا كون ها الإسلام ومع الأسف قد تبدل أو بدل المسلمون نعمة الإسلام بالكفر من أندونيسيا إلى موريطانيا باستثناء هذه البقعة لا يتفتون إلى الشريعة القوانين الغربية المستوردة المستوحات درسوها أو درسوها بعثوا أولادهم فتعلموا في طالع رب في كلا والإسلام مسكوت عنه ومن تكلم خافوا أسكت لا تزعجنا أعبد الله إن شئت إذن صدق الله العظيم ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت دول الخليج كانوا شحاتين فقارا ناصقين بالأرض يصيدون الحوت في الساحل وإلا لا لا عنب ولا زع ولا 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 فأغدق الله علينا نعمة المال ما أشكر إلا لا والله إننا لتحت النظار ومن يعيش يرى ومن يموت يسمع أيضا يبلغ إما أن يشكر وإما أن تسلب هذه النعم ما لهم ميز على باقي البشر يا بلن كلهم عبيد الله من كفر نعمة الله سلبها منه وإن كان ابن الرسول وآباه ومن يبد نعمة الله من بعد ما جاءت ما هذا العذاب ما يقاد وقد فيقال يكفي فيه فإن الله شديد العقاب والعقاب العقوبة لأن الإنسان يخذ من عاقبي وهو هذا معاشر المستمعين هيا من الليلة من أوتي نعمة فذ يشكو الله على الأقل الحمد لله الحمد لله ربنا لك الحمد أنعمت وأفضلت وأحسنت اللهم لك الحمد الله يحب هذا هيا نتملقه ثلاثة أربعنا لا يقولون الحمد لله عند الطعام والشراب ولا اللباس ولا وكوب ولا ولا كأنهم هم خالق النعمة وموجدها كفران لنعمة ينعم الله علينا بهذه النعم ثم ما نذكرها له ولا نشكر من أجلها ولا نحاول أن نعود إفضاله بإفضال آخر نصلي بين داع ركعتين على الأقل شكرا له على نعمته آية عجب ومن أبيض أسود في الأولين في الآخرين في أي جنس من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت وأصبحت بين يديه وأكدها أو شربها لبسها عمل فيها فإن الله شديد نقاد هذه الآية الأولى واضحة هل استفدنا شيئا الآن أصبحنا ننظر إلى العالم بين أيدينا وأنه يتوقع له الإبادة والدماء والخصى ثانيا يقول تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا من الذي زينها لهم ما قال زين الشيطان لهم ولا قال زيننا لهم قال زين من الذي يزين الحياة الدنيا إبليس أبو مر العدو يزين للكفاء الذين هم كالأموات الذين يعيشون في الظلماء الذين فقدوا الحواس وأصبحوا كالبهائم لانقطاع النوع عن قلوبهم لكفرهم بالله وكتابه ولقاه هؤلاء يزين لهم الشيطان الحياة الدنيا تريدنا صورة وإلى لا امشي إلى إيطاليا إلى بلجيكا إلى هولندا إلى ميكا إلى روسيا إلى أي بلد كافة وامضر الكفاء ماذا يفعلهم همه والدماء لا هم له سوى أن يأكل ويشرب ويلبس وينكح لا هم له أبدا إلا كيف يتجمل كيف يتحسن كيف يحسن لباسه طعامه شرابه منزله فراشه مركوبه كل طاقاته مصخرون من يرد علي فيه زينت لهم حياة الدنيا فجروا يجرون في الهاتف من الساعة السابعة وإلى الثامنة وهم في العمل النساء والرجال انتهى العمل استراحوا تلك الساعة وعادوا إليه انتهى العمل إذا كان ينتهي أقبلوا على الأكل والصحوب والنكاح واللهو والباطل وهكذا من فعل به ماذا الشيطان لأنهم أراضوا به موجها وسائزا وقائدا ورائدا دعاهم فاستجابوا ناداهم فقالوا لبيك أبا مر لبيك عرض عليهم الإيمان والإسلام وشائع الله فرفضوها وقبح ألاهم الشيطان وحسن لهم الشرك والمعاصي والجرائم أزيدكم موضوحا نحن كل من يأتي كبيرا من كبايي الذنوب فوالله للشيطان هو الذي يزين على أولله يزين هذا الشيء للفواهش تعال الله عن ذلك علو كبير الملائكة تحسن اللواط الجرائم والله ما كان فهذه الجرائم الممتنة قبيحة من يزينها للناس زين للناس حب الشهوات من المزين العدو إذن زين للذين كفروا الحياة الدنيا لا يرون الآخرة ولا يدون أن يسمعوها ولا أن يتحدثوا عنها ويشمع الزون من يقول الآخرة أو ما يتم فيها ويقول أنت تنغف علينا معيشتنا أو حياتنا أو ترك الآخرة لعلكم شاهدتم هذا وللا إذا يعني جار حديث عن الآخرة في جماعة من هذا النوع يغضبون أدلكم أن لا يجتمعون على اللعب الكيرم الدمين الكارط كما يقولون ويضحكون ويدخنون ويكفرون ويسب بعضهم بعض وكأنهم ما عافوا لا إله إلى الله لعل يواهم والله لهذا هو الواقع ويجلس الغاجل مع بناته ومرأته وشاشة التلفاز أمامه أو الفيدو قالوا الفيدو أعظم من التلفاز تبهتم فلهذا جاءوا بالدش وعاه وترقص وتلوح بيديها وبرعصها وتديوها بارز والحمى في وجه أشافتها وهم يضحكوها كأنهم أموات لا يشعرون أما يستحي أحدهم لو كان فيه إيمان ويذوب بين يدي الله هذا هذا هو الطريق الموصل إلى الله أليس هذا المميت للقلوب والمهيج للشهوات والنزعات ومصيبته ما هي مصيبتنا يا مسلمون أعرضنا عن ذكر الله أعرضنا عن القرآن وأصبحنا لا نجتم عليه إلا ليلة الموت تعرفون هذا أنا أتحداكم من منكم يقول أنا قلت مرة لأخلي من فضلك ونحن في العمل تعبنا نستريح تحت ظل شاجر أو كذا اقر علي شيئا من القرآن أتدبره هات حاصل هذا أو اثنين أو ثلاثة جلسوا يتحدثون عن أمور دنيائهم أو ينتظرون الأكل فيقول وحدهم أي فلان أسمعنا شيئا من القرآن هذا ما عرفنا إلا عند باز هذه الأمة عند الشيخ عبد العزيز بن باز إذا جلس للأكل ينتظرون من منكم يسمعنا شيئا من كلام الله وعرفت مومنا وأنا صبي أحفظ القرآن قبل البلوغ يأتن قول أبا بكر أسمعني شيئا من القرآن والله لا يعمل هكذا ويصلي وهو أمي والله ما يفرق بنا البوت لكن لكن لو تلمير العقبي تلمير خريج هذه المدينة تبعتم يجي قول أسمعني اقر علي أما غيره في ذلك العالم ما واحد يقول أسمعني شيئا من كلام ربي أبدا كل ما في الأمر إذا مات الميت انتدبوا ادعوا طلبة القرآن يحضرون إن كان غني سبع ليالي إذا كان فقير ثلاثة ليالي تبعتم وعندهم الأربعين أيضا من الأغنياء وفي سوريا بالذات علمونا ناقابة تعرفون النقابة بالتليفون قالوا نريد عشرة من طلبة القرآن مات عندنا ميت يقول النقيب من فئة مئة لئة إلى خمسين فإن كان غنيا من فئة مئة لا بس وإذا كان فقير من خمسين هكذا القرآن من أندونيسيا إلى مهيطانيا لا يجتمع عليه ثاني ولا يتدبرون ولا يتفكرون فيما خاطبهم الله به ودعاهم إليه أو نهاهم عنه أبدا صح ولا لا ومن كذب نيه هل استعمرت بلاد العالم الإسلامي من قبل الكفا ولا لا إذن انقطع الكلام لو كانوا أهل قرآن يستغلون ويستعمرون من عاد الله زين للذين كفروا الحياة الدنيا ولمن نحن ونحن مؤمنون نقبل تزين الشيطان لنا ونتنافس فيها وأعظم ما حدث عندنا البنوك كم من بني في المدينة يرحمكم الله كم ثمانية ثمانية خاليها عشرة أهل أهل بالمدينة يهود فيها يهود ساكن هنا فيها نصار مجوز لا أبدا مسلمون إذن مسلمون ويقلدون اليهود ويفتحون البنوك ومن يعمرها أظن تأتي الأموال من الخارج وتضع فيها والله لمن جيوبنا نحن المواطنين فهمتم من زين هذا لنا ها أو الشيطان والله لا شيطان ما جاء أبدا عالم علمائنا ولا سيد من ساداتنا وخطب فين قال اسمعوا اغتفعوا ساهموا البنوك تغفع مقاماتكم وتعزكم فعل هذا أحد ماذا إذن من عمرها الشيطان هو الذي الذي زين اللواطا وهو أخبث خبث عرفة البشرية وأصبحت له أندية في العالم هو الذي يزين هذه الجرائم المبقات وقولوا صدق الله العظيم زين للذين كفروا ما الذي زين لهم أهل حياة الدنيا عاشقوها أحبوها جروا وراءها فناسوا الآخرة نسيانا كاملا لم يخطوا ببالهم شيء اسمه الدار الآخرة همهم الدينا والدرهم لأجل التفحش والإقبال على الشهوات قولوا صدق الله العظيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويصخرون من الذين آمنوا يستهزئون يصخرون رأيناهم بأعيننا ما في حاجة إلى يصخرون من المؤمنين إما هؤلاء متأخرون متخلفون هذا نغم أو رجعيون الآن أو ماذا يسمونهم أصوليون ثبات سخرية كان هذا أصول هذا هذا رجع متخلف هذا من قول الوسطى صح ولباطل ويسخرون من الذين آمنوا في هذه الدنيا ويستهزئون بهم ويحتقرون ويذلون ويهينون ويرهبون أصحاب المال وسلطان أصحاب الدنيا يجون وراءهم أما المؤمنون يسخرون منهم فقراء ضعافا معرضون عن الشهوات والأطماع والأهواء وأخيرا اسمع خاتم الله والذين اتاقوا فوقهم يوم القيامة كم هذه الفوقية تقدعنا كم من مليون كيلو متر ما تنطوي الحياة هذه يبقى عالمان عالم أسفل وهو سجين وعالم أعلى وهو عليون إذا كان الآن دار السلام الجنة التي ارتادها أبو القاسم بإذن الله وعاش فيها ساعة من الزمن وراء قصورها وحوءا وأنهارها وهو المسافة سبعلاف وخمسمائة ميل لو قدر لك أن تعيش سبعلاف سنة وخمسمائة عام في من يعيشها للفترة ولا يعيش أحد أطول من عاش ستمائة سنة سبعمائة ألف سنة من آدم إلى اليوم يتحتاج إلى سبعلاف وخمسمائة عام وأنت طائر حتى يتدخل الجنة الهبوط كذلك ثم وردناه أسفل سافرين في سجين إذن الذين اتقوا فوق الكافرين يوم القيامة وهنا القرآن كما علمتم زادكم الله علما كتاب هدايا كتاب تربية إصلاح كتاب تنمية للمعارف الأداب والأخلاق فلاحظ هنا ما قالوا الذين آمنوا فوقهم يوم القيامة كان المفروض هو هذا اسمع زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة هو قال هكذا قال والذين تقوا آمن بالله والذين تقوا ما قالوا الذين آمنوا لو أراد الإيمان مجرد الإيمان لا قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا وهم فوقهم يوم القيامة الآية ما هي هكذا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين تقوا فوقهم يوم القيامة دعوة إلى التقوى وإلى لا ايه ورب الكعبة ما التقوى هذه التقوى اللا سرقا ولا خيانا ولا غشا ولا خداعا ولا كبرا ولا سخيا ولا استيزا ولا نفاق ولا كبرا ايه كلمة كلمة التقوى إذا اتقى أهل الإقليم أو البلد أو يلقى يا ربهم سموا أصبحوا كالملائكة في السماء بخلاف أهل الإيمان كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقل لهم بلاكك أو بوصلي والذين اتقوا اتقوا ماذا اتقوا من اتقوا ربهم بما يتقونه وبيديه كل شيء يقول الشيك فيكون كيف يتقى الجباه الذي يكون الليل على النهار والنهار على الليل كيف يتقى يا عباد الله الجواب يتقى بالخوف منه خوف من شأنه أن يجعلك ما تفك في معصيته ولا يخطب بالك الخروج عن طاعته فهذا الخائف من جلال الله وسلطان وجباروته إنه يحي ويميت هذا الخائف يبحث لحياته عما يقربه من الله ويدنيه منه دلوني عما يحب ربي حتى أفعله له دلوني على ما يكره مولاي حتى أبتعد عنه وأجتنبه فيطلب محاب الله ويرعل من إقليم إلى إقليم من قرية إلى قرية من بلد إلى بلد يسأل عن محاب الله ليفعلها تقربا إليه وتزلفها ليعلم مصاخط الله ومكاريه ليتجنبها ليرحل من ساحتها ليبتعد من دوعها وأهلها هذا هو المتقين أين يسكن المتقون آه إن الأبار لفي نعيم وإن الفجاء لفي جعيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم المتقون هم الأطهار الأصفياء اليوم المتقون هم العلماء العارفون ربانيون اليوم هياة هياة أن يكون جاهل ولي لله يحبه ويحبه الله يا شيخ بالغت فيها عندنا كلمة حفظناها عن أهل العلم وهي ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه إذ لا يتخذه وليا وهو جاهل الجاهل بما يحب الله وبما يكره يعاكس الله وإلى لا الله يحب محمد ويعكره يغضب الله وما يغضبه الله يحب ذكره ويحب الأغاني وكلام العواهر عاكس الله وإلى لا كيف يكون وليا فلهذا من شرط الولاية الموافقة كلمة هذه تزن مليارات الدولات ما هي ولاية الله الموافقة وافقه أنت وليه وهو وليك عاكسه خالفه والله لأنت عدو وهو عدو عافظم الموافقة وإلى لا فيما يحب أي أحبب ما يحب وكره ما يكره أنت وليه فإن كنت لا تعرف ما يحب ولا ما يكره مستحيل أن تكون وليه يا شيخ كيف نعرف ما يحب الله وما يكره كيف تعرف يسأل أهل القرآن يعلموك انقرأ بواب العلماء كل يوم علموني مسألة يحبها ربي لأحبها من الآن وأحققها له علموني ما يكره مولاي والزيدي من الكلام أو الأعمال أو الصبات حتى أتجنبها فلهذا إياك أن تفهم أن جائل يصبح ولي الله مستحيل وليس المقصود من العالم أن يكون يقع ويكتب أكثر الصحابة ما يقرأون ولا يكتبون فقط سأل أهل العلم وجالسهم ورحل إليهم فتعلم ما أحب الله وكيف يفعلها وتعلم ما كاره الله وكيف يتجنبها فأحب ما أحب الله وكره ما كره الله وقدم المحبوب لله تقربا وتزلفا إليه وابتعد عنه عن المكروه وأبعد عن الله فهو ولي الله لو أفع كفه إلى الله ما ردهما صفا ولا خائبتين نعم والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة وهل يستطيعون أن يشاهدهم أنت في علياء السماء وعدوك لعله أبوك مشرك في أتون الجحيم منك تتصل به قبل اليوم كان المسلمون يقولون آمنا بالله ما يقول مستحيل أما اليوم اللي ينكر هذا أحمق مجنون لا قيمة لما أنت الآن تشاهد أمريكا في الشاشة وإلا لا بقي إذن غيب حاضض على البقي الباقي من الإيمان إن يوما قريبا ما أقبل فيه الإيمان ما بقي غيب أبدا اسمع هذه الصورة العجيبة ما قال فيهمون ولا منهم كيف يتم هذا قال تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون لما جلسوا على العرائق والأسهر والحريرية الذابية في دار السلام إذ الأكل والشعب والنكاة وذكر الله لا مسحات ولا آل ولا عمل ولا شغل ولا عرق عرقك طيب وأطيب من الطيب لا خرأ ولا بول ولا غائر كل جشأ أطيب من ريح المسك عالم الخلد هذا ما هو عالم الفناء إسمع فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قائن أيام كنا في الحزب الشيوعي أو الاشتراكي في الجامعة البريطانية كان لي قائن يسخر مني ويستهزئ به ويقول أنك لمن المصدقين جامعة قل إنك لمن المصلين هذا من المصلين جامعة لمن المطوعين أعوذ بالله من الشيطان وجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لا مانع من أن نذكر أنفسنا بالآيتين السابقتين في لية مضت تلاوة ثم نذكر هداية الآيتين تعليما وتذكيرا أما الآيتان فهما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سل بني إسرائيل كم آتناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد الإقابة زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم قياما والله يرزق من يشاء بغير حسابه حداية الآيتين أولا التحذير من كفر النعمة حذرنا الله بهذه الآية من أن نكفر نعمة أي نجحدها ولا نعترب بها لله ولا نشكره عليها حذرنا ربنا تعالى من كفر النعم وما يترتب عليه من سلبها والانتقام من الكافرين بها التحذير من كفر النعم لما يترتب على ذلك من أليم العذاب وشديد العقاب ومن أجل النعم وأفضلها وأعظمها نعمة الإسلام نعمة الدين الإسلامية فمن كفر به وأعرض عنه فقد تعرض لأشد العقوبات وأقساها وما حل ببني إسرائيل من ألوان الهون والدون دهرا طويلا شاهد قوي شاهد قوي على أن من أعرض عن دين الله استوجب غضب الله ونعنة الله وأذله أخذه قالا وما حل ونزل ببني إسرائيل من ألوان الهون والدون دهرا طويلا شاهد قوي وما حل بالمسلمين يوم أعرضوا عن الإسلام واستبدلوا به الخرافات ثم القوانين الوضعية شاهد أكبر إذا عاسى المستمعون يعون هذه المسائل الألمية ثانيا التحذير من زينة الحياة الدنيا والرغبة فيها والجمع لها ونسيان الدار الآخرة وترك العمل لها فإن أبناء الدنيا اليوم يصخرون من أبناء الآخرة ولكن أبناء الآخرة أهل الإيمان والتقوى سيكونون يوم القيامة فوقهم درجات إذن في أعالي الجنان والآخرون في أسافل النيران ذي هداية الآياتين الكاومتين أهيا بنا مع هذه الآية وهي واحدة ولكنها طويلة معشر المستمعين هل بينكم من لم يفهم أو يعرف معنى الآية ما معنى آية والجمع آيات الآية الآية في لغتنا العلامة القرآن في ستة لافمتين أرضين آية كل آية علامة على وجود الله وعبوبيته وأولويته وصحة شرعه ودينه وعلى صحة نبوة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك من أنزل هذه الآية يكون معدوما هذه الآية التي تحمل الهداية الكاملة للبشرية صاحب يكون جاهلا مستهل الذي نزلت عليه وقارها وكتبها أصحابه لا يكون رسول الله مستهل كيف لا يكون رسول وقد أوحى إليه بالآيات وأنزلها عليه فلهذا كل آية في القرآن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولن يستطيع ذو منطق أو عقل أو فلسفة أن ينقض هذه والله ما يقدر الآية من أنزلها في من ادعى نزولها قال أبي أوجدي أو قال بن فلان سكتت البشرية وطعطى طرصها وسلمت أن هذا وحي الله وإنزاله وكتابه إذا فهل يكون منزل منزل الوحي والكتاب غير موجود أو يكون جاهلا أو يكون ضعيفا أو يكون أو يكون مستحل ومن نزلت عليه ورسوله قطعا إذا فكل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع يقول تعالى واسمع العلوم التي ما وصلت ليه فيهم البشر ولا أدركتها كان الناس من هم الناس بنوا آدم أبيضهم وأصفرهم على حد سراء كان الناس في وقت ما في ضعف ما بعيد هذا الوقت بالذات هو ما بين آدم أبي البشر نبي الله عليه السلام ونبي الله نوح عليه السلام ولكن في هذا تجول إذ قبل نوح من آدم إلى قبل نوح بزمن كان الناس كلهم على ملة الإسلام ليس فيهم كاف ولا مشق ولا يهود ولا نصران ولا نصران ولا كلهم على الإسلام أمة واحدة لا مذهبي ولا فرق ولا ولا حوالي ألف سنة ثم ودس لهم دسائس الخبض واستطاع أن يحولهم من موحدين إلى مشركين فلما أشركوا إذن استلزم ذلك وجود وحي وكتاب وتعليم ثم انقسموا ما بين مومن وكافة أما الفترة من آدم إلى قبل نوح بزمن كانت البشرية كلها أمة واحدة لا فرق بين ولا خلاف إذن وعلمنا الله بداية الفتنة وهي أن إبليس عدو آدم وبنيه ما أعجبه أن تستمر البشرية دائما في انتظام وإسلام وطهر تدخل الجنة كلها إذن فزين لما قبل نوح أي قبل بعثة زين لهم أن يضعوا تماثيل لخمسة رجال من الصالحين هؤلاء رجال الصالحون زين لهم وضع تماثيل لهم حتى إذا نظروا إليهم أحبوهم ورغبوا في صلاحهم وما كانوا عليه ويأخذون في زيارتهم فترة من الزمن بعد فترة من الزمن مات من عرفوا هذه القضية فزين لهم عبادة تلك الأوثان أو تلك التماثيل الخمسة فعبدوهم بحجة التشفر والاستشعاع التقارب بهم إلى الله فلما عبدوهم وأشركوا بربهم أرسل الله تعالى إليهم رسوله نوحا عليه السلام هؤلاء الصالحون الخمسة جاءوا في صورة نوح بلفظ بي واضح إذ قال تعالى عنهم وقالوا لا تذرن آلهتكم التي تعبدونها ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرى قالوا هذا من باب الإيصال والتوصية والتحذير إياكم أن تنغروا بهذا الرجل وما يقول لكم فتتخلوا عن آلهتكم وعن الصالحين من أولياء الله وقالوا لا تذرن أي لا تذرن آلهتكم وبخاصة ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرى وقد أضلوا كثيرا إذن الآن كان الناس أمة واحدة في أي فترة ما بين آدم ونوح بإجمال فلما ظهر فيهم الشرك والكفر واختلفوا قال فبعث الله النبي نبيا بعد نبي رسول بعد رسول في أوقات مختلفة بحسب حالة الناس وحاجاتهم مهمتهم مبشرين المؤمنين المستقيمين برض الله وجنته منذرين الكافرين بغضب الله وعذابه إذ ليس لهم مهمة إلا هذه يعلمون الهدى فمن أجاب ناجى ومن أعرض خسر وهلك كان الناس أمة واحدة أي على ملة التوحيد فلما اختلفوا ودس العدو بينهم الشرق والضلال فبعث الله النبيين مبشرين للمستقيمين منذرين للمنحارفين وأنزل معهم الكتاب والكتاب هنا اسم جنس أهل للجنس أي الكتب صحف إبراهيم كانت كم عشر صحف صحف موسى صحف شيء ثلاثين صحيحة إلا وأنزل معهم الكتاب بالحق تحملوا تلك الكتب من أجل ماذا قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه من عقائد وشراء وآذاب الله عز وجل منزل الكتاب ومنبع النبي وموصل الرسول هو الذي فعل هذا ثم قال تعالى انتبهوا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم هنا في الكلام الإجمال وأنزل الكتاب أيضا على مصطفاه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنزله بالحق أيضا إذ قال تعالى انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس الآيات إذن أنزل مع الرسل مع النبيين كموسى وإن كتب ليحكم الله بين الناس فيما اختلفوا فيه فيبين صاحب الحق من صاحب الباطل والمؤمن الكافر والسعيد من الشقير ثم قال تعالى وما اختلف فيه أي في الكتاب وهو صالح لأن يكون الإنجيل والقرآن إذ اليهود اختلفوا في الإنجيل وإلى لا وأنكروه وكذبوا به وقالوا في عيسى ساحب وابن زنا إذن فاختلفوا من الذي اختلف آل الكتاب اليهود في شأن عيسى والإنجيل واختلفوا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم وما اختلف فيه الذين أوتوا أي الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات والأدلة والمعجزات ساطعة كالشمس تقر نبوة عيسى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم لم هؤلاء الهود وقفوا هذا الموقف قال بغيا بينهم بغيا بينهم لأنهم رؤساء ومسؤولون ومسيطرون وقادا والبشر يدونهم فإذا تنازلوا عن مراكزهم الدنيوية التي تحمل شعار الدين والمعرفة والعلم هانوا وأصبحوا كسائر الناس فاعرفوا هذا فأصروا على البغي والعدوان حتى لا ينزلوا من مراكزهم واليهود من مظاهر ذلك أنهم صرحوا غير ما مر في المدينة بصحة الإسلام وصدق نبوة محمد لكن قالوا إذا اتبعناه انتهى وجودنا ما بقي لنا وجود أبدا في العالم ذبنا في الإسلام ويشهد لهذا أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا من الأوس والخزرج ويقولون لهم إن نبيا قد أضل زمانه وسنؤمن به ونتبعه ونقاتلكم قتال عاد وإيرام لما يقع الشجاع أو نزاع بين الأوس والخزرج واليهود يقولون لهم هذا قال تعالى فلما جاءهم ما عافوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتعوا به أنفسهم إذن يقول تعالى وما اختلف فيه في الكتاب الذي أنزلنا على عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم إلا الذين أعطوه أعطوه من بعد ما جاء ثم بينك من هؤلاء اليهود وذلك بغي أي من أجل البغي بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه أهل الكتاب اليهود من الحق بإذنه وهنا هذه الآية تحمل أيضا معنا آخر واضحا بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن يوم الجمعة هذا اليوم الذي خلق الله فيه آدم وأهبطه إلى الأرض فيه وهو الذي تقوم فيه الساعة أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة هذا اليوم عريد على اليهود فرفضوه وردوه على أنبيائهم واختاروا السبت فكان لهم السبت فكانوا يعبدون الله فيه بعبادات مشروع مبينة من قبل الشارع جاء النصار من بعد فرفضوا الجمعة ورفضوا السبت وردوه بالأحد فعالم النصار عالم الصليب الكل يقدس الأحد والكل يعبدون الله بتك العبادة الباطلة في كنائسهم يوم الأحد فهذا اليوم الفاضل العظيم اختلفوا فيه فهدى الله أمة الإسلام إليه ونستمع قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه من الذي هدانا الله عزوه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والصراط المستقيم هو الذي لعوجاج فيه هو الذي ينتهي بالسالكين إلى دار السلام إنه الإسلام والله يهدي من يشاء هدايته إلى أين إلى المسيحية أو اليهودية أو المجوسية إلى الإسلام وسماه الصراط المستقيم وعلمنا كيف ندعو الله ونقول اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا على سلوكنا ومشيتنا وسيرنا على الإسلام حتى ننتهيه إلى دار السلام إذن مرتان يتأمل هذه الآية الكريمة قبل أن نأخذ في شرحها كان الناس أمة واحدة على الإسلام على التوحيد في بداية أمر الحياة قرابة الألف سنة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذر الليمة لما اختلفوا وتناحروا وظهر الكفر والإيمان بعث النبيين آل الفاء لها معناها كان الناس أمة فاختلفوا فبعث الله النبي أو فظلوا فبعث لهدايتهم إذ من رحمة الله تعالى بعباده وهو أرحم بهم من أنفسهم لا يريد لهم البلاء ولا الشقاء ولا الأذاء يريد أن يذكروا ويشكروه وهذه علة خلقه لهم كورونا كورونا هذا المعنى لو تسأل لما خلق الله الجنة والمار لما خلق الله السماوات الأراضين لما خلق الله هذه العوالم الجواب خلقها للإنسان والإنسان لما خلقه ليذكره ويشكره أراد الله عز وجل أن يذكر ويشكر فأوجد هذه العوالم لابن آدم وأوجد الجنة لأولياء والنار لأعداء لعلمه أنهم سيعادونه ويحاربونه وشارع لهم الذكر والشكر خلقتكم لهذه المهمة وفي القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والجن تابعين للإنس لا يستقلون وفي حديث قدسي يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي ماذا يفعل الله بنا يريد منا أن نذكره ونشكراه نذكره بقلوبنا وأسنتنا طول الحياة ونشكو بطاعتنا له بفعل الأوام وترك النواهي وفعل الأوام من شأنه تزكية نفوسنا وتطيرها وترك النواهي شأنها من شأن أن يبقى لنا طهونا وصفاؤنا فعل الأوام تنتظم حياتنا في المأكل والمشهب والملبس والمركب ترك النواهي من شأنها أن تبقي صلاحنا في حياتنا في طعامنا في لباسنا ما خلق الله شيئا عبذا تعالى الله علو كبيرا عن الله والعبث وما خلق السماوات وما بينهما لاعبين ما خلقناهم إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون كان الناس أمة واحدة إذن فاختلفوا ظهر الشرك وبدأ ب قوم نوح نوح عاش فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وهو يدعو إلى الله ويلون الدعوة مر يسر مر يعلن مر يدعوهم مجتمعين مر يدعوهم متفرقين ألف سنة كانت الحصيلة ثلاثة وثمانين مر أراجل على قد حمول تلك السبينة ثلاثة وثمانين واجهوا مر ألف سنة إلا خمسين عاما وعابوه وقالوا فيه وفعلوا العجب لو لا حماية الله لقتلوا لكن القول قالوا لا تسأل عن قوالهم ماذا قال كانوا إذا تتلم ماذا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا فيها ما نريد أن نسمع ولا نرى وجهك يدخلون أصابع حتى ما يسمعوا يدخلون ثيابا معك حتى لا يشاهدوا ما نريد أن نرى وجهك اذهب عنا أصابعنا تسعمية وخمسين عاما ولما دقت الساعة وأراد الله أن ينتقم والله كما علمنا يملي يزيد يأفسح المجال الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذوا أليم شديد إذن فما كان منه تعالى إلا أن أمره بأن يصنع فولكا وجبريل يساعده أو ميكائل وكان يمرون عليه ويسخرون به يا نوح تأتي بالبحر هنا وإلى تنقل هذا إلى البحر كلما مر ساخروا منه واستهزأ كلما مر ملأوا منه ساخروا به والشاهد عندنا لما دقت الساعة احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وقضوا الله وقضوا فيه كابنه كنعان فإنه هالك ورسات السفينة على جبل الجودي وقد عثر عليها في قوة متأخرة والشاهد عندنا أم لا لهم ألف سنة قريب والدعوة بينهم وهم يصخرون ويرحكون ويستهزئون ورسل آخرون ما أعطاهم هذه الفترة عاد قوم عاد كانوا جبابرة الأرض وقرأوا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في الجهاد كانت طولهم لا تستطيعوا قريب من ستين ذراعا كأبينا آدم عليه السلام لأن آدم لما صنعه الله وخلقه كان طوله ستون ذراعا ستين ذراعا ولا يزال الخلق ينقص 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 إلى اليوم فنحن بالنسبة إلى آدم أقزام وفينا من هو ومثل قزم تماما ويزيد ينقص عاد كانوا في القرون الأولى تبهتم إذن كانوا عجبا ولكن ما فعل الله بهم فقط عاصبة سبع أيام سبع ليال ثمانة أيام عاصبة والمساحة التي خرجت منها قالوا كعين المسلة أو الإبع فقط فما تركت دارا ولا بناء ولا 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 تركتهم كالنخيل المحطمة كأنهم أعجاد نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ولا أحد حتى إن عجوزا دخلت في غار في الجبل وظنت أنها نجت دخلت الريح كاللولب وأخرجت وصرعت على الجبل وما زال المؤرخون يقول هذه قارة العجوز أيام هذا الأيام عروفة عند العرب القارة من البرد يوم كذا هو قارة العجوز آخر يوم من السبع أيام إذن ثامود وراءنا على الستمئة كيلو لما ناجى المؤمنون معهود عليه السلام نجحوا إلى الشمال واستقروا في تلك الأماكن وطالت الحياة وأصبحوا أمك أمة العاد وحسبك أن تشاهد آخرهم في تحويل الجبال إلى منازل وقصور أين الآلات التي كانت عندهم إلى الآن مجاهدة فلما أعرضوا عندك الله وتعال وتكبروا وسخروا من صالح أيضا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وقالوا إن كنت تزعم أنك رسول اسأل ربك أن يخذ ناقة من هذا الجبل تحدي واضح لأموال والنعيم فقام يصلي ويدعو فتصدع الجبل وخرجت منه ناقة عشراء لم ترى الدنيا مثلها هذه ناقة الله لكم آيا فذروها تأكل في عرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب وليم وجعل الماء قسم بينهم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم حتى ما تختلط معه يوم الخميس للناقة يوم الجمعة لكم فما كان منهم إلا أن تمالوا وتعامروا وعقروا فلما عقروا دقت الساعة وقعوا من صورة الشمس كذب الثمود بطهوها المال والقوة والوار ولهذا الفقر دائما خير من الغناء كذب الثمود بطهوها إذ انبعث أشقاها هذا قضاء بن سالف فقال لهم أصول الله ناقة الله انتبئوا ناقة الله احذروها اتركوها وتركوا سقياها معها فلما أبوا فدمدم عليهم ربهم بدمبهم فسوها حولهم إلى خبر كان صحيحة واحد دائما ولكن على ثلاث أيام يوم الأربعاء اصفرت وجوههم يوم الخميس يوم الخميس احمرت وجوههم وهم جاثمون ما بقي من يأكل ولا يشرب ولا يتحرك جاثمون على الأرض يوم الجموع سودت وجوههم سودات كاملة صباح السبد بعد الفجر مباشرة كانت الصيحة فصائقوا عن آخرهم باقوا جثث على الأرض تأكلها الطيور الحيوانات أمة كاملة لأن آية الصالح النقاض عجب العجاب والشاهد عندنا فبعث الله النبيين لهداية البسر بعدما ظلوا واختلفوه ومهمته مبشرين من يستجيب لهم ويمشي وراءهم ويتبع فطارهم فيطيعهم ويطيع ربهم يبشرونه بالسعادة المطلقة في الدنيا والآخرة ومنذرين لمن يعرضون ويتكبرون أو يعاندون ويحاربون وأنزل معهم الكتاب أيضا بالحق يحمل من أجل ماذا ليحكم بين الناس فيعطي كل ذي حق الحق هو قال فما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءهم من العلم فما اختلفوا فيه على مهلكم وأنزل معهم كتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءت بينه آل يهود اختلفوا مع النصار مع عيسى عليه السلام واختلفوا مع محمد والمؤمنين لما البغي الذي أصبح طبعا لهم ما يستريحون إذا لم يظلموا ولم يحسدوا ويهود فهدى الله الذين آمنوا وهم المسلمون هداهم للذين اختلف فيه اليهود والنصار من جملة ذلك الجمعة الجمعة اختلفوا فيها إي نعم عرضت على اليهود فرفضوها على ألسلة رسولهم عرضت على النصار رفضوها إذن ونحن الآخرون السابقون والآن معنى الآية الكريمة في الشرح قال يخبر تعالى أن الناس كانوا ما بين آدم ونوح عليهم السلام في فترة طويلة كانوا أمة واحدة على دين الإسلام لم 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 يعبد بينهم إلا الله تعالى عهد آدم قريب كان عند الله مع زوجته وأولاده إذن العهد ما هو بعيد إذن يخبر تعالى أن الناس كانوا ما بين آدم ونوح عليهم السلام في فترة طويلة كانوا أمة واحدة على دين الإسلام لم يعبد بينهم إلا الله تعالى حتى زين الشيطان لبعضهم عبادة غير الله تعالى فكان الشرك وكان الضلال والشيطان هذه مهمته أما زين لقوم الأرض كما علمتم أفحش فاحشا ما عرفت هالدنيا قط ومع هذا علمهم إياها فكانوا يأتون في أنديتهم أمام بعضهم البعض والعياد بالله إذن فزين الشيطان لهم لبعضهم عبادة غير الله تعالى فكان الشرك وظهر الضلال إذن فبعث الله تعالى لهدايتهم نوحا عليه السلام نوح عليه السلام فاختلفوا إلى مؤمن وكافر وموحد ومشرك وتوالت الرسل تحمل كتب الله تعالى المتضمن الحكم الفصل في كل ما يختلفون فيه ثم أخبر تعالى عن سنته في الناس وطريقته فيهم وهي أن الذين يختلفون في الكتاب أي فيما يحويه من الشرائع والأحكام هم الذين سبق أن أوتوه وجاءتهم البينات فهؤلاء يحملهم الحسد وحب رياس والإبقاء على مصالحهم على عدم قبول ما جاء به الكتاب فاليهود لما رفضوا القرآن ونبيه جاء بلودا ولكن معناه يشلبهم مناصبهم و مراكزهم وينتهي ما كانوا يعبدون الله به ويعبدون الله بالإسلام وهذا لا يريدونه وقد أفصحوا وتجلت هذه الحقيقة هم يعملون على إعادة مجد بني إسرائيل وحكمهم ودولتهم فالدين مجاوى التمسح فقط وإلا لاتجاه الحقيقي أن يعود لهم ملكهم ودولتهم هذا السبب الوحيد الذي رافضوا به قبول الإسلام وإن لم يصرحوا به الإسلام قال نحن في غنى عنه عندنا دين الله وكتاب الله لسنا في حاجة إلى هذا لكن الواقع هم يريدون أن يعيدوا مملكة بني إسرائيل وظهر هذا الآن واتضح بعد ألف وأربعمائة سنة ظهر الدولة إسرائيل في أعظم مركز من مراكز العالم الإسلام في القدس فلهذا لا يسلمون ولا يقبلون إسلام قال وحب الرياس ولقاء على مصالحهم على عدم قبول ما جاء به الكتاب قال وليهود هم المثل لهذه السنة فإنهم أوتوا التوراة فيها حكم الله تعالى وجاءتهم البينات على أيدي العديدين الكثيرين من أنبيائهم ووصولهم واختلفوا في كثير من الشرائع والأحكام وكان الحامل لهم على ذلك البغي والحسد والعياذ بالله تعالى وهدى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما اختلف في أهل الكتابين اليهود والنصار فقال تعالى فهدى الله الذين آمنوا أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون هداهم للإيمان بكل الكتب وسائر الرسل ونجاهم مما اختلف في من قبلهم والحمد لله قال وهدى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم لمختلف في أهل الكتابين أي التوراة لليهود والإنجيل للنصارى فقال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لمختلف في أولئك المختلفون من الحق هداهم بإذنه ولطفه وتوفيقه فله الحمد وله المنى ومن ذلك الحق الذي اختلف في أهل الكتاب من قبلنا وهدان الله تعالى إليه أولا الإيمان بعيسة الإيمان بعيسة اختلف فيه اليهود والنصارى وإن لا اليهود قالوا ساحر شاو دجال وابن زنا وكفروا به وعزموا على قتله وقتلوا من مثل لهم به وجعله كما تعرفون النصارى قالوا هو الله وابن الله وثالث ثلاث مع الله وتاه في متاهات لا حد هذا اختلاف واضح وهدى الله هذه الأمة فقالوا عيسى عبد الله ورسوله والله لا عبد الله ورسوله ماه بلا ولا ابن الله ولا ساح ولا دجال ولا كذب إذن الإيمان بعيسة عبد الله ورسوله حيث كفر به اليهود وكذبوه واتهموه بالسحر وحاولوا قتله وألهه النصارى وجعلوه إلها مع الله وقالوا فيه إنه ابن الله تعالى الله تعالى الله عن الصاحب والولد ما اتخذ الله ولده هذا واحد ثانيا يوم الجمعة وهو أفضل الأيام أخذ اليهود السبتة والنصارى الأهد وهدى الله تعالى إليه أمة الإسلام جين بعدهم وإلىنا المفروض هم الذين يأخذونه ثالثا القبلة القبلة قبلة أبي الأنبياء إبراهيم ما هي قبلة إبراهيم الكعبة أليس هو الذي بناها أو المبناها إلا استقبل اليهود بيت المقدس واستقبل واستقبل النصارى طلوع الشمس أو مطلع الشمس إلى الآن وهدى الله أمة الإسلام إلى استقبال البيت العتيق قبلة إبراهيم عليه السلام والله الله يهدي يشاء إلى صراط المستقيم لو شاء الله هدايتهم لهداهم أي اليهود والنصارى لكن لما تمردوا وكفروا واحتالوا ومكروا ما يشاء هدايتهم ورأى هذه الأمة مقبلة على الله تريد رضاه فهدا إلى القبلة الحق إذ صلى النبي صلى الله هنا حوالي سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس وكان يتطلع إلى قبلة كعبة حتى أنزل الله قرآنا واضحا في هذا وحيث ما كنتم فولوا وجوه قبشة حتى إن أصحاب بني سلم في مسجدهم صلوا العاصر ركعتين إلى بيت المقدس وجاء من قال إن القبلة تحولت فصلوا ركعتين الأخيرتين إلى الكعبة إذن عرفنا الأمور التي اختلف في أهل كتاب وفزنا بها نحن الأمر الأول ماذا عيسى ماذا قال اليهود فيه ساحر ابن زيناء وحاولوا قتله وللاء وقاتلوه حكم حكما قتل لأن عيسى رفع والذي تمثل بي قتلوا وصربوا الثانية الجمعة اختلفوا في أفضل الأيام وأقدسها وأطيبها فأخذ اليهود السبت والنصار الأحد والمسلمون هداهم إلى ماذا إلى الجمعة تدعون ما يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها مومن يصلي ويسأل الله شيء لا أعطى وهات أكتب لك بذلك صدقا ساعة لا يوافقها مومن يصلي ويدعو الله وسأل الله شيء إلا أعطاه هذه فقدها الفريقان اليهود والنصار الثالث القبلة اختلفوا فيها ولا لا النصار مطلع الشمس اليهود بيت المقدس وهدى الله المسلمين إلى قبل يتابيهم إبراهيم الحمد لله هداية هذه الآياء كالمراجع لما علمتم أولا الأصل هو التوحيد والشرك طارئ على الشارع افهم الأصل هو التوحيد ولنا عبد الله آدم وأولاده وأحفادهم ألف سنة ما فيه شرك الأصل هو التوحيد ولنا والشرك طارئ بوسواس الشيطان وززينه فالأصل ما هو التوحيد ثانيا الأصل في مهمة الرسل أمران البشار لمن آمن والتقى والنذى لمن كفى وبجى مهمة الرسل ما هي تتجلى في أمرين البشار والنذى البشار لمن لمن آمن والتقى والنذى لمن كفى وبجى وقد يشرع لهم قتال من يقاتلون فيقاتلونه كما شرع ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم ثالثا من علامات خلان الأمة وتعرضها للخصار والدمار أن تختلف في كتابها ودينها فيحرفون كلام الله ويبدلون شرائعه طلبا رياسا وجريا وراء الأهواء والعصبيات وهذا الذي تعاني منه أمة الإسلام اليوم وقبل اليوم وكان سبب دمار بني إسرائيل هذا واقع مذاهب متعددة هابطة في الأمة رابعا أمة الإسلام التي تعيش على الكتاب والسنة عقيدة وعبادة وقضاء هي المعنية بقوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإنه أمة الإسلام التي تعيش على الكتاب والسنة الكتاب والقرآن والسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته وذلك عقيدة وعبادة وحكم هذه هي الأمة المعنية بقوله تعالى في هذه الآية فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم خامسا الهداية بيد الله الهداية بيد الله فليطلب العبد دائما الهداية من الله تعالى بسؤاله المتكرر ليل نهاء أن يهديه دائما إلى الحق والله يهدي من يشاء من هو الذي يشاء الله هدايتهم الطالبون الراغبون الملحون الذين يقعون باب الله يسألونه هداية هو الذي يهديهم المعرض والمتكبر ما يهدد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب هذا الاستفام بمعنى بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة أيها المؤمنون وهذه كانت أيام الشدة أيام البأسة واللأواء المدينة محاصة من جهاتها حرب الخندق حرب أوحد الجوع وحسبنا ما علمنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع من خبز شعير مرتين في يوم واحد حسبنا أن أبا هرير كما مر بنا يسرع في المسجد من شدة الجوع فيأتي أطفال المدينة يركبون على ظهره ويقول لجن أبو هرير قال وما بي من جنون ولكن الجوع هذه الآية تحملهم على الصبر والتثبت والشجاع حتى يفرج الله الهم ويزين الغم ويرفع البلاء وفعلت هذه الآية ما فعلت فيهم صبروا ثبتوا فهو يقول لهم أحسبتم أن تدخلوا الجنة دار السلام بدون بلاء بدون ابتلا ما هو معقول أبدا هو البلاء والابتلا التكليف منه الغسل من الجناب في الليلة الباردة من هذا إخراج زكاة مالك وإعطائها لغيرك من هذا الابتلا شهودك بيت الله خمس مرات في الأبو عشرين ساعة تسجد وتركع بين يديه مع إخوانك المؤمنين هذا الابتلا الإمساك عن الطعام والشراب شهر رمضان من الابتلا إذن بر الوالدين طاعة إمام المسلمين هذه كلها من الابتلا ويجب أن تصبر وهي عوامل تزكية النفس وتطيرها هل يدخل الماء الجنة ونفسه خبيبا والله ما كان أبدا إذا لم يزكها بأدوات التزكية التي وضعها الله لا ثم مات ونفسه خبيثا كأخباء كأرواح الشياطين والكافرين فهياته هياته أن يدخل الجنة دار السلام وحسبنا أن لا ننسى حكم الله الصادر علينا أبيضنا وأسودنا أولنا وآخرنا ذلكم الحكم العظيم الذي أقسم الجبار عليه لتطمئن النفوس وتسكن إليه إذ قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كثيرا ما نقول هنا تقرير المصير لا تفهم أن مصيرك تقرر يوم القيامة لا والله المصير تقرر هنا فمن آمن وحقق إيمانا سليما صادقا يقينيا ثم اتقى الله فلم يفسق عن أمره ويخرج عن طاعته في الفعل والتركي هذا زكى نفسه بهذه العبادات وطهرها من تلك الأرجاس والأنجاس إذ ابتعد عن الشرك والكفر والخبث والفسق والفجور جاء ما لك الموت وجد نفسه مشعقة والله لا يحييه ويسلم عليه ويبشره وهو على سريه الموت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما مال يمين ولا شمال أحل ما أحل الله وحرم ما أحرم الله ونهضوا بما أوجب الله من الجهاد والرباط إلى الصيام والصلاة هؤلاء نعم تتنزل عليهم الملائكة في ساعة الاحتضار وفوض الملائكة تبشر وتهنيهم اللهم اجعلنا منهم أما الذين يموتون وأرواحهم خبيثة منتنا بالإلحاد والشرك والكفر والعياذ بالله فقد أعلمنا الله بحكمه فيهم ما ننسى آية من صورة العراف إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياطة وكذلك نجزي المجرمين وكذلك نجزي الظالمين إذ المجرمون أجرموا على أنفسهم لوثوا وخبثوا بما أفهق عليهم من أطمان الذنوب والآثام ولا توب ولا تراجع ولا ولا الظالمون هم المشركون ظلموا أنفسهم بدل أن يطيبوها ويطهيوها خبثوها وعفنوها وبين الرسول هذا بيانا شافيا عندما يحتضر المؤمن التقي ولي الله وتأتي الملائكة يسفر وجهه ويستبشر ويبتسم وهو يعالج قبض روحه ثم يعرجون بها ويستأذنون من أهل السماوات فيؤذى لهم إلى أن يقفوا بها عند العرص ويكتب اسمها في عليين ثم تعود إلى الأرض لفتنة القبر ثم تعود إلى الجنة دار السلام وأن روح الخبيثة والله ما يؤذى لها ولا تعجل السماء ولا تصل إلى دار السلام وتعود إلى الأرض لفتنة القبر ثم تعود إلى أسفل سافلين في الدركات التي ما تخطو ما يخطو بالبال أين هي إن الذين كذبوا بآياتنا التكذيب بالآيات هو التكذيب بالغوض والغسل هو التكذيب بالصلاة والزكاة الذي كذب الآيات كيف يعبد الله الآيات هي حاملة للشرايا والعقائد والآداب والأخلاق والعبادات والمستكبر كالمكذب قالنا مؤمن لكن يمنع الكبر أن يغتسله من جنابه أو يصلي هل ينفع هذا الإيمان وضربنا لهذا مثلا قديما مريضان بأشد المرض فزرناهما فقدمنا للأول أدوية وعقاقية للعلاج فقال مع الأسف لا أؤمن بهذه الخرافات وضلات دعوني لا أقبل هذا العلاج لني تقولون هذا كذب به وإلى لا مات ما عالج مات ما شيء للثاني مرحبا أهلا وسانا جئناك بعلاج قال جزاكم الله خيرا نعم أنا مريض والعلاج نافع وأنا مومي بنفعي ولكن مع الأسف ما عندي رغبة في هذا كبريا استكبارا مات وإلى لا مات ما الفرق بين المكذب والمستكبر كلاهما هلت فالذي يكذب بآيات الله ولا يقول بها ولا يعترف كالذي يقول آيات الله دين الله والإسلام ولا يدو أن يطبق شيئا كبريا هل بينهما فرق لا فرق إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط تعرفون سم الخياط السم للعقرب الأفع وسم الخياط عين الإبرة تعرفون الإبرة التي كنا نخيط بها ثيابنا قبل الآلات سستطعي تدخل حبل في عين الإبرة ممكن مستحيل كيف بالجمل تدخل جمل في عين الإبرة مستحيل إذن من أراد أن يدخل الجنة ونفسه خبيثة طالب المستحيل كالذي وإذن يدخل حبلا في عين الإبرة أو جملا في عين الإبرة هذا يقال في التعليق على المستحيل فهو مستحيل وهكذا القرآن يخاطب العرب والعجم والعالم الجهل بأنصار قريبة جدا هل من المعقول أن يدخل الجمل في عين الإبرة مستحيل كذلك النفس الخبيثة بالشرك والجرائم هذه النفس يستحيل أن تدخل الجنة أو تفتح لأبواب السماء أبدا لا تعود إلا إلى الدركات السفلة في الكون في سجين أم حسبتم أن تدخل الجنة أيها المؤمنون المحاصرون الجائعون أن تدخل الجنة ولما ولما هنا بمعنى لم ولم يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم وفيه إشارة أنه سيأتيهم البلاء والامتحان والشدائد لأن لما تفيد وقوع المستقبل ولما يأتيكم صيفة وحال الذين من قبلكم مستهم البأساء شدة البأس والبلاء والضراء الأمران وما إلى ذلك والزلزال يهز قلوبهم الخوف من الأعداء يطوّقونهم الله الله لو شاهدنا غزوة أحد فقط كيف كانت أو غزوة الخندق وخاصة خزوة الخندق هذه أهل المشرق تجمعوا وزحفوا أهل الجنوب كذلك وطوّقوا المدينة ما كان من الرسول إلا أن أمع رجاله أن ينزلوا كلهم في سفع جبل جبل سلاح ويطلق الأطفال والنساء في المدينة لأن العدو ما جاء الأطفال والنساء جاء لقتل الرسول وإنهاء وجوده خمسة وعشرين يوما والبرد الشديد ولا يتسع عن الطعام يا الشرب لا شيء إذن مسهم إلى لا مثل الذين قالوا من قبلهم من الأمم المؤمن الصالحة لا بد أن تتعرض لهذا والمسلمون اليوم في غنى في سعادة في كمال ومعرضون عن الله يريدون أن يدخلوا الجنة بالقوة أم حاسبتم أحاسبتم أن تدخلوا الجنة هكذا بالاستراحة الدائمة الأكل والشرب ووقوب الأمن وأدخلوا الجنة كيف تدخلوا فهمتم هذا الاستكفال هذا التساؤل هذا مناء الإنكار عليهم انزعوا من ذلكم هذا لابد إذن وأن تبتلوا كما قدمنا بالصلاة بالزكاة بالصيام بالحج بالصلاة المعروف بالبر بالإحسان بكلمات الحق بالرحمة بالعدل هذه التي تزكي النفس فإذا ما عملتم وهالنفوس خبيضة كيف تدخلون الجنة وقد تصابوا أياما شديدة حصار عدو حرب تدخلون فيها معه جوع قحت كذا ولا يتبدل فيكم شيء قلوبكم مع الله وأسنتكم ذاكرة وقلوبكم ذاكرة شاكرة هذا هو الطريق أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذي يخلوا من قبلكم أي حالهم وصيفتهم مستهم البأساء والضراء وزلزل جلزال وتزلزلت المدينة في حرب أحد لما انكسر المؤمنون هزموا كل بيت فيها من يسخ ويبكي وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله هذا مع رسول السابقين وحتى مع رسولنا ستسام متى نصر الله والله يقول لهم ألا إن نصر الله لا تستبطئوا هو أن نذكر ما ذكرناه أمس عندما كان متكئا تحت البيت مستضلا بجدار الكعبة فجاءه من يبكي ويقول ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا يا رسول الله من أولئك الذين المطهدين المعذبين المنكر بهم ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فيقول له لقد كان من كان قبلكم يؤتاب الرجل فيوضع المنشاو المنشاو على رأسه فيقسم نصفين ويمشط ما دون لحم عظم بأمشاط الحديد لا يرده دلك عن دينه ثم قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يخرج الراكب من عدن إلى حظى موت لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه وتم هذا لما الاستعجال نعم لو تعرفون حياة الصحابة والذين ما عاشوا حتى الفتوحات كيف عاشوا نشتحي أن نقول نحن مؤمنون أمامهم إذن ها نحن الآن مبتلون فقط بالتكاليف هيا نتخلى من الربا لا يراني الله واقف أمام بنك ببور وصاحب البنك يغلقه أيضا ويرمي بالمفتاح ويطلب رزق الله حتى من الحمال حمال بلى خفيف أي شيء نطهي قلوبنا من النظر إلى غير الله من التعلق بغير الله ونجعل قلوبنا خالصة لله لا نلتفت إلى نبي ولا ولي ولا 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 ما لنا إلا الله عز وجل نطهر أنفسنا من اللغي كلام الباطل هذه الغيبة والنميمة والأضاحيك نطهر بيوتنا عجلوا قبل أن تنزل المصيبة بيوت المؤمنين فيها عواه يغنين بيوت المؤمنين فيها عاهرة تغني والمؤمن مرته وأولاده يشاهدون هذا هو الإيمان فجح واستجاع في يده ولو في رأسه وما أتى رجل تشاهده هذا يصح هذا بين المؤمنين أين الكشاب وقد بلغنا اليوم نقمة الله أحد الغافلين يصحح في الدش على رأسه ساقط على أصي فبذخه وكسر رأسه هل من يعتبر هل من معتبر الأحياء يعتبرون ولا موات لا يعتبرون على الأقل نقل من هذا الإصراف في الطعام والشراب وإذا توفى ريال وإلى عاشرة نسد به خلة محتاج أو نساعد به مومنا أو نضعه في خير من الخيرات لما التكالب على هذه الأوساخ ما دمنا في أمن ورخاء لما ما نتنزع عن هذه القاذرات والأوساخ كأننا نسينا أن الله بالموصد ونحن إذا ندخل الجنة نحسب أن ندخل الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا إلى حد أن يقول رسول والمؤمنون معهم مات نصر الله يستبطئون هذا ورسول يقول لأن الأعراض البشرية عامة فرسلوا في غيرهم مات نصر الله ورسول يقول ثبتوا اسبروا تنفرج ألا إن نصر الله قريب نصرق بين المؤمنين عن التدخين فقط طول العام أربعين سنة يا عبد الله يا أمة الله الذي يذكر الله بثمه وقلبه كيف يخبط فمه برائحة كريه يكفر أسألكم بالله يا علماء الذي يأخذ اسم الله في ورقة ويدسه في عررة في خر تحكمون بكفره وإلى لا اسم الله في ورقة ويجعله في الخر والله ما بقي لهم من الإيمان شيء ارتد وكفر إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليه أحد أصحابه وهو على غير وضو فيعمد إلى جدار من جدران المدينة طوب لبين تراب ويتيمم من أجل أن يرد السلام على هذا المؤمن لأن السلام فيه اسم الله السلام عليكم وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أجل أن يرد السلام أي من أجل أن يذكر الله ما استطاع يذكر الله بدون يرده شرع لنا السواك لما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بسواك عند كل صلاة لأنهم يذكرون الله عز وجل هذه الأفواه ما جاري ذكر الله وإلى لا كيف تذكر الله بدون فهمك وحرقومك ولسانك هذا الموطن بالذات حرام أن يتلوث أما الكافر الذي لا يذكر الله يجعل فيه ثم حتى الخرع ما ضره ذلك أما يذكر الله في كل ساعة أمني مومنا تمضى عليه الساعة ما يذكر الله ما هو معقول أبدا السلام عليكم كيف حالك الحمد لله يقف بسم الله يجلس بسم الله دائما يذكر الله كيف يلوث فهمه وما استجبنا وما عرفنا كأننا مش دوننا بالأرض النحية يا عباد الله أنتم عصقر محمد صلى الله عليه وسلم أنتم جيش الله لابد أن تكون لكم سمات خاصة لا تشتبه بسمات الكفار والمشركين والفاسقين أبدا ما هي الميزة التي تميزكم هي لحاكم اليهود والنصار والكفار لا لحالهم وجيش محمد لا لحية ولا لا يحرم أن يكون مثلهم حرام وقد قلنا لهم الجندي في اليابان في اليابان في الصين في الأمم الهابطة في الراقعة العسكري يستطيع مدني يلبس لباسه أربع سنوات سجن ويؤدب كيف تلبس لباس جندي وأنت مدني هذا معروف في العالم وإلى لا ونحن الرجال رجال الإسلام كلهم عصقى محمد صلى الله عليه وسلم إذن فلباسهم يجب أن يتميز عن لباس الكافرين والمشركين ومن أكبر الميزات الذي وضع رسول اللحيا أعفو لحاكم المشركون والكافرون يحلقون صرخنا في باب الهجاب المهم والله إن نال بالمعصاد ما ند المات يغضب الجبار سئل أحدهم أين الله قال بالمعصاد تعفون المعصاد ولا لا ذاك الذي يجلس على كم ولا جبل ويترقب الغزلان ولا الطيور ولا متى تنزل ويضعب إن ربك لبالمعصاد فإما أن يتوب المسلمون فورا بعجالة ويظهون في مظهر إسلامهم الحق وإلا فسوف تنزل بهم الويلات والنكبات ويخسرون دنياهم وآخرتهم إلا من رحم الله هكذا يقال لأصحاب الرسول وإلى لا أم حسيبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم ما هو مستهم البأساء والضراء وزنزلوا حتى يقول رسوله والذين آمنوا ما ساء نصر الله من شدة البلاء والكرب ونحن والحمد لله لا كرب ولا بلاء أحدثنا الكرب والبلاء بأنفسنا مزقنا صلاة الروابط والعلاقات الطيبة علاقة الإيمان وأخذ الحاسب يمزقنا والكبر يشتتنا وآثارت الشياطين الخلاف بيننا وتمزقنا بأنفسنا إلى أين مصيرنا إنا لله وإنا إليه راجعون شرح هذه الآية الكريمة على معنى الآية الكريمة ينكر تعالى على المؤمنين وهم في أيام شدة ولأواء ينكر عليهم ظنهم أنهم يدخلون الجنة بدون امتحان ولا ابتلاء في النفس والمال بل وأن يصيبهم ما أصاب غيرهم من البأساء والضراء والزلزال وهو الاضطراب والقلق من الأهوال حتى يقول الرسول والمؤمنون معه استبطاءا للنصر الذي وعدوا به متى نصر الله فيجيبهم ربهم تعالى بقول ألا إن نصر الله قريبا هذه الآية في أربع هدايات الأول الابتلاء بالتكاليف الشرعية ومنها الجهاد بالنفس والمال ظهوري لدخول الجنة لابتلاء والله ذاب الدمنه لدخول الجنة والذيذ أن لا يبتلى ولا يكلف لا أعطي ولا خذ ويعيش كالحيوان مصيره معروف إلى عالم الشقاء النار العياذ بالله ثانيا الترغيب في لئة سائب الصالحين والاقتدى بهم في العمل والصبر إذ قال تعالى مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وززلوا إذن ائتسوا به مقتدوا أيضا فاصبروا كما صبروا وإن كان زلزالكم بلاكم أقل أو أكثر لقد سبقكم أمم من الصالحين وصبروا على هذا ثالثا جوازوا الأعراض البشرية على الرسل كالقلق الرسول رسول ولكن يتقلق يستبطئ النصر يتألم لماذا؟ لأنه بشر ما هو ملك في صفات البشر والإنسان يحزن يكرب يخاف يجوع يعطش لا بد من هذا وإن كان نبيا ورسولا هذه الآية دلت على هذه جواز الأعراض البشرية على الرسل كالقلق والاستبقاء للوعد الإله انتظارا له رابعا بيان ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من شدة وبلاء أيام الجهاد وحصار المشركين الأم في مكة وفي المدينة أعظم في مكة ابتلوا من المشركين هذا يضربون وهذا يقتلون وهذا يفعلون وما ننسى أبدا أن سمي وزوجها عما قتلا على ماء ومسمع بين الناس معاشر المستمعين هل من توب إلى الله هل من رجع إلى الله قبل فوات الوقت والله إننا لتحت النظار والبلاء ينتقل من بقعة إلى بقعة فالمؤمنون إذا ثبتوا وصبروا كان هذا القلق والاضطراب رفع لدرجاتهم وأما العذاب يمسهم ما يمس غيرهم والذين تهوكوا هبطوا وأعرضوا عن ذكر الله وذكره عن الله وذكره فمصيرهم معروف والله تعالى أسأل أن يحسن عاقبتنا وعاقبة كل مومن ومومنا ندعو لإخواننا المصابون بالبلاء في الأفغان والديار والجزائرية إذ ما نملك إلا الدعاء فنحن ندعو والله عز وجل لا يخيب داع يدعو في صدق وإخلاص فاللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين ويا رب العالمين إن عبادا لك مؤمنين في الديار الأفغانية والجزائرية قد أصيبوا بكرب عظيم وخلاف شديد واشتعلت نار الفتنة بينهم فيقتل بعضهم بعضا وينكل بعضهم ببعضا اللهم فرج ما بهم اللهم فرج ما بهم وأطف نار الفتنة بينهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين ربنا إنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء وأنت السمير العليم كما نصرت نبيك ورسولك محمد والمؤمنين في غزوة الخندق بعد الحصار الشديد فانصر عبادك المؤمنين على أنفسهم وعلى شياطينهم وأهوائهم ليعودوا إليك ويثوبوا إلى سراطك لينجوا من هذه الإحن والمحن والفتن يا رب العالمين وقي ديارنا هذه من مثلها وديار المؤمنين يا رب العالمين وتب على الجميع إنك رب الجميع أعود بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم والآية الثانية قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الآية الأولى يسألونك ماذا ينفقون من السائل من الجائز أن يكون عدد من السائلين ومن الجائز أن يكون سائلا واحدا وهو كذلك هذا هو عمر بن جموح رضي الله تعالى عنه وكان ذا فروة مالية فجاء يسأل رسول صلى الله عليه وسلم ماذا ينفق وعلى من ينفق وهذه النفق قطعا بعد الزكاة الزكاة عرفها المؤمنون والمؤمنات بآيات القرآن العديدة لكن هذه النفقة النفقة المستحبة الفاضلة التي ليست هي الواجبة عمر بن جموح سأل فقال يا رسول الله ماذا أنفق من مالي وعلى من أنفقه فأجاب الله عز وجل بقوله يسألونك يا رسولنا والمبلر عننا يسألونك ماذا ينفقون من المال وعلى من ينفقونه أو يسأل ماذا ينفق من ماله فامتن الله عز وجل فبين له ما ينفقه وعلى من ينفقه وهنا ما ينبغي أن نعلمه وهو أن السائل الطالب للعلم يغفع بنسك الأجري قالوا السؤال نصف العلم السؤال عن احكام الله وشرائه وعلى ما عند الله لأوليائه وما عنده لعدائه هذا السؤال نصف العلم وقد علمنا واستقر عندنا معشر أهل الحلقة من أن طالب العلم فريضا على كل مؤمن ومؤمنة أن يتعلم سواء بطريق الكتابة والقراءة أو بطريقة سؤال أهل العلم وبذلك لا يبقى في المؤمنين والمؤمنات جاهل ولا جاهلة لأن الجاهل كالجاهل لا يصل إلى درجة الولاية ولا يكون ولي لله تعالى ومن لم يكن ولي لله كان ولي للشيطان عدو الله ولا واصد إما أن توالي الله أو توالي عدو الله العلم إذن بروري قال تعالى في آيتين من كتابه العزيز فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا ترموا هذا عمر بن جموح ما عرف ماذا ينفق وأين ينفق فجاء يسأل امتثالا لأمر الله تعالى فاسألوا أهل الذكر أي القرآن إن كنتم لا ترموا فكل من لا يعلم وجب عليه أن يسأل حتى يعلم وإلا لا تتحقق له ولاية الله وقد عرفتم سر ذلك وحكمته الله يوالي من المؤمنين المتقين لو سئلت من قبل يهود نصراني بوضي من أولياء الله الجواب المؤمنون المتقون فمن لم يكن مؤمن وإن اتقى فلا ولاية له ومن كان مؤمن ومن كان مؤمن غير متقن ومن كان مؤمن غير متقن لمصاقق الله ومغاضبه ما هو بالوريه وذلك لقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وسر هذا المؤمن المتقي تزكو نفسه وتطهر وتطيب والله العظيم لأنه استعمل أدوات التزكية والتطهير والتطيب فسنة الله فيها أنها تطيب وتطهر الذي يغسل ثيابه وبدنه بالماء والصابون تطهر الثياب ولا لا إذن الذي يستعمل أدوات وضعها الله تعالى لتطيب النفس وتزكيتها والله لا تطيبا وتزكى ولا تتخلف فإذا زكت نفس العبد وطابت وطهرت أحبه الله ووالاه فإن أهملها ولم يعمل على تزكيتها وتطيرها فخبتت فكانت كأواحي الشياطين والكافرين يحبهم الله بل هو عدوهم وهم أعداؤهم العلم ما العلم أن تعرف ما يحب أبك وما يكره وتعرف كيف تستعمل ذلك المحبوب وتقدمه له وتعرف كيف تبتعد عن ذلك المكوه وتتجنبه هذه هي فإن عجزت عن الجلوس بين يدي العلماء ومزاحمتهم ليلة نهارة قبل أن تتوضى اسأل كيف تتوضى وامشي توضى تريد أن تتصدق بصداقة اسأل عالما عندي صدق كيف أتصدق تريد أن تنام اسأل كيف تنام على أي جنب تنام ماذا تقول عند النوم ماذا تقول إذا استيقظت تعلم اعمل ومشي أردت أن تأكل اسأل كيف نأكل أكلا يحبه الله يبين لك العالم كيف تأكل وماذا تأكل علمتا اعمل ولا تزال تسأل وتعلم وتعمل حتى تصبح عالما أما أن يعيش الماء الثلاثين والأربعين والخمسين من السنين وتسأل عما يكره الله ما يعرف الله عند مكارع عديد تسأل عما يحب الله يقول ما أدري إذن كيف تعبده إذ عبادته بأن تحب ما يحب وتكرى ما يكره والشاهد عندنا يسألونك هؤلاء أصحابه صلى الله عليه وسلم سألوا وإن لا سألوا ماذا ينفقون فأجابهم تعالى قل لهم يا رسولنا يا رسولنا قل ما أنفقتم من خير والمراد من الخير هنا المال وسمي المال خيرا لأنه خير للإنسان به تتحقق مطاعمه مشاربه مراكبه ملابسه صدقاته دراجاته وخير المال إذن والمال يكون صامتا وناطقا ليس دائما دينارا ودرهما قد يكون فولا وشعيرا أو ثمرا ورزا قد يكون شاء ولا بنوا الشاد إن في المال ما يتمول وعبر عنه بالخير لأنه خير والإنسان بفطرته بغريزة يحب الخير وقرأ لذلك وإنه لحب الخير لشديد وإنه أي الإنسان الآدمي لحب الخير لشديد ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير وهو المال فللوالدين والأقربين واليتام والمساكين وابن السبيل المراد من الوالدين الأب والأم والأب وما على والأم وما نزلت الجد والجدته والأقربين أقربك بعد والديك إخوانك وإخوتك إخوانك وأخواتك وأعمامك وبناء أبناء عمك أخوالك وبناء أخوالك عماتك وبنات خالاتك وأبناء خالاتك الأقرب فالأقرب هؤلاء الأقربون وإذا أنفق على العم مقدم على ابن العم عند صاع من تمر يعطيه لأخيه قبل ابن أخيه الأقرب فالأقرب إذ قد لا تتسع دائرة الإنفاق على الجميع فالأقرب فالأقرب وسئل رسول قال أمك وأباك ثم أخاك ثم الأقرب فالأقرب أو أدنى فالأدنى واليتامى من فقد الآباء وفاقد الأم لا يقال فيه يتيم وإنما يقال في اليتيم من فقد أباه لما؟ لأن الأب هو المنفق عليه الذي تكفل بعيشه وأما الأم لا ثم الحيوانات الحيوانات اليتيم منها فاقد الأم هذا الجدي يتيم أمه ماتت أطلب له موضع توضعه لكن أباه لا قيمة له لأن الأبى في الحيوان لا تنفق على أبنائها لكن بالنسبة إلى البشر اليتيم عندنا من فقد والده ماتت أم لا نقول فيه يتيم اليتيم من فقد أباه والمساكين جمع مسكين وهم الفقراء لكن بعض أهل العلم يقول المسكين من أذلت الحاجة ومسكنته وألصقته بالعرض لأن المسكنة في معنى الذل والانكسار وهذا الذي فقد المال يذل ينكسر فلهذا سمي بالمسكين وابن السبيل هو الذي يأتي إلى القرية مارا من بلد إلى بلد من قرية إلى أخرى فلما ينزل في القرية لا يعرف فيها أحدا من يطعمه من يؤويه من يسطيه المؤمنون وهو عابر سبيل ما نعرفه إلا بن الطريق لا نعف له أما ولا أبا ولا جدا من هذا هذا ابن السبيل كأن الطريق هي التي أوجدته فهو ابنها لا يعرف ابن من في الزمن الأول ما كانت فنالق ولا مطاعم ولا نزل فلما يدخل الغريب في القرية وإن كان غنيا كيف يأكل كيف يشرب أين ينام لا بد وأن يقوم بهذا المسلمون هذا ابن السبيل إلا فبين تعالى ما ينفق وفي من ينفق جواب لعمر بن جموح السائل سأل رسول الله ليسأل الله تعالى له والله عز وجل أجاب السائل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتام والمساكين وابن السبيل خمسة يروى أن ميمون ابن مهران رحمه الله من سلفنا الصالح من التابعين يقول لما قرأ هذه الآياء قال لقد بيّن تعالى وجوه الإنفاق وطعق النفاق فلم يذكر طبلا ولا مزمار ولا صورة من خشبة ولا ستارة لجدار سمعتم هذا التابع ما يقول يقول لقد بيّن تعالى طرق النفاق وسبلها أي بيّن لنا على من ننفق وإلى الأبوان والأقرب الأقرب فالأقرب واليتام والمساكين ومن السبيل هل ذكر شراء الطبول والمزامير والصور والخشبية والستائر على الجدران لأنهم يسطرون جدرانهم بالحريب والأقميشة ما ذكر هذا إذن فهذه النفاق باطلة ما أذن الله أو فيها لو أرادها ما يجيب عنها ما سئل وإلى لا فأجاب عما أجاب وما سكت عنه لا ينفق فيه أبدا إذن من الليلة ما بقي من يشتري تلفاز ولا فيديو ولا أشريط عرفتم ومن يفعل ذلك أنفق في غير ما أذن الله فهو عاص خارج عن طاعة الله أما بيّن لنا كيف ننفق وإلى لا فإن أضفنا أشياء ما أذن فيها أسأنا أخطعنا الطريق لا لا سيما ونحن بصراء عارفون علماء لسنا جهل يا معصر المستمعين والمستمعات نقول لما تشتري هذا التلفاز وأنت عامل فلاح وإلا تاج وإلا تار أسألك بالله ما هو الذي يرجع إليك من هذا التلفاز دلنا نسأل يرتفع دخلك اليوم تأمن من الأمران والعلل والأسقام لا تكتسب شرفا وسموا بين أهلك والقارية الجواب لا ما الذي تستفيده نبحث الفائد معدوم والله عداما كاملا اللهم إلا مسؤول حاكم سياسي مضطر إلى أن يطلع على أحداث العالم هذا شأنه إذا نوى بذلك الحفار على أمة الإسلام ودولتها وبلادها وخيرها ودينها يثاب ولا يأثب لكن إذا ظهرت عاهرة تغني ضغط عليه وأسكدر أو غمر عينه فلا يسمع ولا يشاد إلا ما يعود عليه بخير في مهمة التي قولها أما بقية النساء ورجاء فالعالم الإسلامي فوالله لا يخسرون أولا الوقت وهو أغلى شيء فالذي يضيع الساعة والساعتين وهو يشاهد ويسمع ما لا يعود عليه بخير والله وتتأثر وتتأثر بماذا بالسوء والباطل لا محالة فاكتسبت إذن سيئات وما أنت في حاجة إليها ثالثا لا يحل لمؤمن أن يوجد صور عواه وكوافر في بيته لو كانت صور على ورقة محرمة فكيف بصور واقعية رابعا إن أنت كنت عصاميا كما يدعون بناتك وأولادك ونساك ما عندهم هذه القدرة على أن يتحفظوا أبدا ما يستطيعون يصبح الأولاد يعملون نفس الأعمال التي يشاهدونها تلك الحركات يعملون ووالله لفعلوا فربيت أسرتك على باطل وشر وأنت المسؤول عنها فهل يصح بعد هذا أن ننفق أموالنا في شراء هذه الأباطل أما آثارها السيئة فهي تظهر وكل يوم تتجلى الحقائق نصبح نقلد الكافرين في مشيتهم وحركاتهم وأصواتهم وحتى نطقهم وكلامهم فرحم الله هذا التابعي المؤمن القائل لقد بيّن الله تعالى وجوها النفق وحددها فلم يذكر طبلا ولا مزمارا ولا صورة من خشب ولا غيرها ولا ستائر للجدران فمن أوتي مالا فلينفق حيث بيّن الله تعالى له الإنفاق يسألونك ماذا ينفقون قد يقول قائل لي ما هذا الشيخ دائما معنى بموضوع التلفاز والفيديو والأغاني لأن ما أمامنا معصي مشاهد إلا هذه لو انتهت ما نتكلم بها فكيف أرضى وأنا أرضى لنفسي ولا لأسرتي أن يوجد في بيوتهم هذا ونرضى به للمؤمنين والمؤنات ثم قال تعالى وما تنفق من خير فإن الله به عليم وما تنفق من خير تجزون به تثابون عليه تعطون أجركم ليما لأن الله خبير وعليم ومعنى هذا إياك أن تفهم ويخطو ببالك أنك تنفق نافق وإن قلت كذرهم وتخشى أن الله ما يعلمها وعلى ذلك ما يثيبك عليه لأنه ما يدري انزع هذا من ذهنك وما تفعل من خير قل أو كثر صغر أو كبر مهما ما كان لابد وأن يجزينا به لعلمه به لو كان لا يدري ما أنفقنا وخاص نفقات الصغيرة والنفقات في الظلام والنفقات حيث لا يعلم أحد قد يخطو ببالك ممكن الله ما اضطر عليها فلا يثيبك عليها فنافى هذا نفيا كليا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ولازم علمه أنه يثيب عليه ويجزي به فهذه الآية الكريمة بيّنت لنا ماذا ننفق وعلى من ننفق فلنطع الله عز وجل فإن كان لنا مال نحتاج إلى إنفاقه فلننفق أولا على أنفسنا وأبنائنا وبناتنا وأزواجنا ننتق إلى آبائنا أماتنا ثم الأقرب في الأقرب في الأقرب ثم الفقاء والمساكين واليتامى وأبناء السبيل هذا العلم تلقيناه عن الله عز وجل الحمد لله والبشر الكاظر ما عرفت هذا ولا سمعت به الآية الثانية هي قوله تعالى كتب عليكم القتال كتب عليكم أي فرض ولم يقول فرض عليكم لأن الفرض فرض وكونه يكتب يكون أبلغ وأثبت وأكثر صالح كتب كتابة وهو مكتوب في اللوح المحفوظ كتاب المقادير وكتبه علينا في القرآن الكريم وفرضه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كتب عليكم القتال قتال من قتال الكافرين والبغاة الظالمين لما نقاتلهم لأننا حملت رسالة هذه الرسالة آثرنا الله بها وفضلنا على سائل الخلق بها ينبغي أن نحملها ونبلغها إلى أهلها هذه الرسالة هي إنقاذ البشرية من الجهل والظلم والخبث والشر والفساد في الدنيا ثم إنقاذها من الشقاء الأبدي والخصران الكامل يوم القيامة أعطانا الكتاب وهو نوره وبعث فينا رسوله فبين لنا ما ينبغي أن نعرفه ونعلمه فأسند إلينا هذه الرسالة يجب أن نبلغها فهل نبلغها ونحن عاجزون ضعفا غير قادرين هل نبلغها ونحن نخاف من القتل والقتال ما نبلغ أولا لابد من العداء والعتاد والطاقة بمعناها وهذا فرض فرضه الله علينا نحن أولياءه وحامل رسالته ومن العد والعتاد أن يكون أمرنا واحدا لا خلاف بيننا ولا اختلاف راية واحدا وإمام واحد فريدة الله عرف العدو هذا فمزق دولتنا إلى نيف أربعين دولة فتركنا مختلفين متنازعين وجعل الراية رايات فهل نستطيع أن نقوم بهذا الواجب ونحن مفترقون متشتتون منقسمون على أنفسنا من يقول نستطيع والله ما نستطيع ويدلنا لذلك بوضوح اليهود غزونا واستعمروا ديارنا وبنوا دولتهم فيها هل استطاع العالم الإسلامي أن يطرد اليهود من فلسطين لعله استطاع ما يستطيع لأنه متفرق مختلف ما هو أمة واحدة ولا دولة واحدة أبدا عشرات الدول فأول عد ينبغي أن تكون هو توحيد كلمة المسلمين هل توحيد كلمتهم من الصعوب بمكان لا والله فقط فليؤمنوا متى آمنوا إيمانا حقيقيا أصبح أمة واحدة والعدو عرف هذا ففتت وبدل طاقات الإيمان من قلوب المسلمين فأصبحوا مؤمنين صوريا حقيقة لا إلا من رحمه الله إذ لو آمنوا إيمانا حقا لا إله إلا الله محمد رسول الله وهيبنا إلى لقاء الله لأنفق كل شيء فلم يبقوا يحافظون على التواب والطين والقبيلة والوطن والمال والنفس لكن ما آمن الإيمان الحقيقي إذن كتب علينا القتل هيا وقول كتب عليكم القتل أيضا ولا فاق بين القتل والقتال لأنه لا يقتل حتى يقاتل وهنا بيت شعر لطيف كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الضيول من قال هذا أولئك العرب الأقدمون كتب القتل والقتال علينا نموت ونميت نقتل ونقات ونقتل وعلى الغانيات جر الضيول من هن الغانيات المغنيات لا 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 الغانيات النساء المؤمنات ماذا كتب عليهم جر الثياب الطويل ما تجعل ثوب إلى فخذيها كالمتحضرات أو إلى نصف ساقها أو كعبيها لا ثوبها يمشي وراه الشبر والشبرين والذراع وسألت مؤمنة والنجاسة قال لا شيء عليك لأنك تجرين على الأرض الطاهرة والنجيسة فالطاهرة طهرة النجيسة ولا تتململي متى يعود نساؤنا على هذه الصورة لما نؤمن وندخل في الإسلام بجد وصدق وحين إليم فجأة وإذا المؤمنات مقصورات في الخيام كالخل العين يربينا البنين والبنات ويعبدنا الرحمن ويسعدنا الأزواج في تلك البيوت ومعنى هذا إذن ما فيه وظيفة للبنت هذه الوظيفة فتحت فاها أصبحت كالأفعى أشقت الرجال وحطمت معانيهم وكراماتهم الآن المرأة موظفة تأخذ كذا ألف والفحل غير موظف تجدريه هذا يبلغ نا منهم تسخر منه يا إلهي وما شعرنا ما أحسسنا ما فهمنا أبدا كالمسحورين تماما لما تخرج المؤمن الموظفة في حاجة إلى ما تطعم نفسها به الفحل هو المسؤول عنه الأب هو المسؤول الأخ هو المسؤول نساؤنا يعيشن في ظل فحولنا لا أن هيّة التي تقوم بالعمل ثم لو كانت تقوم بحلب الشاء أو البقرة أو جمع كذا في البستان في بستانها الخاص بها لا بس أما أن تتوظف مع الرجال وتصبح رجلا رقم واحد في كل شيء والله لهو المسخ تماما لأن الكفار المشركين اليهود النصار لا دين ولا مرؤ ولا رجول ولا فعول حيوانات فإذا انسلخ نساؤهم وخرجن كاسيات عاريات وتزاحم على الوظيفة لأجل الدين والدرام لا غراب ولا عجب أما أهل الإيمان هدات البشرية هدات ولا لا من يهدي الإنسان سواهم فيقلدون الآخرين ويصبحون مثلهم وأسوأ حال منهم كيف نؤدي هذه الأمانة قد يقولون إذا لم تترقوا إذا لم تنتقلوا من حال إلى حال وتبقون متخلفين سوف تداسون بالنعال سوف كذا وكذا والله لكل ورع لا وزن له في الواقع بل العكس والله لو أسلمنا في 24 ساعة كلمتنا واحدة ونساؤنا في بيوتنا وفحولنا يأخذون ويعطون لارتج العالم واهتزت أركانه ولا تنفح هيدروجين ولا ذرة ولا صاروخ وهكذا كتب القتل والقتان علينا وعلى الغانيات جر الضيول تغنى بهذا الشاعر المسلم العربي مصاب هذا لبن دعو الله لو بالشفاء ليست أول مرة خلوه كتب عليكم القتال وهو كروه لكم نعم مكروه من 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 لا يكره القتال والقتل ولكن إذا أمر الله السيد المالك عبده بأن يفعل أو يترك ينبغي أن ينفعل بذلك الأمر ويصبح ذلك المكروه محبوبا وذلك المحبوب مكروها لما حرم الله على المؤمنين في هذه المدينة الخمر ما كانت محبوبا ما كانت تعتق وتباع بأغلى الأثمان ما كانوا يتباهون بيها ويفتخرون لما كرهها الله فحرمها والله لقد جارت بها أزقة المدينة في يوم واحد ما إن نزلت فهل أنتم منترون أخذوا الدنان والبراميل والقرب من عتبة الباب ويصبون فشارة حتى جارت أزقة المدينة إذن لما أحب الله القتال والقتل في سبيلي أحب ما أحب الله وخرجوا إلى القتال فارحين مصرورين بل كان أحدهم يطرب عند المعركة ويهلل ويكبر والله عز وجل أخبر بواقع عباده إذ هو غارز غرائزهم وخالق طباعهم طبعنا هو هذا ما كره القتل والقتال لكن ما إن كتبه الله وفرضه على أولياء إلا وتغير الطبع وأصبح المحبوب مكرورا والمكرور محبوبا فهو يخبر بهذا تمهيدا لهم لينتقلوا من حال إلى أخرى أعلمهم بأنه كتب عليهم القتال وهو كره لهم بالفطرة يكرهونه الدخول في المعارك وإراقة الدماء وكسر الجماجم والسقوط في الميادين هذا مكرور للإنسان بطبعه لكن إذا كان الله قد أحبه يحبه أولياءه عليكم القتال وهو كر لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى هذا الفعل يفيد الترجي راجع وقوع هذا المحبوب أو المكرور ولكن إذا كان منسوبا إلى الله فلا يفيد إلا الجزم والتحقيق لأن الله يملك كل شيء وقدرته على كل شيء كتب عليكم القتال وهو كر لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وفي وفي هذا يقول الشاعر جمع تفسير الآية في بيتين من الرجل يقول رب أمر رب أمر تتقيه رب أمر تتقيه جر أمرا تتطيه رب أمر تتقيه وهو كره لكم وعسى أن تكره شيء وهو خير لكم نكره القتال وهو خير لنا نحب الجبن والقعود في البيت وهو شر لنا وهو كذلك وهنا يقول القرطبي يبكي يبكي في تفسير يقول لما قعد المؤمنون في الأندلس عن القتال وجبنوا وآفروا الدنيا وزخار فهاء وقعدوا عن الجهاد في سبيل الله ماذا حدث لهم تصلت عليهم النصار الصليبيون فمزقوهم شردوهم قتلوهم استعبدوهم وحولوا تلك الجنة إلى جحيم أين جنة الأندلس سببها أنهم قعدوا عن القتال أحبوا ما كره الله وكرهوا ما أحب الله في هذه الآية هذا واقع وإلا تشكون فيه الأندلس كانت تسمى جنة العالم الإسلامي ومما يؤثر عنه ونحفظه أنهم لما ترقوا وتحظروا أدخلوا في المستشفيات الأغاني قالوا مما يساعد المرضى على التنفه الترويح على أنفسهم اجعلوا لهم مغنيات تبهتم وهذا المطلب طلبوا أحد أحد كتابنا في جريدة المدينة أو البلاد منذ حوالي خمسة وعشرين سنة وطالب الحكومة أن تضخل الأغاني للتسلي على أسرة المرضى الموسيقى للدوى تحت عنوان الموسيقى للدوى كتب هذا ورددنا عليه وأدبناه والحمد لله وما وقع الذي طلب قلنا له على مهلك نحن ما عندنا أكثر من أربعين سنة تنفسنا صعداء وشممنا راحة الخير في ديارنا هذه تستعجي البلالي ما خلي على قلم وخمسين سنة والناس في نعمة أراد أن يستعجي لها وذكرنا له الأندلس ديار الإسلام جنة العالم الإسلامي العلم والعلماء والأبعاء والأتقياء والكمال والعزة والسيادة اهتزت أوروبا من شرقها من غربها فلما آفعوا الزخارف والأباطيل والملاهي والملائب صلت الله عليهم هي سنة فاجتاحهم والغرب وفعل فيهم ما لا يذكر أو أمرهم بالمئات في البحر مزقوهم صلبوهم شردوهم شتتوهم حولوا المساجد إلى كنايس ما في هذا عبر أبدا كتب عليكم القتال وهو كره لكم قطعا وعساء أن تكرروا شيئا وهو خير لكم وكم وكم من شيء نحبه وهو شر لنا وآخر نكره وهو خير لنا وبالجملة كل ما أمر الله به فهو خير وإن كان أن تخرج من مالك أو تقدم دامك وكبدك فهو والله الخير وكل ما نهى الله عنه وإن ظهر لك أنه خير والله لا شر فالأمر واقع ومشاهد إذ مولانا عز وجل لا يأمرنا وهو ولينا إلا بما فيه خيرنا وكمالنا وسعادتنا حاشاه أن يفرض علينا ما يجلب لنا ذلا أو هنا نودونا حاشاه أن يقع هذا منه أبدا فجميع أوامر الله التي كلفنا بها هي خير وجميع نواهيه التي نهان عنها من اعتقاد أو قول أو زي أو لباس أو صورة أو تفقع فهو شر لنا والواقع شاهد هذا وأن نستمع إلى تلاوة الآية في شرحها كما هو العادة في هذا الدرس أولا معنى الآية الكريمة الأولى قال سأل عمر بن الجموح وكان ذا مال سأل من؟ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينفق وعلى من ينفق؟ فنازلت الآية جوابا لسؤاله فبينت فبينت أن ما ينفقه هو المال وسائر الخيرات وأن الأحق بالإنفاق عليهم هم الوالدان والأقربون واليتامة والمساكين وأبناء السبيل وعرفتم من هم أبناء السبيل وأعلمهم تعالى أن ما يفعله العبد من خير يعلمه الله تعالى ويجزي به فرغب بذلك في فعل الخير مطلقا ليس المال فقط وما تفعل من خير صلاة صيام جهاد رباط كل خير هذه الآية يؤخذ من الهدايات التالية أولا سؤال من لا يعلم حتى يعلم وهذا طريق العلم كما علمنا سؤال من لا يعلم من يعلم واجب إلى لا وهذا هو الطريق للوصول إلى العلم سؤالك عما لا تعلم أهل العلم وجوابهم لك هو العلم انظر هداية هذه الآية أولا سؤال من لا يعلم حتى يعلم يواصل السؤال ما ينقاطع إلى أن يعلم وهذا طريق العلم ولهذا قالوا السؤال نصف العلم السؤال نصف العلم والله أعلم نصف العلم أيضا سمعتم السؤال نصف العلم إذا سأل علم وإلى لا فالسؤال نصفه وقولك الله أعلم نصف العلم إذا سئلت عما لا تعلم وقلت الله أعلم هذا نصف العلم أجبته إلا لا فانحصر العلم في السؤال وفي التفويض إلى الله أي الله أعلم ثاني هداية هذه الآية ثانيا أفضلية الإنفاق على المذكورين في الآية إن كان المنفق إذا كان المنفق غنيا وهم فقراء محتاجون من هداية هذه الآية بيان أفضلية الإنفاق على المذكورين في الآية الأبوان والأقرباء واليتام والمساكيين ومن السبيل إذا كان المنفق غنيا وهم فقراء محتاجون إليه ثالثا الترغيب في فعل الخير والوعد من الله تعالى بالجزاء الأوفى عليه تضمنت هذه الآية هداية وهي الترغيب في فعل الخير أو ما فيه ترغيب وما تفعلوا من خير فإن الله بعلم أي ترغيب عظم من هذا فمن استطاع أن يفعل خيرا فليفعل ولو زالت شوك من الطريق فإن الله بعليم ولازم أنه يثيب عليه ويجذبه أما الآية الثانية فلنستمع إلى شرحها بعدما علمناها قال يخبر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بأنه فرض عليهم قتال المشركين والكافرين وهو يعلم أنه مكروه لهم بطبعهم لما فيه من الآلام والأتعاب وإضاعة المال والنفس وأخبرهم أن ما يكرهونه قد يطيق أن ما يكرهونه وأخبرهم أن ما يكرهونه قد يكون خيرا لهم وأن ما يحبونه قد يكون شرا لهم ومن ذلك الجهاد فإنه مكروه لهم وهو خير لهم لما فيه من عزتهم ونصرتهم ونصرة دينهم مع حسن الثواب وعظم الجزاء في الضار الآخرة كما أن ترك الجهاد محبوب لهم وهو شر لهم لأنه يشجع عدوهم على قتالهم واستباحة بيضتهم وانتهاك حرومات دينهم مع سوء الجزاء فالضار الآخرة وهذا الذي أخبرهم تعالى به من حبهم لأشياء وهي شر لهم وكرايتهم لأشياء وهي خير لهم هو كما أخبر لعلم الله تعالى لعلم الله به قبل خلقه والله يعلم وهم لا يعلمون فيجب التسليم لله تعالى في أمره وشرعه مع حب ما أمر به وما شرعه واعتقاد أنه خير لا شر فيها الآية أيضا فيها ثلاث هدايات الأولى وجوب الجهاد على أمة الإسلام ما بقيت في فتنة في الأرض وشرك فيها الجهاد فريضة الله على العالم الإسلامي ما بقي كافر ومشرك ولا يسقط هذا الفرض أبدا حتى لا يبقى في الأرض من يعبد غير الله ودليل ذلك قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله والآن كيف حال المسلمين والله لآثمون غابقون في هذه المعصية حتى يوحدوا إمامهم وصفوضهم ويقاتلوا عداء الله ليهدوهم ويصلحوهم ويجعلوهم من أهل الكمال والخير ويوم القيامة نسأل عن الذين يدخلون النار هؤلاء الكفار أين كنتم أنتم لما ما دعوتموهم لما ما بينت لهم لماليمة ونحار الجواب ونعجز ونلقى في جهنم إلا أن يغفر الله لنا ثانيا جهل الإنسان بالعواقب يجعله يحب المكره ويكره المحبوب أدو السر لو يعرف العاقب وما يكون بعد يحب ما يحب ويكره ما يكره لكن للجهل يحب المكره ويكره المحبوب لو عالم ما يأتي به ذا أذر العمل ما كان يحب إلا ما أحب الله ولا يكره إلا ما يكره الله ثالثا أوامر الله كلها خير ونواهيه كلها شر فلذا يجب فعل أوامر الله واجتناب نواهيه بالله الذي لا لا غيره إن أوامر الله لكلها خير وإن نواهي لكلها شر ومن فعل المحبوب فعل فاز بالخير ومن ترك المكره لله فاز بالنجاة والعكس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالد إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور ورحيم هاتان آيتان من كتاب الله عز وجل من صورة البقرة هيا نعيد التلاو وتأملوا حاولوا أن تفهموا مراد الله قبل أن يشرح عليكم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج ألمين أكبر عند الله هو الفتنة أطبع من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالد الآية الثانية إن الذين آمنوا وهاجوا إن الذين آمنوا والذين هاجوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله رفوع ورحيم كيف أنتم أو عيد وتأملوا لتعرفوا أنكم أصبحتم تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج علم أكبر عند الله إذن ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمال في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار ينفي أخالدون هذه الآية الأولى إن الذين آمنوا والذين هاجوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله رفوعنا ورحيم إن شاء الله ألممتم لاحة نواه القرآن فيكم هيا نشرح هذه الآية من السائلون من السائلون الله أعلم بهذه المدينة وقبل وقعة بدر لأول مرة لما أصبح قادرا على الجهاد ونزلت آية كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شعر لكم هذه الآية كتب فرض إذن فبدأ الرسول ينفذ مراد الله فانتخب سريا من سرايا الإسلام على رأس يا عبد الله بن جعش رضي الله عنه هذا أخو أم من مؤمنين زينب بنت جعش هذا الشاب إذن ومعه بعض أفراد وقال بسم الله ابحثوا عن قواف القريش وتتبعوا تحركاتها وتعرفوا لأحوالها فذهبوا إلى بطن نخلة أو بطن وادي نخلة بين الطائف ومكة فعاثوا فعاثوا على عير العير العير القافلة من إبل وغيرها تحمل بضايا وعلى رعصها عامر عبد الله بن عامر المخزوم فاشتبكوا معها فقتلوا إيسا عامر ابن الحضرامي فقتلوه وآسروا اثنين وأخذوا القافلة وجاءوا بها إلى المدينة متى كانت الوقعة كانت آخر يوم من جمادة الثانية جمادة المقبلة هذه في آخرها كانت الحادثة آخر يوم من جمادة ليس من الشهر الحرام أول ليلة هي ليلة رجب وهو من الشهر الحرام بل هو أعظم شهر في الحرام ما إن سمعت قريش بالحادثة حتى اختنقت وأخذت تصيح رنضوا إلى محمد يستبيحوا القتال في الشهر الحرام أين الدين الذي يدعو إليه وأين الإسلام كما يقول كيف استبيحوا القتال في الشهر الحرام وجاء الخبار إلى المدينة وأوقف رسول الأسرع ما تصر فيهم والغنيمة كذلك وأخذ المنافقون واليهود ومرضى هيجان لأن الإسلام كما دخل هذا السنة الأولى بأول سرية في الإسلام وكثرت التساؤلات وأبواق المجرمين والمنافقين لا تسأل فنزلت هذه لا يفريصر يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه أي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام فقتال بدل يسألونك عن الشهر الحرام أي عن القتال فيه قل قتال فيه كبير إثم كبير لكن عبدالله رئيس السرية ما قاتل في رجب قاتل في آخر يوم جمادة وأنتم تشنعون وتقولون آخر يوم جمادة ما هو في رجب ثم نحن نسلم قل قتال فيه كبير ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله تتبجح في قضية تافية وما تم القتال في الشهر الحرام لكن نحن نعم نعترف بأن القتال في الشهر الحرام حرام لكن أنتم الآن خفتم هذا الإثم إثم عظيم تعالوا ندلكم على ذنوبكم أولا صد عن سبيل الله وصرف للناس عن الإسلام بالقتال وبالدعاء وبكل هذا الصد حلال يعني أي إثم عظم هذا وكفر به أي بالله والشرك به هذا أيضا شيء قليل والمسجد والمسجد الحرام أي والصد عن المسجد الحرام ومنع المسلمين من دخوله هذا أيضا لا بس أعظم ذنب هذا وإخراج أهله منه أي من المسجد الحرام بطرد المؤمنين حتى هاجروا هذا أكبر عند الله من كون القتال واقع خطأا في آخر يوم جمالا والفتنة أكبر من القتل فتنة المؤمنين حتى يخرجوا من دينهم بالضرب والقمس في الماء والإحراق بالنار أكبر عرفتم الآن اسمع الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل فأسكتهم اتبهتم ثم قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم لن يفرغوا أبدا من قتالكم ولين ينتوا حتى يردوكم عن دينكم حسب ما يرون ويزعمون وهذه كشف عن نيات الكفار وما يدعو في خلدهم وما هم عليه إلى اليوم ولا يزالون يقاتلوكم لعلة ماذا كي يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وهذه الجملة هذه تبشرنا بخير أنهم ما يستطيعون إن استطاعوا معناه ما يستطيعون لكن تصوراتهم فهمهم أعمالهم تدبيرهم كله على أن لا يبقى إسلام ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ثم قال تعالى اسمعوا ومن يرتد قراءة سبعية ومن يرتد بدون فك ومن يرتد منكم عن دينه أي الإسلام فيموت وهو كافر أي لم يتب ولم يرجع فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالد حتى ما يفكر موما في أن يرتد لا لدنيا ولا 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 لأنه إحباط كامل وحبوط لا حد له انتبهوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر أما إن ارتد وتاب ومات على الإسلام ناجع لكن فيموت وهو كافر وهنا مسألة فقهية استويحوا قليلا ما هي هل العبد إذا اعتد عن الإسلام ولم يمضي عليه زمان طويل وقصير حتى تاب هل أعماله الصالحة التي عملها من الحج والعمر والصالحات والجهاد وترد عليه أو يحرمها ويستأنف العمل من جديد أعيد القضية فلان ارتد بعدما عاش عشرين سنة في الإسلام أصبح البرنيط على رصي الصليف عنقه قضى فتر من الزمان تطول تقصر ثم تراجع وندم وعاد إلى الإسلام هل أعماله الصالحة التي عملها أيام إسلامه تمسح وتنسخ وتحبط بكفره وإلى لا قولوا الله أعلم الجمه أكثرية الآية ما على أن أعماله الصالحة تعود إليك لا على أن أعماله صالحة لا تعود إليك إلا الشافعي يقول لا تعود إليه الجمه احتجوا بقول الله تعالى لا إن أشركت لا يحبطن أملك ولا تكوننا من خاسين الشافعي قال هذا اللفظ عام هيا نقيده بقوله فايمت وهو كذا تبهتم ونتيجة هذا هذا الذي كان قد حج واعتمار واعتد ثم عاد هل يجب عليه الحج مرة ثانية وإلا يعتبر حجه الأول عملا صالحا له الجمهور عليه أن يعيد الحج لأن الشركة محبط العمل بطل ما بقي له شيء ورأي الجمهور أصوب تبهتم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك ماذا لأن أشركت لا يحبط أن عملك ولا تكون النمل الخاسية وبالإجماع أن الشيك مغطل للأعمال محبط لها يبقى إذا عاد إلى الإسلام هالأعمال لا ترد له ويثاب عليها وقد محا بكفره الصواب أنها لا تعود يستأنف العمل من جديد يحج يعتمر وسؤال ثاني في هذه القضية هل المعتد يقتل فورا أو يستتاب ها قولوا وستسمعون المهم أنني أحرككم هل من اعتد يستتاب ثلاثة أيام أو على الفور هل مش نقع الجواب كما قلتم يستتاب كم يوما موجود في الهيئة أو في مركز الشرطة يعرضون عن تتوب وإلى لا أهل ما توضى وصلي ما نصلي ما نرجع اليوم الأول ما ندي يعطونه الخبز وإلا خلوا يجوع لا يعطونه ممكن يتوب يطعمونه اليوم الثالث كم الساعة الساعة الثانية ها ما توضى وصلي ولا لا الساعة الرابعة الخامسة كم بقي على المغرب نصف ساعة قد ما توضى وصلي فإن قال لا يضع بعصه كلمة واحدة ما تكافر إلى جهنم ارتد ما تكافر فإن هو أراجع وقال الحمد لله أتوب إلى الله وصلى ردوه لأهله السؤال هل المرأة تقتل بالرد أو لا زينوبة ارتدت الجمهور على أنها لا تقتل برد تسجن تعزر حتى تتوب لما قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله ما قتل النساء ولا الأطفال وحرم قتل النساء الأطفال في الحرب إذا خضنا معركة وانتصان لا يحل للمؤمن أن يقتل ماءة إلا إذا حملت السلاع ودخلت المعركة لمقاتلة والأطفال كذلك قالوا إذن وهنا المرأة لما تقتل ما دام رسول قد عفى عن قتلها وهي كافرة إذن يعفى عنها الآن وهي كافرة لكن لا بد من تعزير إن كانت مدتزوجة تفصل عن زوجها على الفور حرام لا تحيل له إذن هل هناك من لا يقتل إذا ارتد إلا بعد الاستتاب مالك يقول نعم الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل على الفور لا تقبل له توبة ولا يستتاب ما دليلك يا مالك قال إن امرأة في المدينة لها خادم منافق يسب الرسول أمامها فجاءت في الليل بحديد مصر وهو نائم فاعتملت عليه وقتلته وذهبت الرسول تخبره فلم ينكر عليها فعلها أقرها على ما فعلت لأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يطق يسبون الله نسب إليه العجز والولد والله عز وجل شأنه عظيم يعفى عنه من تابه لكن وسب الرسول ليما هذا معناه خداع غش وضرب الإسلام والجمهور يقولون يستتاب كغيره إن تاب وإلا قتل والأمر واسع وكله خير عرفتم هذا دل عليه قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وكافر فأولئك البعداء حبطت أعمالهم أي بطرت في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أهل جهنم خالدون فيها لا يموتون ولا يخرجون كم من مليون سنة بلا حساب حياة غير قابلة للفناء تعرفون الحياة غير قابلة للفناء فيه صوة ولا هذه الشمس كم سنة عندها طال عمها ولا لا أهل النار يدخلون فالنار ما يموتون ولا تنتهي عالم أسفل باقي هكذا فيه صنوف العذاب وألوان الشقاء وحياة لا تسأل عن مرارتها ولا موت ولا خروج أين يخرجون الموت غير قابل أجزام للموت ما يموت أهل جنة فوق أيضا عالم كامل عالم هذا ولا قطر من بحر أهل دائما يحياء لا يموتون ولا يمضون هكذا خلقهم الله على صورة غير قابلة للفنة والتحلل والتبخر فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذه الآية الأولى فهمتمها واضحة خير لكم من عشرين ألف يال أو ما ماذا تقولون أما الذين حافظوها وفهموها والله لا خير لهم من مئات ألف يال مئات ألف يال ممكن توقعك في الفتنة والبلاء والشقع ماذا تستفيد في أكثر ما أن تأكل وتلبس ثوب واحد وقوص عيشك في طول حياتك الآية الآية الثانية إن الذين آمنوا والذين هاجوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك السامون الأعلى هنا يرجون رحمة الله والله غفور لهم ورحيم بهم هذه نزلت أيضا في عبد الله بن جحش صحر النبي صلى الله وسلم إذ هو الذي قاد السري وإلا وهو الذي قاتل عمر بن عمر المخزومي وأصبح وأيضا خائفا مع أصحابه ورسول ما أبت في القضية ما زال الأسر على ما هم عليه والغنيمة كذلك حتى يجي حكم الله فكان فيه كرب مع أصحابه ينتظرون حكم الله فيه بل وحتى جيرانهم الناس كلهم إذهم سبب القضية فقال تعالى مخبرا مؤكدا للخضر إن الذين آمنوا عبد الله بن جحش ما آمن وفقته ما آمنوا من قبل وهاجروا الذين هاجروا ما هاجروا من مكة إلى المدينة وجاهدوا في سبيل الله لا في سبيل الدنيا ولا المال أولئك يرجون رحمة الله ورجع الرحمة انتظارها برغبة مع حسن الظن بأنه واقع ترقب للخير وانتظاره مع الظن الغالد أولئك مغفية ورحمة الحمد لله إن الذين آمنوا ويبقى هذا إلى يوم القيامة كل من آمن أولا ثم هاجروا بلاد الشرك والكفري ثم جاهد مع المجاهدين في سبيل الله الكل يرجعون رحمة الله والله غفور رحيم يغفر لهم ويرحمهم الآن تسمعون شرح الآيتين من الكتاب لعلي أخطعت قال معنى الآيتين الكريمتين لما أخبر تعالى أنه كاتب على المؤمنين القتال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة عبد الله بن جحش إلى بطن نخل يتعرف على أحوال الكفار لأن الكفار ما سمعتم أنهم أعطوا جائزة بميات بعير لمن يأتيهم برأس محمد ما إن خرج وخرج الصديق عرفوا أن الحالة تغيرت فلابد إله من تخطيط عمل حركات فأراد الحبيب صلى الله أن يتعرف على أحوالهم فبعث سرية بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال سرية بقيادة عبد الله بن جحش إلى بطن نخل يتعرف على أحوال الكفار فشاء الله تعالى أن يلقى عبد الله ورجاله عيا لقريش فقاتلوهم فقتلوا منهم رجلا يدعى عمر بن الحضرم وأسروا اثنين وأخذوا العير وقفلوا راجع إلى المدينة وكان ذلك في آخر يوم من جماد الآخرة الثانية وهي أول ليلة من رجب إذن فصارت ثائرة قريش وقالت محمد يحل الشهر الحرام بالقتال فيه وردد صوتها اليهود والمنافقون بالمدينة كما تعرفون المغرضين والأهواء والعطماء استجابوا باقية هل باقية القتال فالشهر الحرام باقية محرام إلى اليوم أو نسخ الجواب نسخ فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم واخذوهم وحصورهم الشهر الحرام بقيت حمته وجلاله وقدسيته لكن إذا قاتلنا المشركون الشهر الحرام بالشهر الحرام مقابل فيه وإذا اطلنا إلى قتالهم نقاتلهم في الشهر الحرام إذ قاتلهم رسول صلى الله عليه وسلم في طائف في آخر شوال وأول القعدة غزوة حنين وثقيف ثم ما تنسوا أن الذي حرم هذه الأشرة هو الله عرفتم ولنا وقرر هذا وهي السخر في قلوب العرب في الجاهل يقولون من أجل ماذا ليفسح لهم مجال لأن يتنقل في الجزيرة الجارة وعمالا ويتراحمون هدنة ربانية والله ما تستطيع الأمم تعد إذا دخل الشهر الحرام وقف سلاح لا إغارات لا غزو لا سطلالا أبدا من فعل هذا من خلق القلوب وهو يقلبها والعل أن يعيشوا في هذه الأشرة حتى يتمكنوا من حياتهم قال تعالى قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام والهدي والقلايد قياما للناس لتقوم حياتهم على هذه الأشهر الآمنة التي لا قلق فيها ولا قوف جعل الله الكعبة البيت الحرام وقيام نسو الشهر الحرام والهدي والقلايد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم قياما للناس يعني حياتهم تقوم على هذه الأشهر يبيعون يسافرون يعودون كما قال تعالى ولا تؤتوا السفا أموالكم التي جعل الله لكم قياما عرفتم هذه إذن فلهذا تعجبت قريش بالفعل كيف يقاتل الرسول في الشهر الحرام وهو رسول الله ووجد فصل التشنيع والتهويل واسمع ما قالوا قال وأخذ العير وقفل وراجلين وكان ذلك في آخر يوم من جماد الثانية وهي أول ليلة من رجب فصارت ثائرة قريش وقالت محمد يحل الشهر الحرام بالقتال فيه وردد صوتها اليهود بالمدينة والمنافقون بالمدينة حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف العير والأسيرين ولم يقضي فيهما بشيء حتى ينزل حكم الله وتعرض عبد الله بن جحش ورفاق لنقد ولوم عظيمين من أكثر الناس يلومون نيمة قاتلون في شهر الحرام قال وما زال الأمر كذلك اللوم العتاب الصياح والرزيج حتى أنزل الله تعالى هاتين الآيتين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه أي عن قتال في الشهر الحرام أي عن قتال فيه أجيبهم يا رسولنا أجيبهم يا نبينا قل لهم القتال فيه وزر كبير بايد غير أن الصد عن دين الله والكفر به تعالى وكذا الصد عن المسجد الحرام وكذا إخراج الرسول منه والمؤمنين وهم أهله وولاته بحق وهم أهل وولاته بحق أعظم وزر في حكم الله تعالى في مثل عام يقول يحرم الإبر ويأكل الجمل ويستبيع الجمل الإبر حرام كيف تسرق إبرة مومن تأخذها والجمل لا بأس لأن الإبر ما يحتاج لها ما له بحاجة يقول حرام هذه والجمل لا بأس فهم يحرمون القتال في الشهر الحرام ويفعلون كل الأباطيل والشهر القتل والتهجير والكفر وما إلى ذلك قال يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه أي عن قتال فيه أجيبهم يا رسولنا وقل لهم القتال فيه ويزر كبير أي إذن كبير بيد أن الصد عن دين الله والكفر به تعالى وكذا الصد عن المسجد الحرام وإخراج رسول منه والمؤمنين وهم أهله وولاته بعق أعظم وزرا في حكم الله تعالى كما أن شرك المشركين في الحرام وفتنة المؤمنين فيه لإرجاعهم عن دينهم الحق إلى الكفر بشتى أنواع التعذيب أعظم من القتل في الشهر الحرام مضافا إلى كل ذلك عزمهم على قتال المؤمنين إلى أن يردوهم عن دينهم إن استطاعوا ثم أخبر تعالى المؤمنين محذرا إياهم من الارتداد مهما كان العذاب يصب عليهم يحذهم أن من يرتد عن دينه ولم يتب بأن مات كافرا فإن أعماله الصالحة كلها تبطل ويصبح من أهل النار الخالدين في هذا ما إذا عذب المؤمن على الفور يلبس بونيط أو قولنا مسيحي يصبح لكن إذا كان العذاب شديد يغمسونه في الماء أو يكونه بالنار أو كذا في تلك الحالة يعطيهم ما طلبوا منه يسب الله أو رسول كما يريدون إذ كان عمى ووالده ياسر وهم سمية يعذبون بالغامس في الماء يجرونهم على الأرض الحارة والعاصة فيمر بهم الرسول فيقول عمى أعطيهم عمى أعطيهم هم يطالبون ماذا امدح آلهتنا وسب وصر ودينا أو نبقى نعذبك ونزل في ذلك قول الله تعالى إلا من أكره أي على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرش قال مضافا إلى كل ذلك عزمهم على قتال المؤمنين إلى أن يردوهم عن دينهم إن استطاعوا إذ قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ثم أخبر تعالى المؤمنين محذرا إياهم من الارتداد مهما كان العذاب أن من يرتد عن دينه ولم يتب بأن مات كافرا فإن أعماله الصالحة كلها تبطل سواء كان جهادا أو حجا أو صلاة أو صياما ويصبح من أهل النار الخالدين فيها أبدا قال هذا ما تضمنته الآية الأولى ما هي الآية الأولى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفوا به والمسجد الحرام وإخراج أهلهم أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار قم فيها خالدهم ذي الآية الأولى الآية الثانية إن وقال نعم هذا هذا ما تضمنت الآية الأولى أما الآية الثانية إن الذين آمنوا والذين هاجوا فقد نزلت في عبد الله بن جحش من عبد الله بن جحش هذا هذا صهر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أخو زينب ما تعرفون عن زينب شيء آه قولوا ماذا تعرفون لو تجمع نساء العالم والجامعيات بالخصوص من المسلمات لا يصلحون حذاء لزينب آه زينب تولى الله تعالى عقد نكاحها لرسول الله في السماء وكانت طفاق نساء الرسول ما من كن واحدة إلا وتولى عقد نكاح يا أبو وأخوها وأنا أتولى الله تعالى عقد نكاحي ما سبب هذا الفضل والشرف كيف فازت به من أجل فقط اطراحها بين يدي الله ورسوله لما نزل وما كان لموم ولا مومن إذا قضى الله ورسوله أمن أن تكون لهم الخيارة من أمرهم لأن زينب بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمها عمة الرسول زينب لما جاءت مهاجمة أخيها عبد الله أراد الرسول أن يزوجها مولاه زيد بن حارث الكلبي رضي الله فخطبها والرسول يستحي والرسول يستحي والله لو جمعت حياء الأمة كلها ما كان حياء رسول الله ما يخاطب الشخص في وجهها كذا من حيائه فلما خطبها لزيد فهمت أنه خطبها له هو لتصبح أم المؤمنين بعد ساعات أو الليل أو نهار علمها النساء أنت ما لك أنت مخطوبة لزيد لزيد العبد لن يكون هذا أبدا شرفنا قبل كل شيء وأخوه عبد الله وقف إلى جنبه كيف شريفة قواشية تزوج عبد من العبيد مملوك لن يكون هذا أبدا ولكن الله أراد أن يكون ليهدم به بناء بنته الأيد الكافرة وهي أن وهو أن من تبنى ولدا يصبح كولده لا ينكح ابنته إذن وزيد كان متبنى للنبي صلى الله عليه وسلم اشترات خديجة في حادث معرفة ووهبت للرسول والرسول اعتقه وتبنى أيضا كان يعبي زيد بن محمد فأراد الله أن يبطي لهذا التبني من أساسه إذن فكيف يصنع الجبار وهو ذو التدبير الحكيم إذن فأرى رسوله أن يخطوب زينب لمولاه ففهمت أنه مخطوب للرسول فرحت وقارت عينها بعد يوم أو ساعات بين المخطوبة لذين قالت لن يكون هذا كيف يسمع الأشراف الدنيا أن فلان تزوجها مولا فأنزل الله تعالى هذه الآية هذه الليلة لو كنا في بلاد فيها مخامة تبيع الخمر تبهت والله ما يبقى وحد يبيع الخمر الليلة يبقى والذين على سطوحهم الدشوش ويبيتون مع عواهر العالم ومجرميها يتفرجون لو يحضرون ويفهمون والله ما بات في صدرهم اسمع وما كان لمؤمن ولا مؤمنا إذا قضى الله حكم ورسول أمرا أن تكون لهم الخير من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينا والله ما إن نزلت الآية وتليت في البيوت وعلى أسنة النساء ورجال حتى اطرحت زينب بيني إلى رسول الله زوجني كما أمرك الله يا رسول الله وتنازل عبد الله البطل قائد سرية أول سرية في الإسلام ورضية بقضاء الله وتزوجت زينب مولى زيد بن حارثة وتمضي الأيام وزينب نفسها ما هي معتاحة لهذا الزوج مرغم فقط مكرر فكان زيد يشاهد هذا منها يا وكأنه يوذيها فيشكو إلى رسول الله مولى يا رسول الله هذه آذيتها نريد أن نفرق يقول رسول اصبر اصبر ما هي الآية أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك يا زيد عليك زوجك لماذا قال زوجتك الفصيح الزوج الزكى والأنذى والعامة تقول زوجة بالهال يفصل بين رجل المرأة وإلا الزوج وكلهما زوج أنت كنت فردا ولا لا زوجناك أصبحت زوجا والمرأة أصبحت زوجا لكن إذا خفت اللبس والاختلاع أتقول الزوجة بلها ما أتقول هذه زوجي هذه زوجتي لأنهم ما يفهمون هذه زوجي أمسك عليك أمسك عليك زوجك كمالي فكان يخفي هذا والله يعاتبه ماذا قال أتخشى الناس والله حق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطر زوجناك ما زوجه يا أبوها الله فكانت تفاخر تقول ما منكن يا نساء إلا وتولى عقد نكاح يا وليها وتولى عقد نكاح يا ربي ما إن نزلت الآية حتى أقام الرسول بالاحتفال بالوليم والناس يدخلون يأكلون لا عقد في الأرض ولا شهود ولا أحد تولى الله زوجها أما زيد الذي وكبش الفداء والضحية خلد الله ذكراه في الأرض والسماء ولم يظفر بهذا أي واحد غير الرسول أعطوني مؤمنا ذكر الله اسمه في القرآن سوى رسول الله وزيد هات فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لما لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياهم إذا قضوا منها وطرا الذي كنت تبنيت أو إذا طلق ما أرث لك أن تزوج ما هو ابنك حقيقي هذا بدعا جاهلية أبطرها الله لكن من تحمل حملها الثقيل رسول الله وزينب وزيد رضي الله عن صحابة رسول الله وصلى الله وسلم على نبي ومصطباه عرفتم الآن من عبد الله بن جهش نعود إلى السياق وإلا انتهينا قال فقد نزلت في عبد الله بن جهش وأصحابه طمأنهم الله تعالى على أنهم غير آثمين لقتالهم في الشهر الحرام كما شن كما شن عليهم الناس بذلك وأنهم يرجون رحمة الله أي الجنة وأنه تعالى غفور لذنوبهم رحم بهم وذلك لإيمانهم وهجرتهم وجهادهم في سبيل الله وقال وقال تعالى فيهم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور وحيهم هذه الآية الثانية هل لهاتين الآيتين من هدايا من أنوار نقتبسها لنعيش عليها أياما وهل القرآن نور ماذا تقولون والله إنه لنور أما والله يقول آمن بالله ورسول والنور الذي أنزلنا هل استطيع إنسان أن يمشي في حياته بغير القرآن ويستقم والله مزال أقسم الله لابد وأن يتخبط في الظنوف في الآثام في الجهالات في العقل يمشي في الظلام وإن شككتم افتحوا أعيونكم على العالم الإسلامي من كم قاونه يتخبط كم من يوم أن أعرض عن كتاب الله وحوله إلى الموت والقبوة وأم يتخبطون إذن للآيات للآيات الهداية أول هداية حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام يجب أن نحترم الشهر الحرام ومكة ولا لا إلى يوم القيامة ثانياً نسخ القتال في الشهر الحرام القتال في الشهر الحرام نوسخ يجوز إذا احتاج المسلمون إلى القتال فيه يقاتلون ومع هذا أرادوا أن يغزوا قائدهم يقول نطلق هذا الشهر حتى يدخل الشهر الآخر لا بس لكن إذا فوجئوا لا ينتظرون قال نسخ القتال في الشهر الحرام بدليل قتال رسول صلى الله وسلم هواز وثقيف في شوال وأول القعدة وهما في الأشهر الحرم عرفتم قاتل ثقيف وهواز وإلا في الأشهر الحرم ومعنى هذا أن القتال في الشهر الحرام جائز للمسلمين لكن يبقى الشهر الحرام معظم لا يعصى فيه الجبار يتقى فيه الله بطاعات لأنه أفضل الشهور وأعظمها ثالثا الكشف عن نفسية الكافرين وهي عزمهم الدائم على قتال المسلمين إلى أن يردوهم عن الإسلام ويخرجونهم منه الآن فرقوا من هذه أو ما زالوا ما زالوا رابعا الردة ما معنى الردة هيئة الارتداد كان ماشي مع الإسلام ورجع الوراء ارتد ولا لا كان في طريقه إلى الله إلى الجنة فانتكس ورجع الوراء إلى جهنم ارتد الردة محبطة للعمل ما معنى محبطة له مسقط له محبطة له ما ينفع فإن تاب المعتد يستأنف عمله كما علمتم أعوذ بالله من الشيطان رجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم وعيد تلاوة الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم هاتان الآيتان المباركتان اجتملتا على ثلاثة أسئلة والإجابة عنها من السائل ومن المسؤول لابد من ما يعرف السائل المؤمنون والمسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعلم بسؤالهم المخبر نبيه به الله جل جلاله والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سؤال يسألونك عن الخمر والميسر هل هما جائزان أو ممنوعان ما حكم الله فيهما أذكروا أن الأحكام الشرعية نزلت تدريجيا حكما بعدكم إذ أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة عشر سنة عشر سنين ما شرع شيء سوى الإيمان بالله ورسوله والدار الآخرة ثم فردت الصلاة في السنة العاشرة بعد رحلة إلى السماء والملكوت العلى فصلى والمؤمنون ثلاث سنوات ولم تكن أحكام تنزل لما حل صلى الله عليه وسلم بالمدينة أي مدينة هذه هذه والله المدينة النبوية أخذ التشريع ينزل يوما فيوما وكلما نزل أمر مهضوا به وكلما نزل نهي تركوا المنهي وابتعدوا عنه وأخذوا يكملون ويصعدون في سلم الكمال حتى أصبحوا أفضل من وجد على الأرض بعد الأنبياء والموصلين ها هم يسألون الرسول عن الخمر والميزر أما الخمر فكل مسكر سميه خمر والاعتراج إذ هذا اللفظ مشتق من خمرت الإناء غطيته وفي الحديث الصحي خمروا الإناء أي غطوه بالليل خشية أن تقع فيه حشرة أو يشرب منه حيوان أو كذا من عنده إنا فيه لبن أو عسل أو طعام أو ماء يخمره بالليل إرشاد الطبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم خمر الإناء يعني إنا فيه ما يطعم وإرشاد وسميت الخمر خمر أيضا لأن المؤمناء يقال خمر وجهك تخمر الخمار ما هو ما تغطي به رعصها ووجهها تعرفون الخمار يعرفون نسا ما تسطر به وتغطي رعصها ووجهها ذلكم الخمار وأصل الخمر العنب يغلى أو يطبخ ويستخر بينه المادة المسكرة ثم أصبح كل ما يخمر العقل ويسطره ويصبح الرجل يهذر ويقول ما لا يعرف وقد يغشى كبار المعاصي لأن عقله غطي واستطره فلهذا كل مستر خمر هو حرام هذا السؤال ما تدافع إليه لما حصل أن حمزة من حمزة هذا هذا ابن ابن عبد المطل هذا عم الحبيبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي أو شهد صلاة في إحدى الأماكن في المدينة صلاة المغرب فلما دخل يصلي ما أحسن القراءة خرط وقال كلاما بذيئا شكرا فنزلت الآية من صورة النساء ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكاء حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا آبهم سبيل فمن ثم وقفوا عن شرب الخمر أوقات الصلاة فلا يشربون إلا الوقت الواسع من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل أمر واسع أو من بعد صلاة الصبح إلى الظهر الأمر واسع لكن من بعد العاصر وصل المغرب بعد المغرب وصل العشاء فأخذوا أخذا بتعالم الله لا يشربون فالأوقات التي يبقى السكر معهم ويدخل وقت صلاة فمننا أخذت التساؤلات ومن يسأل أصول الله هو معلمهم وهاديهم ومغشدهم هو الواسط بينهم وبين ربهم هنا قال ويسألونك عن الخمر والميسر أجبهما يا رسولنا قل فيهما فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما هذا الجواب الحكيم والميسر ما هو حي ولا إنسان وإلا ما الميسر الميسر يطلق على آلات القمى سواء بالكعاب أو ب الميسر اليردش أو كذا أو كل ما يلعب به الآن ما هو في الونق كذا ولنا كم يلعبون بالكعاب النردش كذا لما سمي هذا ميسر لأنه يحصل صاحبه على المال بيسر ولا كلفة عاكف على رجلي جالس ويلعب وإذا ضطر وفاز أخذ المال مأخوذ من اليسر ومن يسر يسر العبد إذا حصل على منفع بدون تعب ولا ضرر قل يا رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما إثم كبير ما الإثم هذا الإثم حقيقة هو كل ضار فاسد كل ما يضر بالعقل أو العرض أو المال أو الدين أو العقل فهو إثم لأنه ضار ومن حيث هو فاسد فكل ما يضر العبد في عرضه في ماله في دينه في عقله فهو إثم والعرب كانوا يطلقون في الجاهلية على الخمر اسم الإثم يسمونها الإثم هذا أي نشر بالإثم يسمونها الإثم قال قال شاعرهم شربت الإثم حتى ظل عقلي كذاك يقول نعم شربت الإثم حتى ظل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول شربت الإثم حتى ظل عقلي وتاه كذلك الإثم يذهب بالعقولين عرفوا أنها ظار وفاسد وسموها لذلك الإثم قبل التشريع وبيان الإثم وغيره إذن أجابهم الرحمن جل جلاله بهذا الجواب يسهلونك عن الخامر والميسر قل فيهما إثم كبير وإثمهما ومنافع للناس ما هذه المنافع للناس أولا الخامر كانوا يستويدونها من الشام بلاد العنب وهم تجاء وخاص أشرف مكة وسهداتها ويبيعونها فيكسبون أموال طائلة لكانوا يعتقونها وكانت لها منزلة فهؤلاء التجار استفادوا ربيعون كذلك شارفها يجد تخريفاً عن نفسه من الكآبة أو الحزن لينشارع صدره ويحف على صروره وفرح بهجة حال سكرته ذي المنافع وأما الميسر فيه منفع ما هي كانوا يشتعون الجمل وينيخونه عند الصفاء ويلعبون الذين ينجحون لا شيء والذين خابوا خسروا في اللعبة يسددون قيمة الجمل ويذبحونه للفقراء والمساكين فقط لأنهم أشرف ما يكلون هذا اللحم الذي أخذوا بالقمار يطلق يذبح ويوزع لحمه هذا معنى ما نافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وما دام الإثم أكبر من النفع معنى ارتكوهما لكن لا في صراحة ومن هنا عمر أخذ يلح على الله اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافية اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافية يلح في الدعاء ليل نهارا لأن لما نزلتها للآية بعضهم كف عن القمار وعن شرب الخمر وبعضهم قال ما في نص صراحة ما قال لا تشربوا أو لا تلعبوا عمر الضهب فأخذ يدعو الله ويلح في دعائه واستجاب الله له فجاء نص التحريم من صورة المايدة بعد صورة النساء يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ريز مع من الشيطان فاجتنبوه دعا لكم تلعون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون من قال لا كفر فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا ربنا انتهينا وهذه واحدة مما استجاب الله فيها لعمار واحدة من أربعة استجاب الله لعمار فيها من هذه الأربعة مقام إبراهيم قال يا رسول الله لو اتخذ من مقام إبراهيم صلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم صلى قال وافقت ربي في كبع لما عمر في هذه الوضعية ما هو إلا لصفاء روحي وطهات إذا صفت روح العبد وزكت وطابت وطهوت يصبح قريب من الملائكة قريب من الله إذا فحرم الله الخمر بآية المائدة وقبل آية النساء والبقرة والمائدة نزلت آية تعلن جوازها ويمتن الله تعالى على الناس بها في صورة النحل المكية من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ساكرا ورزقا حسنا ثم لما حدث ما حدث فالصلاة وقال ما قال إمام حرم الله شعبها عند الصلاة فلا يحل للمؤمن ولا مؤمنة أن يقربها وهو يصلي أو يريد الصلاة خف شعبها واضطربوا فأخذوا يتساءلون فنزلت هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهم إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فكف من كف وانقطع من انقطع عن شعب الخمر ولعب الميسر حتى نزلت آية المائدة إذ عمر يلح على الله ربنا بيّن لنا فالخمر بيانا شابها فلما نزلت فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا يا ربنا انتهينا يا ربنا وأريقت دنانها وقلالها في أزقة المدينة حتى سالت الخمر كالمطر إذا سال في الأزقة الصغيرة وما بقي مؤمن يشربها هذا معنى قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فهذه فيها الترغيب في البعد عن الخمر والميسر وفيه ترغيما لكن ليس نصدا في التحريم فهمنا هذا إذن بما حرمت بآية المايدة الصوع الآتية بعد النساء إن حارمت بقولي فهل أنتم منتهون هذه الصيغة للتهديد قالوا انتهينا ربنا وفي آية المايدة بيّن الله تعالى مضار الخمر والميسر فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزنام رجس أولا وسخ من عمل الشيطان يريد فاجتنبوه لعلكم تفلحون يريد الشيطان ماذا أن يوقع بينكم العداة والبغضاء فالخمر والميسر عرفنا أن اللاعبين أحيانا والله يتسابون وحيانا يتغاربون تبهتم وماذا ويصدكم عن ذكر الله والله ما بلغنا أن جماع يلعبون الكيوم وهم يذكرون الله عز وجل انتهى ذلك الله وعن الصلاة يؤذن المؤذن ويدعو الدار الصلاة وهم مكبون على اللعبة حتى تنتهي وإن صلى الناس وانتهت الصلاة إذن فنعود إلى الخمر من الله على الناس بأنهم يستخدمونها ويستخرجونها من التمر والعنب ثم نزل حرمة شربها عند الصلاة ثم بيّن تعالى لهم مظارها وأن إثمها أكبر من نبيها ثم نزلت آية المائدة فحارمت على الإطلاق وأراقوها عند أبوابهم والرسول صلى الله عليه وسلم جلد من شربها وجلد المؤمنون مع رسول الله ثم قرر عليه باستنباطه أن شربها يجلد ثمانين جل قياسا على القذف القاذف الذي يقذف مؤمن بالفاعشة يا زاني أو يا كذا إن لم يأتي بأربعة شهود على صحة ما رم به المؤمن يخشف عن ظهر ويجلد ثمانين جلد علي قال ما دام القاذف يجلد شارب الخمر استكران يقذف ويقول أسرع من القاذف فأجمعت الأمة بعد علي على أن شارب الخمر إذا ثبت شربه يجلد ثمانين جل على ظهره وكل مسكر حرام هذا السؤال الأول الثاني ويسألونك ماذا ينفقون لما نزل وأنفقوا في سبيل الله لما نزل الأمر بالإنفاق أنفقوا في سبيل الله قالوا كيف كم مات من الذي ننفق بيّل لنا يا رسول الله فجاءوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوا وتسألوا فأنزل قوله تعالى قل العفو أنفقوا العفو أي الفضل والزايد عن قوتكم وحاجتكم أنفقوا في سبيل الله للجهاد للفقار للمساكين لليتام ما زاد ما زاد عن حاجتكم أما ما أنتم في حاجة إليه فأنتم أو لا هذا العفو الفضل الزايد عن الحاجة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بقوله الصدقة أفضل الصدقة ما كان عن غناء أفضل الصدقة ما كان عن غناء ما معنى عن غناء عن كفاية ما أغناك الله به لتسد حاجتك أنت وأسرتك من الطعام وشراب ولباس الزايد هو الذي تنفق منه أما أن تترك أسرتك وأفرادها جياع وتخرج طعامك لا لأن هي هي تريد أن تسد جععة الشخص وفي بيتك جاية تريد أن تسطر عوة الشخص ومن معك قد تبدو عواتهم فمن رحمة الله وإحسانه لأوليائه أجاب عن هذا بقولي قل العفو قل لهم يا رسولنا قال العفو هو الذي تنفقونه خير الصدقة أفضل الصدقة ما كان عن غناء ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو هو الذي ينفقونه كذلك يبين الله لكم الأيات أي كما بين لكم هذه الأحكام الشرعية ما زال القرآن ينزل والله يبين الآيات الحاوية للتشريع الإلهي من الذر إلى المجرع كل الحياة لها قوانينها وشغائعها وما تتبعه وما تطرقه في هذا الكتاب الكريم ما مات الرسول الصلما وبقي شيء ما عرفوا حكم الله فيه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم أي رجاء أن تتفكروا فتذكروا وتعرفوا ما هو النافع وما هو الضعر ما ينفعك في دنياكم الفانية وما ينفعك في آخرتكم الباقعة بهذا العلم يوما بعد يوم والآيات تنزي بالأحكام والتشريع به تصبحون المتفكرين عقلاء واعين بصراء فتعرفون ما ينفعكم في دنياكم الفانية وما تتطلب هذه الدنيا الفانية وما ينفعكم في الدار الآخر الباقية ومعنى هذا إذا كانت الدنيا فانية والآخر الباقية ليكن عملكم للباقية أعظم وأكثر من عملكم للفانية واذا أمر معقول السؤال الثالث في هاتين الآياتين ويسألونك عن اليتام هذا السؤال سبب قوله تعالى من صورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هذه دوختهم إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون يوم القيامة او بعد الموت سعيرا منتهبا من اجل اكلهم اموالا لاتاهمها لما نزلت هذه الاية ارتبك المؤمنون وضطاب الصالحون وبعضهم على الفور فاصل يتيمه عنه صارت الماء تطبخ غدا يتيمها وغدا زوجها وولادها ولا تخلط طعام يتاماها مع طعم اولادها وزوجها وفيه مشقة حتى الماء هذه القربة فيها ماء ليتاما يعني المكان يشترى ويتي الخادم به من مكان بعيد الطعام كالشراب كاللباس كالنوم فصل فوقعوا في وطع عظيمة اتعبهم تطبخ مرتين اين يوجد القدران والثلاثة كيف نفسي هذا بكوا لقوة ايمانهم وبصيرتهم ان الذين يأكلون اموال اليتاما ظلما انما يأكل في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ومن هنا بدأت التساؤلات كيف نفعل يا رسول الله ويسألونك عن اليتاما اجبهم يا رسولنا قل اصلاح لهم خير بدل ان تفصلوا طعامهم وشرابهم وكل حاجاتهم عنكم وفيهم شقة عظيمة العبرة ماهي بالفصل العبرة بالمنفع فخلطهم انفع لهم من فصلهم لما اذا كان طعام الجماعة الاسرة سبع ريالات وليتيم ريال معهم وانا اذا طبخنا له وحده ما ينفع ريال يحتاجنا اكثر الفلفل والملح والخبز وكذا على حسابه لكن اذا كان مع مجموعتنا معنا يتيماني واهل بيت عشرة انفع لان يكون معنا في القدر اخف عليهم قول اصلاحوا لهم خير وانتو خالطوهم فهم اخوانكم والاخ لا يفصل عنقه ولا يبعانه ما في غرب ولا عجب اذا المهم ان تحافظوا على اموالهم فلا تأكلها بالبعض وهنا لطف الله بهم ورحمهم بهذه الكريمة ويسألونك عن اليتاما قل لهم يا رسولنا اصلاحوا لهم خير وانتو خالطوهم فالطعام والشراب والكسى والمنزل فهم اخوانكم والاخ لا يطلب لاخه الا ما ينفعوه ويبعد عن ما يضعوه فلا حاج اذا اخلطوا طعامكم مع طعامهم لان ذلك انفق بكم من حيث التعب المشقة وانفق في المال لليتاما بيّنت لكم اذا كانت تطبخ طعامين طعام لليتاما واخر لأولادها وزوجها هذا العمل شاق وإلى لا شاق ثم لو باقي اليتيم معهم يأكل كفاية ريال اذا كان سبع او ثمانية لكن ذاتوا بخلاو طعام خاص يكلف طعام الأسرة كاملة او يقاربه او يكاد قل اصلاحوا لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح اي يا اولياء اليتاما خالطوا يتاماكم والله عز وجل يعلم المصلحة منكم لأموال يتاما والمفسد لها فاتقوا الله وخافوه واخشوه فإياكم والإضرار بيتاماكم حافظوا على أموالهم ولو شاء الله اعناتكم لأعنتكم لو شاء الله مشقتكم واسعابكم لا فعل ولكن خففعكم ذلك اذ لو فرض فصل أموال يتاما على أموال الناس الأولياء لكانت ما شق لا شك بها بدل أن نحرف خطعة أرض وهو معنا وله فيها على قدري وإذا نحرط له أرض خاصة به كيف نستطيع مثلا نشتري شاء نحل بها أهل البيت يستطيع إذن هو يحتاج إلى أشاء أخر خلي يشرب معنا كاسه والنفق جزء من سبعة مثلا ولو شاء الله لأعنتهم إن الله عزيز قوي قادر لا يمانع فيما يدحك في شرعه وتدبيره لعباده فليتقى الله وليحذر هذه ثلاثة أسئلة في آيتين هكذا يعلمهم يوما بعد يوم ما مات رسول صلى الله عليه وسلم إلا والإسلام قد اكتمل اليوم أكملت لكم دينكم ما ترك شيئا يحتاج إليه المسلمون إلا بيّنوا في الأموال في الأعراض في العقيدة في السلوك في التجارة في السياسة في كل شؤون الحياة فإذا أقبل المؤمنون على كتاب الله وهدي رسوله ما ضلوا آبدا ومتى أدبروا وأعرضوا والتفتوا إلى غير الكتاب والسنة أكادتهم الطوام والحيات كما هو الواقع اسمعوا الآية تأملوا يسألونك عن الخمر والميسع قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما هذا الجواب مات حرمة الخمر بعد هذا التساؤل وفيه إشارة إلى تركهما لما لأن الضر أكثر من نفع إذن فاتركوا فتساءلوا فنزأت آية النساء فهل أنتم منتهون ما إذا ويسألونك ماذا ينفقون لما أمرهم الله بالإنفاق قل أنفقوا في سبيل الله وأنفقوا كم ماذا ننفق إذن ففسر الرسول ذلك بقوله لما قال قل العفو أنفقوا العفو أي الزائد عن حاجتهم فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر الغناء والغناء ليس من أن تملك الملايين الغناء ما أغناك عن سؤال الناس ما سد حاجتك وحاجة أهل بيتك إذن وقوله تعالى في الآية ويسألونك عن اليتام كيف نتعامل ماذا نصنع وقد هددهم الرحمن بقوله إن الذين يأكلون أموال اليتام بغير حق ظلما أي بغير حق من المصير ما هو إنما يأكلون في بطونهم نعر وسيصلون سعيرا إذا طربت المدينة وأهلها ماذا نصنع فنزل قوله تعالى قل إصلاح لهم خير تسألوا يسألونك عن اليتام قل إصلاح لهم خير أما فصل طعامهم وشرابهم ومنامهم وعنكم هذا فيه ظهر من جهتين من جهة ما شقة كبيرة على المار التي تقوم بهذا ومن جهة أخرى أننا إذا طبخنا الطباق خاص أو كذا يكلفهم أكثر من أن يكونوا مختلطين مع الأسرى بما فيها لكن راعوا دائما الصالح لليتام افعلوا والله يعلم المصلحة من المسلم ولو شاء الله لآنتكم أي ولو شاء الله إعناتكم لآنتكم أي أوقعكم في لعانة العانة المشقة الضاوة القوية إذن وسلموا لله قضاءه وحكمه وتدبيره فإنه عزيز لا يمانع إذا أرد شيء كان فلا تخرجوا عن طاعته حكيم يضع كل شيء في موضعه الذي يتهيئ للصلاة ويطلب ويصلحه والذي يتهيئ الفساد ويريده يطرقه وفساده حتى يهلك أعيد تلاوة الآية مرة أخيرة ونقى شرحها إن شاء الله زيادة في الفهم اسم أعوذ بالله من الشيطان رجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما راكبهم نفرما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو فهمنا معنى العفو ما منافع ضد المواخذة لا ما زاد عن الحاجة كذلك 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 أي كهذا التبين يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في أمور دونكم ودنياكم فتعملوا لدنياكم ولآخرتكم بحسب حالها الدنيا فانية والآخرة باقية فلو أنفقنا نصف ما نملك على الآخرة أفضل ممن ننفق نصف على الدنيا الباقية وقوله ويسألونك عن اليتامى قول إصلاحوا لهم خير لا فصلهم القضية قضية الحفاء على أموالهم وتنميتها لهم حتى إذا بلغوا أشدهم وامتحنوا ونجحوا يجدون أموالهم وافعة محفوظة لهم وإن تخالقون وإخوانكم لا حاج والله أنتبه يعلم المفسد من المصدح إذن والله عزيز حكيم الآن اسمعوا الشرح مع ما فيه من زيادة قال إذا أنا عاجز ولا أستطيع أن أنمي هذا المال ماذا نصنع لابد أن نأخذ من تلك الخمسة لاف على قدر حاجة يتيم كذا وإنما إذا كان المال أكثر من خمسة لاف صالح للعمل عمر كان يقول اتجروا في أموال يتاماكم حتى لا تأكلها الزكاة تبات فهذه الخمسة لا تضح في بنك ربا تنميها لليتاما تحرقه وتحرق نفسك انظر إلى تاجر صادق أمين كما كنا قبله وقل هذه الخمسة لاف اتجر بها وعطينا ربحها ليتيمنا تبات فبحمد الله كل شرة توفع له شيئا ينفقه أربع سنين خمسة بلغا هذا اليتيم تعطيه ما له هو هكذا اتجروا في أموال ما يتاماكم حتى لا تأكلها الزكاة كيف تأكلها الزكاة كل عام تزكيها تزكيها تنفد وإلى لا رضي الله عن عمر وعن من يترضى عنه قال يسمع الآن ما في فهمك من الآيتين ما شروحا الآن مفصلة قال كان العرب في الجاهلية ما معنى في عهد الجاهلية والجاهلية ما هذه ظلم الكفر والشركيين والجهل كان العرب في الجاهلية يشربون الخمور ويقاملون ما معنى يقاملون يعملون يلعبون القمر بأي شكل كان قال فبدأ وجه الإسلام أي الدين الإسلامي فبدأ دعوتهم إلى التوحيد والإيمان بالبعث الآخر إذ هما الباعث القوي على الاستقامة في الحياة بما بدأ الإسلام بما بدأ الإسلام المؤمنين بالإيمان بالله لهم الآخر عاشر سنين لا عبادة فالسنة العاشرة فرض الله الصلاوات الخمس إذن قال ولما جاء ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم والعديد من أصحابه هاجروا من أين إلى أين من مكة إلى المدينة قال وأصبحت المدينة تمثل مجتمعا إسلاميا مجتمع إسلامي لكثرة المسلمين بها قال وأخذت الأحكام تنزل شيئا فشيئا فحدث يوما أن أنصى الله أحد الصحابة بجماعة وهو ثملان ما معنى ثملان سكاء عقله متبس عليه مغش مغطى وهو ثملان إذن ثملان فخلط في القرآن فيما يقرأه قد مؤخر بل قال الكلمة أخرى قال فنزلت آية النساء وهي يا أيها الذين آمنوا لبيك الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون فكانوا لا يشربونها إلا في أوقات معينة وهنا كثرت التساؤلات حول شرب الخمر فنزلت هذه الآية يسألونك عن الخمر والميسر فأجابهم الله تعالى بقوله قل من الذي يقوله رسول الله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفرهما فترك الكثير كلا من شرب الخمر ولعب القمار لهذه الآية الكريمة وبقي آخرون على ما كانوا عليه فكان عمر يتطلع إلى منعهما منعا بابتا ويقول اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا اللهم بيّن لنا في الخمر أموها أو فهموها الذين يلعبون الكرم ويقضون الساعة والساعتين ويقول نحن ما بيننا ميسر ولا مال فقط للتسلية اعتبهتم نحن نقول وإن كنتم لا تتقاضون شيئا بل لو كان من يعطيكم المال لتلعبوا فقط والله لا يحل لما لقوله تعالى في بيان العلة إنما يريد الشيطان من لعبكم وقماركم وشوبكم الخمر يريد ماذا أن يوقعكم أن يوقع بينكم العداوة والبغضة هل يصح أن يتعادى المؤمنون أو يبغض بعضهم بعضا الشيطان هنا وجد طريقا ليقاعكم في العداوة والبغضة وبذلك يفرح مزق شملكم اجتماعكم حتى قال إذن ويصدكم عند ذكر الله فأي عمل يصد المؤمن عند ذكر الله ويقضي الساعة والساعتين لأبقى الله فأو حرام وعن ذكر الله وعن الصلاة أيضا وأخيرا فهل أنتم منتعون قالوا انتهينا ربنا قال فأجابهم فأجابهم الله تعالى بقوله قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فترك الكثير كل من شرب كل من شرب الخمر ولعب القمار لهذه الآية وبقي آخرون أن يشربون ويلعبون فكان عمر يتطأ الله إلى منعهما منعا باتا ويقول اللهم بيننا في الخمر بيانا شافية فاستجاب الله تعالى له ونزلت آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتعون فقال عمر انتهينا ربنا وبذلك حرمت الخمر وحرم الميسر تحريما قطعيا كاملا ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم حدا للخمر وهو الجلد وحذر من شربها وسماها أم الخبائد وقال مذمن الخمر لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه في ثلاثة نفر وهم ألعاق لوالده لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ومسبل إزاره للخيلاء والفخر لا يكلمه الله ولا يزكيه ومدمن شوب الخمي المواصلها وقوله تعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس فهو كما قال تعالى فقد بين في صورة المائدة من شاء الإثم وهو أنهما ينسي يسببان العداوة والبغضاء بين المسلمين ويصدان عن ذكر الله وعن الصلاة وأي إثم أكبر في زرع العداوة والبغضاء بين أفراد المسلمين والإعراب عن ذكر الله وتضييع الصلاة حقا إن فيهما لإثما كبيرا وأما المنافع فهي إلى جانب هذا الإثم قليلا ومنها الربح في تجارة الخمر وصنعها وما تكسب شاربها من النشوى والطاح والسخاو الشجاع وأما الميسر فمن منافع الحصول على المال بلا كد ولا تعب وانتفاع بعض الفقراء إذ كانوا يقامرون على الجزو من الإبن ثم يذبح ويعطى للفقراء المساكين أما قوله تعالى في الآية يسألونك ماذا ينفقون فهو سؤال ناشأ عن استجابته من قول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله فأرادوا أن يعفوا الجزاء الذي ينفقونه من أموالهم فأرادوا أن يعفوا الجزاء والقدر الذي ينفقونه من أمواله من أموال في سبيل الله فأجابهم الله تبارك وتعالى بقوله قول العفو أي ما زاد على حاجتكم وفضل عن نفقاتكم على أنفسكم ومن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الصدق ما كان عن ظهر غناء أواه البخاري وقوله وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أي مثل هذا البيان يبين الله لكم الشرائع والأحكام والحلال والحرام ليعدكم بذلك إلى التفكير الواعي البصير في أمر الدنيا والآخرة فتعملون لدنياكم على حسب حاجتكم إليها وتعملون لآخرتكم التي مردكم إليها وبقاءكم فيها على حسب ذلك قال وهذا ما تضمنت الآية الأولى أما الآية الثانية يسألونك عن اليتام فإنه لما نزل قوله تعالى من صرات النساء إن الذين يأكلون أموال يتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نا وسيصلون سعيره خاف المؤمنون والمؤمنات من هذا الوعيد الشديد وفصل من كان في بيت يتيم بكث يكفلوا فصل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه وحصل بذلك عانت ومشق كبيرا وتساءل عن الخروج أو المخرج فنزلت هذه الآية وبينت لهم أن المقصود هو إصلاح مال اليتام وليس هو فصله أو خلقه فقال تعالى قل إصلاح لهم خير مع الخلق خير من الفصل مع عدم الإصلاح ودفع الحرج في الخلق فقال تعالى وإن تخالطوهم فإحوانكم والأخ يخالط أخاه في ماله وأعلمهم أنه تعالى يعلم المفسد لمال اليتيم من المصلح من المصلح له ليكونوا دائما على حذر وكل هذا حماية لمال اليتيم الذي فقد والده ثم زاد الله في منة عليهم برفع الحرج في المخارطة فقال تعالى ولو شاء الله لأعنتكم أي أبقاكم في المشقة المترتب على فصل أموالكم عن أموال يتاماكم وقوله إن الله عزيز أي غالب على ما يريده حكيم فيما يفعله ويقضيه به واضح معنا الآياتين معاشر الأبناء الجنسة مباركة والملائكة معانا تحفونا ترجمة نانسي قنقر